وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة نحن قلنا ساعة ما نسمع إزدي نفهم إنها ظرف الحدث إذ قال موسى اذكر وقتاً قال موسى لقومه كذا وإذ استثقى اذكر إيه اذكر وقت استثقاء موسى لقومه تبقى وإذ نتقن بيقول اذكروا دائماً الأشياء اللي احنا عملناها فيهم علشان تفهموا مدى تذللنا لهذا العنصر ومدى جحود هذا العنصر وكفرانه لنا وإذ نتقن الجبل نتقن الجبل معروف وهو إيه الأحجار المندمجة في بعضها دي ومكونة إيه جرم عالي قد يصل مثلاً إلى ألف متر قد يصل إلى هد كده مع الأول ده علشان حجر واحد في الأهرام طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا يقولنا يا تلام على الحجارة دي مش عليك طب ما هو عمل لك الجبل حجر إيه؟ حجر واحد طيب الجبل ربنا قال عليه أنه إيه؟ والجبالة أرساها أرساها ما يقالش أرساها إلا إذا كان شئ له إيه؟ له تقل ما تقولش أرساة الورقة على المكتب إنما أرساة البنورة على المكتب يعني تجيب حاجة لها إيه؟ لها وزن ولها سكر الجبال ربنا أرساها وجعلها في الأرض إيه؟ أوتاد والوتد منسوك من الموتود فيه مش كده؟ بدليل إنه لو تلا خلق كده ولا كده نعمل له إيه؟ تخشينة أو نقول لا ده دي لقت عليه نجيب حاجة تانية يبقى الجبالة أرساها والجبال أوتاد في الأرض فربنا بيقول وإذ نتقنا الجبل نتقناه رفعناه هناك أي الفئة تانية ورفعناه فوقكم الطوف مش كده ولا لأ؟ ورفعنا إيه؟ فوقكم الطوف وآية تانية وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم مش نتق هناك إيه؟ رفع خدوا بالكم من اختلاف إنما هنا إيه؟ نتق أهذا نتق بمعنى رفع؟ نقول له لا ليه؟ لأن مدام الجبل راسي في الأرض وممسوك زي الوتد ما هو ممسوك بالأرض يبقى قبل ما رفعه لازم أنزعه وقلعه من الأرض شيء غير ممسوك بالأرض زي هذا المساجل نقدر نرفعه يبقى الرفع كافي إنما شيء ممسوك كوتد يبقى ما يجيش الرطع إلا بعد عملية تانية العملية التانية اللي هي إيه؟ آه ننزعه يبقى نتقنا إيه؟ نزعنا الجبل ولما نزعنا الجبل طب نزعناه ليه عن إرساءه؟ لازم له حكمة عشان نرفعه طب ورفعناه ليه؟ عشان نعمله ظل عليهم كده هو يبقى كم عمليات؟ تغطى عمليات الأول إيه؟ نتق اللي هو إيه؟ نزع وإيه؟ وخلح وبعدين رفع وبعدين نجعله ظله الظله دي عايزة إيه؟ ده عايزة اتجاه في المرفوع إلى جهة فهو رفعه كده وبعدين يعمله كده عشان يبقى إيه؟ يبقى ظله مش كده ولا لا وإذ اذكر إذ نتقنا الجبل يعني إيه؟ نذعناه وخلعناه من الأرض ولا ننزعه ونخلعه من الأرض إلا لمهمة أخرى غير إنه راسي المهمة إننا عايزة أرفعه ولا نرفعه إلا لمهمة أخرى وهو أننا نعمل إيه؟ أعمل الظله قال له طب هو ظل للغمام رحمة أم قال لكي وظل للغمام رحمة إنما جعل الجبل ظل عذاب لأنه لما جاب لهم التوراة قالوا لا التوراة دي شديدة وأحكامها شديدة وإيه؟ قال لهم يا أولاد الإيه؟ بقى إحنا بعد ما عملنا لكم كده وجايب لكم التشريعات دي عشان مصلحتكم لأن ده فيه إصلاح تيجي تقولوا لا ده التوراة شديدة طب إيه؟ راح نذع الجبل ورفعوا وجابوا فوقهم كده عام وظنوا أنه واقع بهم وظنوا إيه؟ أنه واقع ولذلك يقول لك إيه؟ إنهم هم فيه ظاهرة في اليهود اللي شاف دونكو يهودي ولا أي حاجة وشاف إن سجد شكرا لله أو أي حاجة تلتفت لازم يسجد على حجبه الأيسر السجود معناها كده تساوي الوضع كده مش كده؟ إنما كده أهي كده دي جاي من إيه؟ شافوا الجبل فوقهم بقوا خايفون من الجبل وعايزين يسجدهم فعملوا إيه؟ فضلت لازمة فيهم فضلت إيه؟ لازمة فيهم لا يسجدون إلا على حاجبهم الأيسر ما يجيبش القورة كده على الأرض كلها كلها مرة واحدة لايه؟ من حاجات ايه؟ شاف خلي واحد ينتظر حاجة جاي فوقه كده يعني كده خايف منه وإذن تقنى الجبل فوقهم كأنه ايه؟ ظلة السقف ظلة ولا متظلة؟ على أوقات السقف الايه؟ السقف ظلة ايه؟ انت متضلل في جدار قاعد كده ومتضلل في ايه؟ يبقى الجدار عملك ايه؟ اوعى تفتكر ان الظلة مش فوقك لا دا انت تاخدها بسمت الشمس مش بسمت راسك انت دلوقتي كيالك كده تبقى لما تمرد انت كده تلاقيها برضو ايه؟ تلاقيها ايه؟ فوقك واذ نتقنى الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا انه واقع بهم الظن هو رجحان قضية وقد يرد بمعنى ان رجحان قوي لدرجة اليقين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم بعدين لما بقت الحالة دي كده هو ونخاف من الجبل لاقى عليهم ومش عارف ايه؟ كانوا ممتنعين احد الكتاب قال لهم خزوا ماءتين يعني قلنا خزوا ليه؟ قال لك لان هنا امر شاعل امر؟ خزوا والامر يقتضي امر والامر لازم له اذا يأمر به يبقى كأن هنا استقدر ايه؟ قلنا اه؟ خزوا ما اتيناكم بايه؟ بقوة خزوا ما اتيناكم بقوة احنا قلنا زمان من كلمة القوة دي هي الطاقة الفاعلة لأي حدث من الايه؟ من الاحناس لو نظرنا الى قول الحق خزوا ما اتيناكم بقوة يدل على ان ده الاسل في الكون كله ان تقبل على اي شيء بايه؟ بقوة ليه؟ قال لك الكون اللي انت شايفه ده منقسم الى كون مسخر مالوش رأي في ان يفعله او لا يفعل بل هو ايه؟ فاعل دائما الشمس مغضبتش على الان سؤالة لها منش طالع على بدول ابن النهار ولا الهوام تانى ولا الهوام ايش حاجة من دي لانها ايه؟ لو جبت المطية او الحمار اللي انا ايه الراجل العمدة الحمار دا يشيل سباح يشيل سباح ولا ما يشيلش يقوم يقول هاتو الحمار دا بقى كده ونظفوه وحموه هاتوله بردعها كويسة كده والجم فضة عشان اعمله ركوبة اروح بها البندر الحمار هي اعصى لا يعصى هنا ولا يعصى الابد يبقى لكون ايه؟ مسخر بقوانين مادية سابتة شمس عما لا تجري وتروح كده لا الشمس ينبغي لها ان تذكر القمر ولا الليل سابقه النار وكلهم في فلك نظام ليه؟ ولذلك نظر لانه مكهور ملوش تكلف لانه ما يقدرش يعمل غير كده ما يقدرش يعمل ايه؟ يعني هو كده ما يقدرش ولذلك احنا قلنا ان المحكوم بالغريغة الكونية بيبقى فالح في الحياة عن المحكوم بالاختيار الفعلي يعني ايه؟ احنا قلنا الانسان هلقاه فيه اشياء تفعله فعلها فيه ولا يدر عنها وبها قوام حياته بالله هني بامسك القلب كده واضبطه وقول له دق كذا ده ولا ليه؟ ولا عرف الحكاية دي مش كده؟ طيب الرئة والنفس ومش عارب ايه الحركة الدهودية في الامعاء الكلة عم ملة تاخده وبعدين تلتفت تلاقي المسانة ملت بلا ارادة كده عايز تروح دورة المية مسألة ايه؟ ركيبة ليه؟ ليك فيها اختيار؟ ما ليكش فيها اختيار ابدا يبقى اللي محكوم بالغرائز ملناش فيه ايه؟ تلتفت تلاقيك بتاكل ثم تيجي تتعجل كده ولا تتكلم انت بتاكل تقوم حباية رز تيجي في القصبة الهوائية شوف بقى اي ارادة منك او اي اختيار او اي عملية عشان تطلع على الحباية انما تلتفت تلاقيه حتى وان كان ولد صغير ما يعرفش الحكاية دي اني دي دخلت في القصبة الهوائية ومش عارب ايه ودي ما يدخلش فيها الهواء وان دخل فيها جرم يعمل فيه مش حالة تلتفت تلاقيه يقعد يكح يكح ايه؟ ايه؟ تبقى اسمها دي ايه؟ غريزة غريزة مش محكومة بايه؟ بالعقل الاختياري ولذلك تلاقيها كلها صحة 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 محكومة بالغريز احنا قلنا زمان من الحيوان اذا جبت له اكل وكل وبعدين جبت له عود برسيم واحد وقلت له كل دي شو ممكن اقتل؟ تضربه ولا ما تضربوش ايه؟ مغبرش ياه طب تعالى للانسان كده بعد ما ملاهب وقول له يا سلام انت ما دوقتش الكوبابة دي ما دوقتش حتة الكوبتة دي انت ما دوقتش الله الله والعمال هي ليه الامراض فينا اكثر من الامراض في البهاي ما هو لان اختيارنا عمال بيمدد هنا ويمدد هنا ويمدد هنا طب تعالي النعناع زي ما قلنا ولا الملوكية اهم ورقهم شكل بعض بس النعناع يا تماس بانه ريحته ايه؟ طب احنا ما قلناش النعناع وقلنا الملوكين لازم هم جربوا ده ولا قولة اوحش اوي ماوش معمول كده وديه يبقى ايه؟ طب تعالى بقى هاتشجرة النعناع كده قدام الجموسة او الحمار وهاتنجيل ناشف وحطوهم قدامه كده يروح لايه؟ ويسيب المراعرع ده المناعرع ده بالغريزة ده ما ينفعناش خلاص انتهت المسألة اذا اللي محكوم بالغريزة مملوك ولا لا ويبقى يجي النظام ولا لا وإلا اذا كان مختاركة الدنيا تتلقبط كلها كل الدنيا تتلقبط يبقى المقومات الحياة معمولة بالايه؟ بالغريزة بقوانين هذه القوانين موجودة في الكود عرفناها او معرفنهاش انها هي بتخدمني الكهرابة كانت موجودة قبل ما ننتفع بيها ولا لا موجودة انما بعدين انتفعنا بيها وعملنا كده وعملنا كده وعملنا فيه حاجات كتير بتاع الجاذبية موجودة في الكون من زمان ولا لا مش موجود طب ده السماء والارض والدنيا كلها موجود انما ما انتبهناش ايه؟ ما انتبهناش له الانسان واحد من هذا الكون الا انه يتميز بشيء يتميز بانه له جهة اختيار في بعض الافعال وله جهة قهر في البعض الاخر يبقى شارك الكون في القهر خلاص؟ اللي هي العملية اللي لما نزلت الرزة دي بيعوكم الغريدة تكوح وتكوح الحجمت ايه؟ تطلع مثلا سلم وانت مثلا قلبك ضعيف ولا اي حاجة تلتفي تلاقي ايه؟ بلا شعور نهاجت معناها ايه دي؟ ده كده بغريزة ليه؟ لان الرئة ما بتديش الاكسوجين اللي يعملك دم يناسب الايه؟ تقوم تعمل ايه؟ تحاول تاخد على طول عايز تدخل هوا ايه كده؟ انما لما بتمشي عادي ولا بتعمل كده ولا بتاع الهوا بيخرج من غير ما تشعر به ولا لا يبقى اللي محكم بالغريزة ماشي ايه؟ ماشي طوال احنا برضو ضربنا مثلا ان مثلا الانسة من الحيوان والذكر خلي زكر كده يشوف انسة ويجي ناحيتها ويشم كده اذا وجدها حامل ماذا يصنعها؟ طب هتها بالنسبة لله مش عايزين نكمل بقى ليه؟ لان بالغريزة ان العملية الجنسية بين الزكر والانسة لحفظ النوع ومدام حملت الانسة يبقى الفعل يقول ما للشغلة عندها ولا هي تباله محكم بالغريزة او لا لا اذا فالامور ما دون الانسان جمادا ونباتا وحيوانا كلها محكمة بالايه؟ والانسان منقسم قسمين محكوم بالغريزة في اشياء ومحكوم بالاختيار في اشياء محكوم بالغريزة انت بالله هل اعدت انت مرة كده قلت يلا نتنفس يا ولا حصل طب ان كنت هتقعد تعملها عملية اختيارية وتتنفس طب اذا نمت من يعملها لك ان شاء الله اذا من نكمل لها انها ايه؟ عمر غريزي تتعمل لك وانت ناج اذا من رحمة الله ان انا اكون غريزة في بعض الايه؟ في بعض الاشياء وبعدين في الاشياء اللي ربنا هيكلفني بها يقولك هذا مناط الاختيار افعل ولا تفعل يبقى مناط الاختيار في جزء ومناط التسخير في ايه؟ جزء اه يبقى اذا الانسان مشترك مع الكون الذي دونه في اشياء قهرية تحدث فيه بدون رأي منه وبدون اختيار وبدون بتاعه وبعد العقل اداله حتة اختيار عشان يختار بين البديلات تقولك يعمل دي احسن من دي العقل بقى مو دي اللي فيها الايه؟ التكليل لكن هل انعزل الانسان بالاختيار فيه عن الكون؟ ما في قوانين عملة تحكمه زي ما بتحكم الايه؟ زي ما بتحكم الكون كل نيجا عندي يخذوا ما اتيتم بقوة يعني بجد واجدها ديش عارف ايه وبتاعه انا اقول الكلام ده انما بعد العلم ما ابتدأ يورينا طاقة القوة في الكون في العالم المادي اللي هو الايه؟ المسخر الغريزي اللي بعيد عني يقولك ده القوة دي اللي بتاعه ازاي؟ قالك ان كل جسم دي بقى اللي جابها نيوتن لو قرأتوا بقى انتم ان شاء الله قانون الجاذبية والقانون الاول والثاني والثالث توم تلاقي جمع؟ ام قالك كل جسم يظل على ما هو عليه فان كان ساكنا يظل الى ان يأتي ايه؟ محرك طب ان كان متحرك يظل متحركا الى ان يصدمه صعدا او يمسكه مأسك خلاص كده؟ يبقى ايه؟ قد القضية بقى العامة ان كل جسم يظل على حاله ان كان ساكن يفضل ساكن الى ان يحرك ومحرك غيره وان كان متحرك يظل متحركا الى ان يسكتع غيره خلاص كده؟ ام قالك لما جوم العلم بقى يسموا هذه المسألة ام قالك ده يسموها يمكن هتفتكروها انتم اللي درسهم يسموها القصور الايه؟ الزاتش خلاص؟ او العطالة القصور الزاتي او الايه؟ الاسم العلمي او الايه العطالة يعني الساكن يعطل عن الحركة الا ان يحركه محرك والمتحرك يعطل عن السكون الا ان يوقفه خلاص دي؟ اسمها ايه؟ قصور الايه؟ الزاتش او العطالة هل او دياً في حياتنا بنشوفها كله؟ قالك ازاي؟ انت اذا ركبت سيارة ممكن كلنا تعرض لهذه المسألة ساعة ما تركب سيارة انت قاعد وثابت مش كده؟ والسيارة لكنك شيء والسيارة شيء مش كده ولا لا؟ انت شيء والسيارة ايه؟ شيء اخر فساعة السيارة ما تيجي تقوم تبقى السيارة تحركت للامام وانت لسه ايه؟ ساكن لانها تحركت قبل ان تحركك وانت كنت ساكن تفضل ساكن الى ان يحركك محرك الفترة بقى اديا على ما تتحرك تروح انت جاي لورا كده بالقدر اللي هي ايه؟ طب وانكات ماشي وراح ضرب فرمالة جندي ماشي ما نوياها ويا السيارة هي ما تتحركة او لا لا انا تابع لها في الحركة اب انا ايضا متحرك فلما يجي وافح كده بالفرمالة ايه اللي يحصل انت تفضل متحرك تفضل ايه؟ يبقى عارفنا المسألة الساكن ايه؟ يظل ساكنا الى ان يحركه ايه؟ محرك طبعا والمتحرك يظل الى ان يوقفه؟ قلق كده؟ حال اوش احنا يمكن شوفنا حواه كتير بيعمله عمليات كده عشان يسحلوا اعيون الناس يحط ايه؟ ترابيزة وعلاها مفرش بس المفرش يكون لامع كده واملس وبعدين يحط على ايه؟ اطباق وكبيات ومش عارب ايه؟ وبعدين يروح عامل ايه؟ العمل الحركة بقى الخفيفة يوم يشد المفرش ويفضل الاطباق زي ما ليه؟ لان المفرش والاطباق والكباق شيء اخر فانت لما حركت البتاع بسرعة متحركش لك افضل على سكون ولا لا يوم يعمل دي يقولك والذلك ينسى يقولك ما تعملهاش انت حتى انت كسبر الدنيا لان دي عايزة ايه؟ عايزة شفة ايه؟ يبقى ايزا انتهينا على ان الساكنة يظل ساكنا الى ان يوجد له ايه؟ محرك والمتحرك يظل ايه؟ لما جيه نيوتن حب يعمل اه مقارنة بين القوة والحركة والعطالة اللي ترجموله جابوا حركة وعطالة فاهمين ان العطالة يعني التعطل ده العطالة ان يظل على ما هو عليه ساكنا كان او يبقى كلمة متحرك ما تجيش بالتلاتة ابدا يبقى ينبط القوة بالايه؟ بالعطالة تحركا او ايه؟ انما بقى اللي واخدوا العلم كده اشوطة كده يعملها ايه هي؟ متحرك وايه؟ حركة وعطالة وقوة نقول له لا هي قوة وعطالة العطالة يعني ايه؟ الساكنوا يتعطلوا عن الحركة والمتحركوا يتعطلوا عن السكون قال لك اهديا القضية المادية اللي في الكون اللي خدمت العلم الفضاء كله علم الفضاء بتاع سفن الايه؟ الفضاء والصواريخ والعملية دي والسفنة تقعد لها كذا سنة ايه؟ طب بالله السفنة تقعد كذا سنة ماشية اين الوقود؟ ده هي حجمه ما يسعشي الوقود اللي يخليها تيمشي كم سنة دي حجمها مفيش لا مفيش وقود يكون مفيش وقود خالص الله امال ايه؟ ازاي؟ امالك بقانون القصور الذاتية او العطالة ازاي؟ القوة بس تعمل ايه؟ تدفع السفينة الى ام تخرج الى الفضاء الكوني ومدام قذفتها بقوة كده الى الفضاء الكوني تبقى حركته تظل متحركة ما لم يوقفها موقف وتفضل دايرة العمر قالك دا دي بنشوفها احنا هات واحد كده معه مسدس ويطلق رصاصة ساعة ما يطلق الرصاصة تقوم الرصاصة بقوة الطلقة تمشي مسافة وبعدين تقع في الاخر ولا لا ان لم يوجد حاجة تصدها تصدها يبقى وجد موقف للحركة ما وجدت حاجة تصدها هل تفضل ماشى طوالي؟ يقول له لا هتقع طب وليه بقى قالك لان اصل بيقابلها هوا يصادم الحركة يقعد يصادم في حركتها في حركتها لحد ما تحفى تروح وقعها لكن في الفضاء الاعلى مفيش هاول تبقى تفضل ماشى ولا لا يبقى قانون العطالة تعمل ايه متحرك يظل متحرك ما لم يوقفهم قال له طب اما للصواريخ اللي بتبقى وايه الصواريخ بتعمل ايه قال لك الصواريخ دي فقط عملها انها تزود السرعة او ايه تقلل السرعة او تودها في الاتجاهات بس انما اخذ السفينة ماخذ بقانون الايه القصور الزاتي او العطالة المتحرك ويظل متحركا ما لم ايه يوقف ولما بتجي الطلقة من عندنا في المسدس في الهوى الهوى بيقابلها ولا لا فبيضعف يضعف يضعف لحد ما ايه لكن هناك مفيش هوا خاص هناك مفيش ايه ولذلك الصواريخ لما يحطوا فيها وقود ويعملوا في اخرها حاجة يسموها يعني عين اسمها الغاز المتفلت هي في الاخر كده اللي بتشوف انت في النفسات كده غاز متفلت في الاخر اما انك اهو الغاز المتفلت دي خاد القانون الثالث من قوانين نيوت اللي هو ايه كل فعل له رد فعل مساويه ومضادله في الاتجاه الغاز المتفلت ده لما سخن انطلع من ورا لما طلع من ورا بقوة فيه رد فعل من الله رد الفعل يزوق مين يزوق الصاروخ لايه لقدام من الغاز الايه اللي بيسموه الغاز طب ده خلاص فهمنا اذي القضية كلها القضية المادية وبما انني فيها مادية ومعنوية فيها مادية ومعنوية المادية ان حبة الروبز دخلت عندي دخلت يبقى لازم فيه رد فعلي يساوي المتفلت ايه ماتون ترد يبقى فيها من المادية ام قالي去 طيبء ايه التميز بها عن الكون كله المعنويات اللى انت بتتميز بها عن الكون كله مدام الساكن يظل ساكن مش كده الى ان يحركه محرك والمتحرك يظل متحركا الى ان يسكنه ايه تقول له طب والقوى الاخترياء والمعاني والقيم تعال فقى المتدينين وغير المتدينين غير المتدينين يعملوا ايه في حاجات ساكنين عنها لا يتحركون اليها ما بيصليش مش كده ولا لا ما بيزقينش ما بيعملش حسن ما بيقولش كلمة معروف يبقى الغرائز بتاعته ساكنة في دي والمت يبقى عايزين نحركها للصلاة ولا للخير يبقى عايزة ايه عايزة قوة بقى قوة اتطلعها طيب تعال بقى افرض انه واحد بيشرب خم واحد بيزمي واحد بيسرق واحد بيرتشك يبقى عنده حركة احنا عايزين نعمل ايه الحركة تفضل حركة الى ان يوجد لها ايه وسكن نقوم نقول بيبقى الانسان فيه افعالية الاقتيارية عايز حكس الاتنين ان كان ساكنا عن فعل الخير نجيب له قوة تحركه خلاص طب وان كان متحرك الى الشر نجيب له قوة اللي يعمل كده ايه المنهج افعل كذا ولا تفعل كذا اللي اجابت ايه جابت الاتنين اللي مش خبيت عن الصلاة وساكن عنها كده نقول له ايه واللي رايح للامار ورايح للمشاعدة متحرك ما يمكنش ياقف الا اجابت له قوة اذا القوة الشرعية في المنهج افعل عشان يعمل ايه ليحرك الساكن لا تفعل ليوقف المتحرك بس الساكن هناك في الخير والمتحرك هنا في الايه يبقى قول الله سبحانه خذوا ما اتيناكم بقوة قوة علشان الخير اللي ساكن فيك هو يتحرك وقوة عشان المتحرك فلك الشر ايه يبقى ايه يبقى يقف اثنة فاهمت اول واذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة لان ما كنتش هتقبل على المنهج بقوة مش هتغدر لا تحرك الساكن ولا تسكن الايه حي المتحرك خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه اذكروا ما فيه الذي يهيجكم الى القوة الفاعلة للخير والذي يكفكم عن الايه عن الحركة المقبلة على الايه على الشر في كل جزئيات واذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة يبقى حطها تحت قوة بقى دي ايه ويا ربا ان الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الكافرين علشان يبينوا لنا المستغلق علينا في كتاب الله خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ونحن الله بقى لا ينشئ فيكم فطرة جديدة وانما انتم من قديم مفتورون على الفطرة السليمة التي تلفتكم الى ان لهذا العالم صالح العالم ده نجم كله صالح فكل جراتنا وكل اتجاهاتنا فلسفة حينما بحثوا وراء المادة واغلب الفلسفة كانوا يعني مش مؤمنين ولا حان بحثوا وراء ايه وراء المادة بحثيكم وراء المادة ده ايه اللي خلاهم يقولوا انه وراء المادة شيء يلا نبحث عنه مش لما تبحث عن موراء المادة تكون عرفت ان فيه وراء المادة شيء وانت بتبحث عن ايه عن هذا الشيء لو ما عرفتش ان وراء المادة شيء كنت تبحث فيما وراء المادة انت بتبحث فيما وراء المادة اللي هو الميتافيزيقة علشان ايه ليه لان انت معتقد ان وراء العملية دي عملية ليه ام قالك لان الانسان طرأ على كون الانسان طرأ على كون هذا الكون مهندس هندسة حكيمة ومخلوق بقوة لا يوجد لتجمعات قوى البشر مثلها تجمعات قوى البشر مثلها وحناخد بس مظهرية من مظهرية النور والظلمة ده علشان مصباح كهرباء نمرز كمسة مصباح نمرز ايه كمسة شوف بقى الأجهزة العلمية اللي وراها وقاديسون عمل ايه وقاعد كم سنة يغترى ويكتشف وبعدين يعمل طاقة مولدة للكهرباء وبعدين يعمل زجاجة مفرغة علشان مش عارب ايه وبعدين يعمل سلك سالب وسأل الله وعلشان يعمل ايه لمبة نمرز كمسة كل المادة اللي استعملها دي عايزة ناس يستنبطوها من الكون اسلك عايزين يستنبطوها من الجبال وياخذ المعادن وشوف ايه اللي يطرق و ايه اللي ما يطرق وبعدين عايزين النار عشان تصهر وعايزين النار دي ساحبي يصحب وعلماء قاعدين وكليات ودارسين وباحثين عشان يعملوا لنا ايه لمبة نمرز خمسة عمرها قد ايه على طول تنحرق وتتعمل قوة غيرها طب الشمس دي بقى قولي بقى يا عمي ايش الحكاية دي ايش الحكاية دي اللي عملة بتمدينا هذا المدى دي بقى لازم تعطل خالق يناسب ضخامة ما تصنع لان منطعش تديني مثلا اه حاجة في قطرها كام اتنين متر نصف القطرة اتنين متر طب ان كانت نمرت عشرة وان كانت كاذي طب اللي عملة بتنور نص الدنيا دي ومش بتتعطل النص التاني بتنور القسم الاخر المقابل تدي هنا وتدي ايه يبقى ما تبطلش ابدا ما بتبطلش وبعدين لمعمل ولا اي حد ادعى انه عملها لانه ينكتف انه يدعى انه عملها واذ تأزدان ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم والكلام بالنسبة لبني اسرائيل الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا انهم مع كونهم مختارين في ان يفعلوا فان مواقفهم الايمانية ستظل متقلبة مترددة ولن يهدأ لهم حال في الفساد ولذلك يصلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ولماذا لانهم منسوبون لدين ايسوم الله العذاب للكافر به وللملحد لا لانه بكفره وإلحاده خرج عن هذه الدائرة ولكن المنسوب لله ديانة والمنسوب لله رسالة كتابا اذا فسد مع كون الناس يعلمون عنه انه تابع لنبي وان له كتاب يبقى اسوة سيئة في الفساد للناس فاذا ما سلط الله عليهم فانما يصلط عليهم لا لاجل الفساد فقط ولكن لانه فساد منسوب لمن هو منسوب الى الله واذا تأزن ربك المادة كلها تفيد الاعلام ازن المؤزن يعني اعلمنا بدخول الوقت فأزن مؤزن بينهم ان كذا يبقى اعلمهم فكلها جاءت من ناحية الاذن ليه قال لك لان الاذن هي وسيلة الاعلام الاولى قد يقرأ الانسان فيعلم ولكنه لا يقرأ ليعلم الا بعد ان يتعلم كيف يقرأ وكيف يكتب وتعلمه كيف يقرأ وكيف يكتب لا بد ان يسمع لا بد ان يسمع الابجدية الف باء تاء ثاء وبعد ذلك يقول له كتب مكونة من الكاف والتاء والباء اذا فهو لا يعلم بقراءة الا ان يتعلم الكراءة والكتابة بوسيلة هي السماع يبقى ازن الاذن هي كلها ايه مناة الاعلام الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن خلقنا قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا سميهم اميين يعني منسوب ما عندهمش حاجة ابدا وبعدين عمل ايه خلق لنا وسائل العلم بان عمل ايه جعل لنا السمح والابصار والافئدة اذا هي وسائل العلم سمح وابصار وافئدة كلام ومن العجيب ان ترتبها في اداء وظيفتها بهذا الترتيب ايضا ليه قال لك لان الانسان من اذا كله وليد كما قلنا سابقا ثم جاء بعد ميلاده ووضع اصبعه امام عينه فانه لا يطرف ما يرمش ليه لان عينه لسه ما ادتش مهمة الرؤية ما تؤدش مهمة الرؤية الا بعد مدة من ثلاث يام لعشرة لكنك اذا جئت في اذنه وصرخت انفعت يبقى دليل على ان اذنه ادت ايه وعينه لم تؤدي مهمة الرؤية الا بعد مدة يبقى الاول يجي ايه يجي السمع وبعدين يجي ومن السمع والبصر تتكون المعلومات فتنشأ عنده معلومات عقلية يجي مثلا يقول له اياك ان تقبل على هذه النار لا تحرقك يوم ما يصدقش ومنظر النار يجذبه يوم يعمل ايه يجي كده فتلسعه مرة واحدة انتهى كل شيء بعد ما لسعته النار مرة واحدة ما عادش في حاجة الى ان تتكرر نقول له النار محرقة يقول ايه اتكونت عنده معلومة ايه عقلية يبقى الاول يجي مين السمع وبعدين الابصار وبعدين تجي مين الابصار يبقى دي ولذلك قال لعلكم تشكرون تشكرون ايه ان الله امدكم بوسائل العلم ليخرجكم عن اميتكم كويس او احنا قلنا زمان ان الاعجاز في انه رتب هذا لم نعلم ذلك الا بعد دراسة وظائف الاعضاء ومتى يؤدي العضوذ تقريب اوش انما ربنا جابها كده السمع والايه والابصار والابصار وهناك لفتة اعجازية اخرى وهو ان الحق حينما تكلم عن وسائل العلم تكلم عن السمع بالافراد وعن الابصار بالجمع مع ان دي اهلة ودي اهلة وكان السمع يقول والبصر الابصار يقول الاسماع برضو اعجاز اخر لان المتكلمة هو الله ليه ام قال لك لان السمع هي الاهلة التي تلتقط الاسوات وليس لها سد من طبيعتها يعني مفيش حاجة في الودن كده لما تنتقى تحس تسمع تقوم تتحرك كده وتسد الودن لازم تعمل كده انما العين غير كده العين ما انتش عايز تشوف حاجة في طبيعة تكوينها حجار يغمط الله اذا فانت اذا صوت صوت به الكل يسمعه اذا فالسمع مناطه واحد لكن في منظر من المناظر انت عايز تشوفه فاتفتح واني مش عايز اشوفه اغمط يبقى الابصار بتتعدد من رأيها ولا ما تتعددش يبقى لازم فيه سمع واحد لان السمع الاختيار ليه في ان اسمع او لا اسمع انما البصل ليه اختيار في ان ايه اسمع ارى او لا ايه او لا ارى يبقى عمدنا الاول ترتبها سمعا وابصارا وافئلة موافق لوظائف الاهضاء كما وصل اليها العلم والحديث خلاص وبعد ذلك افرد هذا وجمع هذا مع انهم مهمة واحدة كان الاصول يقول السمع والايه او قالك الا ايه واحدة جت في القرآن ان السمع والبصر والفؤاد كله اولئك كان عنه ام قالك لا انا دي في المسئولية الفردية الزاتية في المسئولية ايه الفردية الزاتية كل واحد يبقى مسئول عن سمع وعن مين مش انا مسئول عن ابصار الناس لا انا بقى مسئول عن سمع وايه وكل مادة السمع تقدمت وبعدها مادة البصر برضو الا في ايه واحدة ايه هي لما تيجي تقوم القيامة ربنا ابصرنا وسمعنا قدم مادة ايه الابصار عن مادة ايه ليه لان ساعة هول القيامة يما ييجي حنشوف تغير في الكون قبل ما نسمع حاجة يبقى لازم تيجي ايه دي ايه وتقدمها واذ تأزن ربك يعني كلها من الازن تأزن يعني اعلم الله اعلاما مؤكدا انت يا بني اسرائيل ستظلون على انحراف دائم ولذلك سيصلط الله عليكم ايه من يسومكم ذوء العذاب اما من جهة ايمانية كما حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بهم في ايه بني النظير وقينقاع وخيبر والعملية دي كله او ان يصلط عليهم مش واحد متدين ملحوق به لا ظالم اخر يظلمهم وكذلك نولي بعض الظالمين ايه زي ما حصل لنبخد نصر عمل فيهم ايه وزي ما حصل لهتلر هو هتلر كان مؤمن بالاسلام انما اه سواهم اذ واذ تأذن ربك اي اعلم ربك اعلاما مؤكدة طب وايش اعلام مؤكدة دي ام قالك لان البشر قد يعلمون بشي ولكن قدرتهم مش مضمونة علشان يعملوا اللي ايه اللي اعلاموا بيه انت اعلام تقول انا هقابل فلان واك واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبعد ان يجي بكرة تكون موت يجي بكرة يكون دوكامات يجي بكرة تبقى مريض ما تروحش اذا اعلمت انت بشيء لا تملك ادوات التنفيذ انما حين يعلم الله يبقى مالك ادوات التنفيذ يبقى يعلم مؤكد ولا مش مؤكد ولذلك يعلم بالشيء والظروف المحيطة به لا تساعد على ان يحصل صحابة رسول الله في الاول المستضعفين واتبعوا النبي لم يستطيعوا ان يحموا انفسهم من ابتهاد المشركين والكافرين وبقى كل واحد يدوره على حطة ايه يأمن فيه يروح الحبشة يروح لوكن واحد يحكم بيه يقول له انا طنيبك ضعاف فينزل الله في هذا الجو اللي المسلمين كضعاف مش قادرين يعملوا حاجة يقوم يقول لي لرسول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر الله الله ده احنا مش قادرين نعمل نفسنا ولذلك عمر يقول ايه جمع هذا احنا مش قادرين نعمل ايه ولكن الله اعلم بذلك وهو قادر على انفاز ما اعلم به على وفق ما اعلم لانه لا يوجد اله اخر يصادمه يقول له لا دي ما تمشيش اذا واذا تأزم ربك يعني اعلم اعلاما ايه مؤكدا والاعلام المؤكد حيثيته ايه ان مفيش قوة تانية ايه تمنع ولا قدرته تنقس ولا حكمته ولا اي حاجة واذا تأزم ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة اذا من يسومهم سوء العذاب يكون بنص القرآن مبعوث لا يبعثن عليهم ام مبعوث ام قال لك هو مبعوث يعني ربنا قال له رحة لا ده مخلم بينهم وبينهم فلا يمنعهم الله منه انما هو يعني كده باختياره يعني مش ربنا بعته علشان لا هو يصنعه بايه باختياره زي ايه ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم ازا ارسلهم الله لهذه المهمة ام خلى بينهم وبين الذين استمعون اليهم يبقى خلى بينهم واستأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة الله كلمة الى يوم القيامة تفيد ان هذا العنصر سيبقى في الكون خميرة عكتنا الى ان تقوم الساعة ام قال لك طب قلبي ليه الحكاة دي قال لي ديه كمهمة الشر في الوجود ايه مهمة الشر في الوجود ام قال لك لولا ان الشر موجود في الوجود ويعفض الناس بمسوقه وإفساداته ما كليش الناس تتهافت على الحق وعلى الخير يبقى الشر جاية عشان يعمل ايه عشان يعفض الناس بآلامه وإفساده يقوم نسول يا سلام لا نعمل كذا نعمل اذا الذي يهيج على الخير ايه هو وجود الشر ان موجودش الشر يبقى الناس ولذلك تجد ان اقوى ما يكون الاسلام انفعالات مواجيد في الناس ونزوع حركي الا حين يجدون شيئا يضطهد قضية الاسلام تلتفت تلاقي كلهم ايه اللي يجي ضد الاسلام ويعمل اي حاجة اولا التفت تلاقي المسلمين ايه اذا مهمة الايه مهمة الشر في الوجود انه من عناصر الخير في الوجود ومهمة الباطل في الوجود انه من عناصر الحق في الوجود لان الباطل لما يعم كده وبعد ذلك الناس تضايق منه تقوم تفع ايديها وتقول يا ناس اعملوا كذا يا ناس اعملوا كذا انما لو ما حصلش دي ما نقبلش على الخير وعلى الحق بايه بحمية وحرارة واذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب يسوم من مادتها سامة وسامة دي نسمعها كده في البهائم السائمة ايه بهائم سائمة يعني مش مم مش مملوكة علشان انا نقعد اجيب لها اكلها نيه هي تربع في الكون كده وات ايه واتدور على اكلها يشوف حتة حشش هنا يشوف ورقة شجر يشوف اسمها ايه سائمة سائمة ايه هي التي تطلب مقومات حياتها مش صاحبها اللي يروح يجاهز لها مقومات حياتها اللي بيطربته من البهائم اللي بتطربته ولا تبقى السائمة بنعمل لها ايه بنجاهز لها فلها ونجاهز لها برسمها ونجاهز لها مش عادي لكن اللي مطروكة كده في الايه في الخالة ترعى فيه تاكل دي تاكل دي تبقى تبقى اصل سامة ايه طلبة من يسومهم سوء العذاب طب قولي كده تبقى العبارة ايه واذ تأزن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيام من يسومهم سوء العذاب طب سامة يعني طلب البهائمة سائمة يعني بتطلب ايه رزقها واكلها قال لك سامة اي طلب العذاب لهم طلبة هو العذاب طب انت تقلب العذاب الا تكون بعد ان افرغت قوتك في التعذيب تقول هذا ليس كافر انا عايز اطلب تاني من ايه ممن يقدروا على العذاب ان ايه طلب العذاب معناها ايه عذب هو ولا اكتفاش بانه عذب بل طلب لهم عذابا ايه عذابا اخر من يسومهم سوء العذاب اي العذاب السيء العذاب الشديد ان ربك لسريع العقاب معنى سرعة الشيء هي ان تأخذ زملا اقل مما يتوقع له ولذلك انت بعدت واحد مشوار يوم يجيلك على طول تقول له انت جيت سريع يعني انا كنت مقدر انك تجي بعد ايه ساعة انت جيت بعد ايه يبقى اختصر مين اختصر الزمن اختصر ايه الوقت نقول له طيب هو سريع الايقاب بتاع الدنيا او بتاع الاخره ان كان بتاع الدنيا ايه ايه تبقى برضو سريع الايقاب ساعة ما يعملوا حاجة يصلت عليهم ولا في الاخر ايه ام قالك الله طب ما هي الاخره برضو فيها سرعة ام قالك ليه قالك لان مسافة كل انسان الى العذاب مش عمر الدنيا لا بمجرد ان يموت بمجرد طب وهو يموت لها سبب ولا لها عمري ولا لها ينتظر فاعد ايه وذلك قالك اخواني بنتظر الرجل يجي يصلح الحط بتاعه ينتظر الموت فيها الرجل يضمط عينه كده قبل ما يفتح يمكن يجيله الموت فيه يبقى مدام من مات فقد قامت قيامته يبقى فيه سرعة لحساب الاخره ولا لأ طيب خلينا قد بعضينه وحنفضل كده لحد ما اخر واحد في الخلق يموت يقول له برضو سريع ليه ام قالك لان كل لحظة بتمر منك تقربك من العقاب كل لحظة تمر خلي عمر الدنيا مليون سنة اما يمر يوم يبقى بقت مليون اللي ايه اللي يوم تبقى تقرب ولا ما تقربش اذا اللي آت يبقى كل آت قريب كل آت قريب ان ربك لسريع الاعقاب طيب سريع الاعقاب وانه لغفور الرحيم طب ده المسألة مفاش رحمة ده واستأزن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسهمه مناسب لها ايه سريع الاعقاب طب ودي جاء ليه هنا بقى شو بقى لان اللي بتكلم الى لانه لما قال سريع الاعقاب بقولك انا بأسرع بعقاب المفسدين والظالمين لاني غفور بالمرحومين الذين يظلمون يبقى يبقى اذا دخل في الرحمة ولا لا اللي بيعمل فساد ربنا بيسرع له بالعقاب لانه ايه غفور ورحيم ومش عايز الناس يتعذبهم يقوم يسرع بمين يسرع بالعقاب علشان ايه او ان الله زي ما قال سريع الاعقاب بدي يجيب المقابل عشان يشجعني بقى لان ادخل لرعيه للرحمة اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ جاب ايز تانية واحدة ايز تانية ديك هو قالوا وإز نتقنا الجبل فوقه هنا بقى ايز برضو وإز هنا اذا قيلت يبقى منصرفة الى ايه؟ الى الزمن اذكر وقتا ان فعل الله كذا اذكر اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى هنا وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فيه اخذ هو مين؟ خلينا كده وإذ اخذ ايه؟ ربك والمأخذ منه مين؟ من بني آدم يبقى الاخذ هو مين؟ الله ربك والمأخذ منه مين؟ طب والمأخوذ حياخذ ايه من بني آدم؟ ربنا حياخذ ايه من بني آدم؟ نشوف كده النصر وإذ اخذ ربك قد الآخذ من بني آدم قد المأخذ منه اخذ ايه منهم؟ زريتهم خلاص كده؟ هرفنا العناصر هاي؟ خدوا لأنه هنا بشوية مطبات عايزين نفهمها كويس وإذ اخذ ربك الرب هو الاخذ من بني آدم بني آدم مأخوذ منهم طب والمأخوذ ايه يا ربنا الزرية؟ زرية مين؟ زرية بني آدم طب نشوف بني آدم دول هم ايه؟ بني آدم اولاد آدم من لدنه الى ان تقوم الايه؟ طب وزريته هم ايه؟ وزريت آدم هم ايه؟ طب هم برضو الله برضو اولاده من لدنه الى ان تقومه؟ يبقى هنا اتحدى المأخوذ والمأخوذ منهم مفهوم؟ مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ اوه وإذ اخذ ربك الله هو الاخذ اخذ من مين؟ اخذ ايه؟ زريتهم طب نشوف بني آدم اللي هو مين؟ هم مين؟ من اولاد آدم الى ان تقوم مين؟ ساعة طب وزريتهم اللي هم مين؟ طب ما هم برضو اولاد آدم الى ان تقوم الساعة يبقى اتحدى المأخوذ ايه؟ والمأخوذ منهم مفهوم الكلام ده؟ يبقى لازم نشوف هنا تصريف في هذا النفس لانه يشترف ان يكون المأخوذ منه كلا والمأخوذ بعضه انا اخذت منك كذا يبقى المأخوذ ايه؟ المأخوذ منه الكل والمأخوذ بنفسه البعض انما هنا المأخوذ هو عينه الايه؟ المأخوذ منه ام قال لك جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فازال الاشكال في هذه الاية قال ايه؟ ان الله مسح على ظهر ادم واخرج من صلبه زريته مسح على ظهر ادم واخرج من صلب زريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى الله اذا زريت ادم اتخذت من ايه؟ اه قال لك فابتعال بقى نشوف كده هو احنا زي ما قلنا زمان انا مثلا ولدت من ابي قبل ان تحمل بي امي كنت ايه؟ زرة في ظهره؟ ام وابويه كان زرة في ظهره؟ وابوه كان زرة في ظهره لحد مين بقى ان شاء الله؟ لحد ادم يبقى كل واحد مأخوذ من ظهره زرية كل واحد مأخوذ من ظهره ايه؟ بس فيه ناس يؤخذونه كزرية ولا يؤخذوا منهم اللي هم مين؟ اللي هيبقى اخر جيل اللي هتقوم عليه الساعة اللي مش هيخلف بقى يبقى فيه واحد يبقى مأخذ ومأخوذ منهم مش كده؟ ادم مأخوذ منه ولكن مش مأخوذ هو من حاجة لانه اول الخلق ادم يبقى ايه وصفه؟ مأخوذ منه الظرية اللي بعده لكن هوت مش مأخوذ من حد لانه اتخلق من ايه؟ على الاول طب واخر ولد له ان حين تقوم الساعة يبقى مأخوذ وليس مأخوذ منه مش كده ولا لأ لان انقطع الناس طب وما بين الاب واخر ولده مأخوذ ومأخوذ منه اذا فكل واحد مأخوذ ومأخوذ ايه؟ منه يبقى هنا المعنى استقام ولا ما استقامش ايه؟ المعنى استقام وهو ان كل واحد مأخوذ ومأخوذ ايه؟ او ثانيا لاعتراضه يقول الله واذ اخذ ربك فهذا هو الاخذ من بني ادم هذا هو المأخوذ ذريتهم من ظهورهم ذريتهم يبقى قدل ايه؟ ده كالمأخوذ منه وده المأخوذ يبقى ثلاثة اخذ ومأخوذ منهم ما المأخوذ منهم؟ بني ادم وبني ادم اللي هو من مين؟ من اول اولاد ادم للاخ طب والزرية اللي هم مين؟ هم برضو اولاد ادم يبقى اتخذ المأخوذ اتخذ المأخوذ والمأخوذ منه حلوا لنا الاشكال ده بقى نقول له ده على اسلهم حيب وثلاث اكساب النبي رح ليله قال ان ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر ادم صلبه كده واخرج منه الايه؟ الزرية وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى يبقى كل زر من الزرات اتخذت مما قبلها واتخذ منها ما بعدها يبقى ايزا هي كلها مأخوذ ومأخوذ منه اللهم الا القوسين القسن هو؟ القسن اول ادم لانه مأخوذ منه وليس مأخوذا من شيء واخر ولد من اولاده يبقى ايه؟ مأخوذ وليس مأخوذا ايه؟ يبقى مشهة مأخوذ ومأخوذ ايه؟ مأخوذ منه طب وتيجي ديجي ازاي دي؟ ام قال لت تعالى بقى لأي شجرة تفاح ولا شجرة غلة الغلة اللي احنا بنزرعها ليه؟ واخدين التقاوي بتاعتها من ايه؟ من المخزن طب والغلة اللي جابت التقاوي واخدين اصلها من ايه؟ برضو من المخزن السلسلة ماشية لحد تيمشي لحد فيه؟ زي ما مشت لحد ايه؟ يبقى فيه حبة غلة ربنا ايه؟ خلقها في الكون الاول وبقت انخذنا منها خلاص؟ تبقى الحبة الاولانية بتاعت الغلة دي ايه؟ اخذ منها ولكنها لم تؤخذ لانها هبة من الله مباشرة طب واخر حبة هتبقى الى ان تقوم الساعة هه؟ مأخوزة غير مأخوز منها خلاص كده؟ الحبة اللي انا بقولها النهاردة ما فيها الشيء من الحبات الاولانية؟ لازم فيها جزيء بسيط جدا من الحبة الاولانية ليه؟ قال لك لانا الانسان منه اللي وجد من حيوان ابيه المنوي لو ان الحيوان المنوي اصابه موتن اكان ينجب؟ يبقى اللي ولد من حيوان منوي يبقى حي اخذ من حيوان منوي حي والحيوان المنوي الحي اتخذ من مين؟ من الاب برضه؟ يبقى حي ولا مش حي؟ سلسلها الحد مين؟ يبقى اذا كل واحد منا فيه جزيء حي من لده الادم لم يدركه موته ابدا خلاص كده يبقى لما تكون زر احنا قولنا زمان الخميرة اللي بيعملوها دي بياخد من الغيف اللي خمره النهاردة ياخد حتة منه ويرميها في والعجن اللي خدنا منه الخميرة النهاردة سلسلها بقى الاول خميرة يبقى كل خميرة حتيجي يبقى فيها ايه ولذلك يقولك لما تكون تحب شيء ما ينتهيش مثلا هتعزلت المي وبعدين زمزم مثلا وبعدين يقولك يشرب منها كلهم فنجان ولما تشرب فنجان خد من الحنفية قد الفنجان وايه وحطوا عليه يبقى ليسه فيها زمزم ولا ما فيها شيء طب تاني وبكرة خد كباية وحط كباية تبضل فيها منها ولا لا يبقى اذا كل واحد من زريات ادم الى ان تقوم الساعة فيه جزيء حي من مين وكل حبة حنطة تجيلنا الى ان تقوم الساعة فيها من مين فيها من الاصل الايه يبقى لما ربنا اقول وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ما تقولش ان هو الكل دي هيبقى في ظهره ده المأخوذ منه الاساس هو اللي في ايه هو اللي في ظهره وبعدين اللي جي من ظهره ويجي من ظهره وكله وحنا ضربنا مثل زمان في تكروه كويس نأخذ سنتيمتر مكعب من مادة ملونة ونضعه في زجاجة ثم نرج الزجاجة معنى رج الزجاجة ان ايه ان اختلت السنتيمتر بايه فان اخذت قطرة من الزجاجة يبقى فيها من السنتيمتر او لا اخذ طب خدت الازادة دي ووضعتها ببرميل وقلبت البرميل كويس وبعدين خدت قطرة من البرميل يبقى فيها ولا ما فيهاك خدتوا في بحره ورميته وقلبت البحر كويس يبقى خدت او لا اه اذا التناسل التكاثري لان مدام كل شقة تكاثر يبقى وجد من اقل وجد من اقل يبقى الاقل فيه الاكثر مطمور ولا لا يبقى فيه الاكثر ايه مطمور بعد ذلك ننتقل لحتة تانية بقى ربنا اخذ من ظهور بني ادم لان المأخذ هو المأخذ منه الا ادم و الا اخر واحد طيب على الاول طب ادم سيدنا ادم لما اتخذ من ظهر الزرية وربنا خاطب الزرية الست ايه بربكم طب وهي دي كان لها نطق ولا حاجة لسه عشان تنطق ده لسه حيبقى لها تكوين اخر وبعدين تروح للبويضة وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه يقول له يا اخويا البويضة حاضنة فقط البويضة حاضنة فقط ما لهاش علاقة بالاية بالعملية انما امهات القوم اوعية مستحدثات وللاحساب اباؤه طيب يا سيدي انت مستصعب او ان ربنا يخاطبهم والله يا اخي من البشر يستطيع انه يجي يتعلم له عشر لغات وبعدين يكون عنده اربع ستات وكل ست لها لها زرية وبعدين يقعد النهاردة عند الست دي وزوريتها ويعلمها الانجليزي ودي يعلمها الايه الالماني ودي يعلمها الايه العربي ووحدة تانية ما تعرفش تتعلم يعلمها بالاشارة كده الله يبقى يستطيع ان يتفاهم معها باي ايه بحيث لو خاطب واحدة منهن او ولدا لواحدة لفهمت هي ولم يفهم الباقي اذا كان الانسان يستطيع ان يعدد وسائل الاداء يبقى ربونه ما يعددش وسائل الاداء لمخلوقاته يعدد او ويخاطب وقال يا جبال او بي معه اش قال كيه انما انت اللي تعبت او انه ازاي خطبه وانه ده البشر يستطيع انه يعمل دلالات على الاكوال مختلفة بحيث يخاطب واحدة بدلالة فلا يفهمها الايه فلا يفهمها الاكوال بدلال ايه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا بتسبح ويمين طب تقول له بتسبح من غير داود برضه كل شيء انه يسبحه بايه حتى في اين الكافر بتسبح تقول له لا بتسبح معه يعني تسبح حي وافق تسبحه يعمله كده كرس ويا بعض كل واحد يسبح بحريريته انما وسخرنا مع داود الجبال يا ايه يبقى الله يا بعض كده يا جباله او بي معه يعني ردده معه زي الكرس ما بي ايه ما بيرد وانه مش بس دي الله اذا كان ربنا اوحى الى النحن ان اتخذي من الفبان مش كده يبقى اذا لله في خلقه ادوات خطاب ما تفهمش انه ما يعرفش للغة العربية دا له خطاب بالفاظ وخطاب باشارات وخطاب بالهام وخطاب بوحي فاذا قلت انه هو قال لهم ألست بربكم يبقى هو قال لهم باللغة ما قالش للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها ثم استوى الى الايه الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت قالت اتينا طائعين مش كده حصل طيبس النملة ما كلمتش وبعدين سليمان فيهم كلامه يعني يعني لو ما كانش ربنا علم سليمان فهم كلامها ما كناش جرينا ان النملة ده تكلم قالت نملة يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم ها لا يحتمنكم سليمان وجنوده وشوفوا فهمه لان سليمان نبي مش هيعتدي على خلق من خلق الله قال لك لانك زر ضئيل جدا يدوس عليك ولو الزجال انه دوس على حاجة وهم لا الله اذن دي النبطشية دا يدبان واقف عشان يحرط الله والهدهد برضو قال ايه وجدتها وقومها يذب الله اذن الله يخاطب جميع خلقه ويجيبه جميع خلقه فما تقولش ازاي خاطب الزر والزر لسه مش مكلف والزر طب تعالى بقى العلماء اللي ما حبوسوا يدخلوا في هذه المسألة وعشان دي بعيدة عن العقل ان ربنا يخاطب الايه يخاطب الزرات دي ويقول ويقول الست بربكم قالوا بلى ام قالك دا يبدو ان المسألة المسألة تمثيل للفطرة المودعة في النفس البشرية الفطرة المودعة في الايه كأن الله اودع في النفس البشرية والذات الانسانية فطرة هذه الفطرة تؤكد له انه وان وراء هذا الكون اله مش ممكن الا يكون كده الله تبقى ايزا الفطرة واحنا قلنا ايزا ما ونهب ان طائرة وقعت بك في مكان منعزل لا فيه لا اكل ولا شرب ولا انس ولا انس ولا حاج وبعدين اصابك غم من هذه الحالة فنمت ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها اطايب الطعام والشراب بالله قبل ما تمدي ايدك مش تتلفت تشوف من اللي عملها دي ازاي قدي من اللي عمل كذلك الانسان الذي طرأ على هذا الكون الحكيم السن البديع التكويل ما كان فيه ما يسألش نفسه طب من دي احنا قلنا مبارح ان اللمدة الكهرباء عايزة ايه اجهزة لا حصر لها وعلماء لا حصر لهم وامكانيات عشان تعمل لنا بتاعه اتنور لنا ثلاثة فاربعة اوضة ثلاثة فاربعة طب ما شوف اين الشمس اللي عمال اتنور دي ولا بتكسر ولا بيجردها اي حاجة ولا بنحاول نشحنها ولا وبتنور نصف الكرة والنصف التاني برضو ايه بتنوره برضو يبقى بتنور كل الدنيا ولا مش كل الدنيا الله يبقى ما شوفش دي من اللي عمله وخصوصا لم يدعي احدا انه صنعها هو قلن خلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت الامر يا يكون الكلام ده صح فبها يا ما يكونش صح والعياذ بالله نقول طب اللي خلق فين بقى ان شاء الله ديري ان فيه واحد خد منه الصنع دي ولا نتابها لنفسه ولا مدريش والله ما كانش ديري يبقى لا نيم على ودنه دي طب وان كان ديري ما قالش لا لا داني اللي عامل ليه واذا الدعوة اذا لم يقابلها معارض يبقى تسلم لصاحبها وانه لا اله الا الله يبقى الفترة بتهدينه ان في وراء الكون العظم دي قدرة ناسب العظم دي قدرة ناسب الدقة اللي موجودة الدقة اللي احنا خدنا من دقتها موازين لدقتنا احنا خدنا من دقة موازين الكون موازين لايه الافلاك دي والافلاك دي خدنا منها ايه مكياس الزمن خدنا منها مكياس الايه الزمن ليه عملنا ليل وانهار وعملنا السملال لساعات ليه اما كدش معمولة بدقة كنا نقدر نخدها مكياس زمن طب خد ساعة كده مخلولة وبعدين تخدها عشان تعملها مكياس زمن يقولك يا شيخ ده ساعتك خربانة تبقى لازم الساعة اللي عايز اخد بها مكياس زمن لازم تقول ايه لازم تكون مضبوطة ولذلك احنا قلنا سابقا حينما تعرضنا لقول الحق سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان مش كده قلنا ان بحسبان دي وردت مرتين انه قال عليها انني جعلت الشمس والقمر ايه حسبانا وانا خلقت الشمس والقمر بحسبان يبقى احنا بناخد منها ايه الحساب نتعلموا عدد السنين والايه والحساب يعني عملناها مكياس طب احنا نعملها مكياس اللنكاتية مخلوقة بحساب ايضا يبقى الشمس والقمر بحسبان يعني مخلوقة بايه ولذلك اجعلوا الشمس والقمر ايه حسبانا يعني حساب بالشكل ده يبقى لازم كنا نلتفت على ان في قوة وراء هذا العالم تناسب عظمة هذا الايه عظمة هذا العالم لكن انا عارفه ماذا تريده هذه القوة بالعقل طب العقل هداني الى ان وراء القوة دي قوة اعلى منها هي اللي وضبتها وهي اللي وهي طب تعرف اسم القوة دي ايه اسم القوة ينعرف بالعقل نفكر كده نقول القوة دي اسمها ايه انا قلت عليها قوة نمس ما ايه من اعرفش طب عايزة ايه برضو من اعرفش يقوم كان ولا بد ان نفهم فهما اخر ان وراء الكون ده قوة والقوة دي لها مطلوبات منه المطلوبات دي نستطيع ان نفهمها بعقولنا لا يبقى لازم فيه رسول لازم ايه رسول يقول لي القوة دي اسمها ايه يقولي القوة دي اللي خلالتكم اسمها ايه الله وصفاته كيت وصفاته كيت وصفاته طب وعايز منا ايه يا سيدني عايز منكم كده وكده وما خلقته الجلنة والانسا الا ليعيق اللي يعبده هاديه امور كانت تدركه بالعقل انا اعقل ان وراء الكون قوة والقوة دي عايزة خمس اركام منا ونصلي ونصوم ما يمكنش يبقى اذا الذي يطلبه منا حكشين اتنين ايمان بقوة خالقة وراء هذا الكون هي اللي خلقته وده العقول الفطرية ايه تستوي فيه ومنهج لهذا الاله وده يبقى لازم له رسول لازم فان كانت قوة بس الفلاسفة عمله ايه ما هم الفلاسفة اللي تعبوا الدني قالك ان وراء الكون ده قوة ونبحث فيها اللي احنا سمناها الميتة ايه الميتة فيزيقة وراء الكون وراء المادة تقول له يا اخي يا فيلسوف ومن الذي قال لك ان وراء المادة شيء يجب ان تبحث عنه وان عملت مدارس عشان تبحث عن القوة اللي وراء المادة دي نقول له اهي الفطرة هي اللي قالت لك الايه الفطرة اللي قالت لك بالعقل كده لازم يكون وراء الكون ده منوال ليه لان الكبال اللي عن صفتها كتو كتو يقول دي عايزة مصانع وعلمة وامكانيات يبقى الشمس ده عايز ايه لازم عايزة قوة جامدة اوها طيب وبعدين ام قالك عايز يتصور هذه القوة الفيلسوف عايز يعمل ايه نقول له انت بقى خرفت لان فرق بين ان تتعقل الاشياء وبين ان تتصور الاشياء تعقل على العين والرأس وراء الكون قوة ايوة كان واجبك بقى تقول القوة دي مش كان منها الواجب انها تدلل على نفسك عايزة منا ايه ولا هي ايه مش كان يبقى الفيلسوف كان يجب يعمل ايه كان يجب ان هو يرهي في اذنه علشان يتطلب حد يفكر اللغزة دي القوة دي ايه وعايزة ايه هو لا ما عملش كده هو قال وراء الكون قوة وقعد يتصور هو الايه القوة ويقولك نعمل كذا ونعمل كذا من عنده نقول له هذا هو الايه التعب لانك خلطت بين تعقل وجود قوة وراء المادة وبين تصور هذه القوة وضربنا المثل اللي احب ما تنسوكش ابدا اننا اذا كنا قاعدين في حجرة والحجرة دي مسكوكة وضرب الجرز ساعة ما يضرب الجرز كلنا يجمع على ان نطارقا بالباب اسمه ايه دا تعقل انما انا استطيع ان نتصوره رجل امرأة شاب شيخ بوليس مدني عايز يعمل فين نختلف ولا ما نختلف شيء فاختلفوا في التصور وان كانوا اتحدوا في مين في التعب نبقى نقول لهم يا فلسة انتم اولى الناس بان ترهفوا ازانكم لمجيء رسول يحل لكم لغز هذا الكون والقوة اللي وراء هذا الكون وماذا تريد منها وإلا فقوة وراء الكون خلقته وبعد ذلك من يعرفش عنها حاجة لا اسمها ولا صفتها ولا مطلوبتها يبقى دا عبس في الايه عبس في الكون واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم شهادة الفطرة امر بالايه امر بالفطرة العيل الصغير اللي بعد ما يكون زره يعني بصغير كده لما ييجي يلاقى امه هي اللي بتردعه طب دا هو لما كبر كده لما تولد وجيه يرضع هو اللي قاعد يدعبس فيه ويمكن امه نامت ولا حاجة ودعبس لحد ما لقى الايه لقى البز بالفطرة كده بالغريز قال له وهديناه ويمكن امه لسه نايمة تعبت من المشعال فيه وتابت والودي عيني تقلب كده وقاعد يعمل وقاعد يعمل وقاعد يقول لقى لقى ايه ممسكش اصباح ها انما مسك ايه مسك بزه بالايه بالفطرة وبالغريز والفطرة والغريزة ديها هي اللي بتصنى في حاجات كتير في رد الفعل للعكاسة زي ما قلنا ان جيه واحد لعير صغير لسه ما فكرش ان الصابع يمكن يخزى الايه ما عرفش الحكاة دي وتخليه كده هو نواتعمله بصبعك عند عينه كده يعمل ايه يغمب من غير ما يعرف اي حاجة بمجرد ايه اما عدت مهمة الضوء يعمل الايه ايه العملية تبقى دي بالايه بالغريزة المطبوعة فيه فكذلك غرائزنا قبل ان نتكون هذا التكوين اللي له عقلونه مش عارف ايه بتاع رجال جيه دي ونحن زر تؤمن بفطرة بوجود قوة وراء هذا الكوت لازم هذه القوة ان يوجد مبلغ عنها اللي هو مين اللي هو الرسول يبقى الفطرة تدلنا على تعقل قوة والمنهج النبوي الذي يجيء بواسطة البلاغ عن الله يبين لنا الايه التكاليف المطلوبة لهذه الايه لهذه القوة واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى وبينا ان الاخذة هو الله والمأخوذ منه بني ادم والمأخوذ هم الزرية وقلنا ان الزرية هي عين بني ادم فلنخرج من هذا الاشكال نقول ادم اخذ منه ولم يؤخذ من شيء واخر واحد حين تقوم الساعة اخذ من شيء ولم يؤخذ منه شيء والباقي اخذ منه اخذ منه اخذ منه اذا الزرية هي عين هي عين بني ادم في غير القوسين واشهدهم على انفسهم يقالوا اشهدته جعلت شاهد ليه لان الشهادة على النفس لون من الاقرار ومدام الاقرار يبقى سيد الادلة لانك حين تشهد غيرا على غير يبقى فيه كلام انما انت بتشهد مين اشهدهم على انفسهم فلما اشهدهم كان الرد الطبيعي ولو ايه شهدنا طب والعملية دي اخذ عهد الفطرة وعمل العملية دي كلها وقالوا شهدنا علشان ايه الخشية ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون كأن الحق يريد ان يقطع عليهم حجة مخالفتهم لمنهج الله بيقول الفطرة والطبيعة والسجية اللي مطنورة فيكم تشهد باني اله فاشهدوا بها دلوقتي قبل ان توجد اغيار الشهوات فيكم حين التكليف ومدام توجد اغيار الشهوات حين التكليف يمكن تغيروا رأيكم فانا اعايز تشهدوا دلوقتي قبل ان توجد فيكم اغيار التكليف شهادة الفطرة ألست بربكم بقى بعد ما يكونوا هم زر في يد الله يقولوا لا ما انتش ربني ايه ده معقول اه يبقى قالوا ايه بل يعني ايه بلى عملت ايه اجابت ونفت مين ونفت النفي ونفي النفي اثباته وايضا عند قولنا والتين والزيتون والطور الى اخره وبعد ذلك اليس اليس الله باحكام الحاكمين اليس ليس الله باحكام الحاكمين بجي يستفهم بالنعلى النفر ولذلك يقول لك يستحب كده لما تسمع تقول ايه بلى يعني ايه انت احكم الحاكمين بلى انت نفيت النفي بقى اثبت ومدام اثبت يبقى ليت احكم الحاكمين يقولوا لا انت احكم الحاكمين وهنا بقى السؤال الست بربكم سيبهام يبقى ايه لست بربكم يقولوا لا 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 احنا نمتح الهكاة دي انت ربنا الست بربكم قالوا بلى شهدنا وهو اشهدهم يبقى اقولوا ايه شهدنا طب والعملية دي كلها ليه واخذوا من ذليا وعمل العملية دي وقلستوا بربكم ليه قال لك ليؤكد لهم انهم بالفطرة مؤمنون بان الله هو الرب الذي جعلهم يغفنون عن هذه الفطرة تحرك شهواتهم في نطاق الاختيار لكن قبل ما توجد لهم الشهوات في نطاق الاختيار قالوا الايه ومع وجود الشهوات في نطاق الاختيار برضو ان سألتهم من خلقهم طب مدام الله هو اللي خلقهم يبقى رب ولا لا ولا ان سألتهم من خلق خدهم كده على غماهم كده من خلق السماوات يعني ما يلقوش ما يلقوش منقذهم الا ان يقولوا والله ما فيش ألست بربكم قالوا بلى شهدنا العملية دي ليه كلها على شمة قلوش اننا كنا عن هذا ايه غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل اذا اعزار العاصين واعزار الكافرين بتنحصر في امرين اثنين احنا غفلنا عن هذا او اننا قلدنا مين ها بقى طب ليه الغفلة وايه التقليد قالك لان الغفلة ما يسبقهاش كفر او معصية عشان الناس اللي يجوا بعدها هيقلد طب سيدنا ادم اول مش معقول انه بلغ اولاده ها هل يصح ان اللي يجون يقولوا او اشرك اباؤنا يبقى ادم يعني اشرك يبقى اه امال ييجي في ايه ييجي في انا حتة ده يقوم يقول لازم في المنطقة الاولى احنا غفلنا عن هذا غفلنين عن هذا لكن اشرك اباؤنا جت في المرحلة التانية ليه لان لو كل واحد هيقل يا ابو في الاشراك تقوم تنتهي لادم طب هو ادم كان مشرك ما كانش مشرك يبقى لازم اللي ييجي بعد ادم ما يحصلش منه اشراك تقليدي بل تحصل منه غفلة عن المنهج يبقى يبقى اول مرتبة الغفلة عن المنهج طب وليه الغفلة عن المنهج ام قالك لان المنهج بيتطلب تكاليف شقة اننا نعمل حاجة تقيلة علينا ونسيب حاجة بنحبها وخفيفة علينا فدي نعمل فيها ايه اللي بيسموه احنا عندنا لما ييجي مثلا للستة او يقول لك هاتلي كذا وهاتلي كذا وهاتلي كذا وبعد اما تجبتش تقول له انت مطنش عن الحكاية دي منطنش يعني نسيها كده وغفلان عنها ولا هيش في بقرة شعورك يبقى اذا الواحد بيعمل في بقرة شعوره الشيء اللي يهمه والشيء اللي هيكلفه يعمل فيه ايه الشيء اللي يكلفه يحاول انه 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 انساه ويغفل ايه ويغفل يبقى اول مرحلة من مراحل التفصي عن منهج الله الغفلة فاذا ما جاءت الغفلة ونشأ الاولاد الذين شاهدوا الغفلة في ابائهم يبقى عليهم ايه عاملين اتنين عامل الغفلة بتاعهم وعمل مين الاسوة في ان اهله ابوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا خلف تبقى انتهت المثال يبقى اذا اول منهج في التفصي عن منهج الله المين الغفلة وما اسباب الغفلة ان القضايا الايمانية لم تكن في بقرة الشعور ولذلك يقولك مثلا ان الغالب كده ان ما فيش واحد ينسل له انما اللي اللي عليه يقول له ايه يا شيخ والله انا ما كنت ليه لانها مش في بقرة ايه مش في بقرة شعور فكل ما يكلفه مشقة يحاول انه ايه انه يبعد عنه انسان وكذلك يحاول الانسان انه ينقى بنفسه عن المواضع افرض انني مجل لمحل بآلة ولا اي حاجة وبعدين ما ده ما عنديش فلوس ادي او عايز تطنش ما روحش نحيته وانقبل نزور منه الله يبقى اذا افتعال الغفلة امر منج من مشقات التكالير قالوا قول الحق معلوم شيء خلق كيف خلق خلق بيد الله المباشرة كلنا مخلوقين بالقانون يوجد رجل ويوجد امرأة وتوجد مش عارف ايه وتوجد عملية خلاص لكن ادم مخلوق ايه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي يبقى الاتنين من عنده ولذلك هيقول ايه لما خلقت بيدي مش خلق بالقانون لا امتز تستقبل ان تسجد لما ايه خلقت بايه يبقى مخلوق بيد الله المباشرة وباي شيء مكلف ما هي تكالفه اللي ربنا ادعاله في الجنة اللي عده له عشان يتلقى التدريب ده هي فئة هنا واحد قال له لهو والست بتاعته ندوك توقع كله من هذي ولا تقرب ادي الامر في ايه كله والنهي في ايه لا تقرب يبقى قصارى كل تكلف ايه امر افعل ونهي لا ايه طبعا طيب بالله الذي خلقه بيده هو الله والذي كلفه مباشرة هو الله والتكليف بامن واحد مش حكاية كتير اوي نقول نسينا ديا وافتكرنا ديا دا هي ما فيش غير ما تقربش الشجرة دي كل انت هتكل قطعا لانهي دي الامر وترغب وفيه انت يبقى بقي ايه لا تقرب هذي شي يبقى ايه تكلف ايه طيب لما تكون نسيت دا يا ادم يبقى افتكرت ايه يا خون يبقى يبقى ما كانش صح انه ايه لانه مخلوق بيد الله المباشرة ومكلف من الله مباشرة والتكليف هنا وان كان بامرين انما ظاهر العبء فيه على ايه على واحد لان كل دي مصلحته لا تقرب يدي يبقى تكلف واحد ولا لا يبقى ما كانش صح الايه يكلف ولذلك قال في ايات اخرى وعصى ادم ربه فغوا يقول يقول عصى ونسى مهيتين هم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه وهنا وعصى ادم ربه يبقى هو عصيان ولا نسيان خلاص كده نقول لا هو نسيان لامر واحد مستكلف كتير ما كان يصح ان ينساه لانه واحد والمكلف به الله مباشرة الذي خلقه وبيده مباشرة يبقى نسيان معصية هذا يبقى الاسيان وإيه معصية أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل يعني بقت فيه أسوة يبقى إذن المنهج التفصي عن منهج الله تيجي غفلة وغفلة لأن التكاليف تيجي شقة الإنسان يصهين عنها وبعدين لما يصهين عنها الجيل الأول يجي الجيل اللي بعده يجي عاملين اتنين يتعاونان معا على أن يتفص في المنهج غفلته عن التكاليف لأنها شقة وتقليد لآباؤه تقليد لآباؤه أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أعدنا أن أباهاتنا بيعملوا دي إحنا عملناها والقلوم وأيمان المقلد إن تقلدت في الفعل ألم يوجد لكم بلاغ منهم بأن مطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا أفتهلكنا بما فعل المقتلون اللي هم مين آباؤهم المقلدين وذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون نفصل الآيات عهود خاصة ورفع الجبل عشان ياخذ التوراة بإيه بقوة وعهد عام اشترك فيه كل القلق من لد آدم إلى أن تقوم الساعة بنجب كل المسائل الجلي علشان ايه علشان نؤكد لهم أن قضية الإيمان عقديا يجب أن تكون في بؤرة الشعوب فمن غفل فليتذكر يرجع عن الغفلة بالتذكر ومن قلد آباءه في شيئ فليرجع عن هذا التقليد لأن التكاليف الإيمانية تكاليف ذاتية ازاي يقول له انحنا الحق سبحانه وتعالى لا يكلفه وأنت في حاجة إلى أبيك ولا في حاجة إلى أمك عشان ما تقولش ده هم اللي مي ما بيكلفكش إلا إمتى إلا بعد البلوغ بعد إيه ليه لأنك انت بقيت بعد البلوغ رجل زي أبوك تمام ومدام رجل زي أبوك صالح لأن تنجب مثلك يعني انت جوزت من أرض تخلف بقت لك ذاتية لك ذاتية يبقى أبوك ما إيه بلوش ولاية إيمانية عليك أبا ما تقولش إن أنا بقلد أبونا كلام ده لو كنت في المكلفة كنت صغيرة تقول ما المين اللي أكلني ما المين اللي شربني ما المين اللي بيردعني أفعل نقوله لا أنت لا تكلفوا إلا بعد إيه إلا بعد البلوغ ومعنى بعد البلوغ أنك صالح لأنجاب مثلك ومدام بقيت صالح لأنجب مثلك بقيت راجل ومدام بقيت راجل جب أمساء لك مع إيه وفيه فرق ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب من الآباء أنهم يبادرون بتكليف أبنائهم قبل مجيء أواني تكليف الله خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه مروهم بالصلاة لمن لسابر طب ده لسه التكليف ما جايش واضربوهم عليها لعشرة يا ابو أنت متكلفش اللي بعد البلوغ أم قال هواني بقول أنا أمرهم بالصلاة لسابر ده معايز القريب الأب القريب منهم ده اللي له ولا يعلموا واللي جايبوا واللي بيرزقهم يبقى له إيه أمر ولذلك وكلتوه بالعقوبة مروهم بالصلاة لإيه واضربوهم عليها يبقى من اللي أمر الأب ومن اللي يعاقب الأب إنما أمر الله لسه حيبقى قيمته طب ما المعمولة دي ليه قالك علشان يريح الآباء في ساعة ما يؤمروا بالصلاة الأمر التكليفي من الله يبقى سهل على مين يبقى سهل عليه ما يتعبوش ولا يتعب إيه نفسه وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أي الغافل يرجع إن عن إيه عن غفلته فيتذكر والمقلد لآبائه يرجع عن التقليد فيصنع لنفسه إيمالا إيه زافيا لا يجزي والد عن إيه عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إيه عن والده شيئا وكل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وكل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مدام بقول إن كنا عن هذا الغافلين بده يدينا صورة للغفلة صورة للغفلة في إننا واحد حبر ربنا اداله آياته اداله علمه اداله كل حاجة أم عمل إيه ماهي الغافلة بقى تفصي قال فانسلخ منها آتيناه آياتنا فانسلخ منها شوف كلمة انسلخ دي ده دليل على أنم الآيات محيطة به إحاطة قوية لدرجة إنها عايزة جبروت معصية عشان ينسلخ منها لأن السلخ ده معناها إيه الأصل فيه إزاحة جلد الشاتع عنها إزاحة جلد الشاتع فأكلم ربنا بيقول إحنا آتيناه آياتنا فانسلخ منها مع أن الآيات عاملة إيه الجلد بيعمل إيه في الجسم بيحافظ كده على الكيان الإيه العام عشان الكيان العام فيه شرين وفيه أولدة وفيه لحم وفيه مش عارف شحنه فعملين له إيه التكاليف هكذا تكاليف من الله معموله عشان تعمل إيه عشان تعمل لي صيانة ولذلك سمى الخارج عن منهج الله فاسق فاسق زي الرطبة ما قولنا الرطبة لما البلحة تجي تسود كده يبقى لها إشرة إيه حواليها كده لما الشمس تضرب البلحة اللي إشرتها بقت سودة تقوم تبخر منها شوية مية لما تبخر منها شوية مية يقوم الغطاء الجلد اللي كان عليها ده يعمل إيه يلاخلخ ويسيف شوية كده تقوم الرطبة إيه تبان بعد القشرة ما كانت إيه حاجزها وذلك سميها الفاسق وإيه فاسقا لأن لفسوك الرطبة عن قشرة إيه عن قشرتها فكأنه بقول قاتيناه آياتنا ومدام قاتيناه آياتنا يبقى كان لاجم إيه ما يغفلش عنها لأنها إيه لأن إحنا القتين عاملين وعشان إيه نحافظ عليه فانسلخة منها كلمة انسلخة منها سلخة دي جات في القرآن بمعنية فانسلخة إيه منها إنتوا عارفين حكاية التعبان ممكن محدش منكم شاف توب تعبان كده مرة توب تعبان يبقى شاخل التعبان تمام يوم التعبان إيه بيغير يقوله بيغير إيه جلده بيغير جلده يتنه لما الجلد يقب بقى كده ما يقبش إلا إذا الجلد اللي تحته نضجته بقى كويسة صالحة لتحمله التقس والإيه زي ما يكون عندك مقباشة مثلا مقباشة حاجة كده راحت منتفخة كده ويبقى فيها إيه آه يا أخوة لو أنت نغزتها كده وخررت اللي فيه تبقى مصبة سودي وتقعد عملالك عملية آه لو صبرت عليها وسبتها ولا كلمتها ولا عملت فيها أي حال تفضل المية دي ربنا عمله تتدعى عشان تربي جلده تاني فلما تتربى الجلد التانية هي من نفسها تإيه تروح آهو التعبان بالشكل دي ساعة بيرب الجلد بتاعه تروح القشرة دي إيه ينسلخ هو منها لكن إحنا الشاء ما بتسلخش نفسه إحنا اللي من إيه بنسلخ الشاء شوفوا آياتهم إيه وآياتهم لهم اللي نسلخ منه النهار يا سلام الليل بنسلخ منه مين فكأن الليلة كان مجلدا ومغلفا بإيه بالنهار الليل اسود والنهار فيه الضوء والأبد إحنا طبعا عارفين إنه اسود دي آه مش من ألوان الطيف ولا لابيض من ألوان الطيف ألوان الطيف اللي هو إيه كلها جاء من الشمس ألوان الطيف مثلا الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق النيلي البنفسي مش دي ألوان الطيف فيها لسود ما فيهاش لسود فيها لابيض ما فيهاش لابيض الله إما ليسود يعني يقلك ليسود ده بياخد ألوان الطيف لأنه مش ممكن ترى شيئا إلا إذا جاتلك منه أشعة لعينك مش كده أشعة لعينك تقول تشوفه ولذلك يجب يكون في ضوء مش مهم منتك كون في ضوء إنما هو يكون في إيه تطلع منه أشعة كده اللون الأسد بيعمل إيه كل الأشعة اللي بتجعل بيمتصها فلا يرتد إليك شوعة منها فتشوفه أسود مضل تشوفه أيه أسود مضل لابيض مش لون راق اللابيض ده مزيك من شرية ألوان اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق امزيقهم مع بعض يطلع لك اللون اللي إيه اللون اللابيض لابيض ديه زي يدوكها دوكها بيمتص الأشعة ولا فيش شعاع منه يطلع لعينك ده بيرد الأشعة لا فيش شعاع منه يطلع لعينك فلما يبقى كده ده يبقى ده أبيض وده إيه وعايز بقى تغرب خد ألوان الطيف وخد منها الأحمر والأزرق والأحمر والأزرق يطلع لك اللون إيه اللابيض وبيعملوها في دوائر متدخلة كده تقوم تلتفت تلاقي اللي هي واللون أبو طيب الليل نسلخوا منه النهار طيب الليل الشيش لونه إيه والنهار أبيض أكني النهار جيه يغلف من سوال الليه الليل جين جيه ولبسناه توب أبيض زين جيه ولبسناه إيه وبعدين عايزين الليل ييجي نروح شدين التوب بتاعه الأبيض ده يطلع الزين الليل نسلخوا منه الإيه النهار وطلع عليهم نبأ والنبأ هو الخبر المهم اللي له جدوى اعتبارية وممكن تنتفع بمش مطلق خبر كده ولذلك إيه عما تساءلون عن النبأ العزيل نعم وطلع عليهم نبأ الذي أكني ذا كان نبأ مشهور أوي ولذلك بيسموه ابن بعراء ده ولا أميى بن الصلط ولا عامر الراهب وهو واحد من دول المهم مش يسموه المهم أن إنسانا آتاه الله إيه آياته وبعدين عمل منها إيه إنسلخ من الآيات فبدل أن ينتفع بها صيانة لنبته وتقربا له من منه إلى رب إيه إنسلخ منها فانسلخ منها وما ده من سلخ منه يقوم الشيطان يقول له والله بصيدة كويسة بصيدة إيه إيه بقى أتبعه الشيطان بقى كأن الشيطان لما يلاقي واحد فيه يعني في أمل كده يعمل له إيه يجري وراه يجري وراه عشان يعمل إيه مخافة أن يرجع إلى ما آتيناه من الإيه من الكتاب ولو يذكي في نفسه خروجه عن منهج مين عن منهج ربنا إحنا قلنا إن المعاصف تيجي مرة تيجي من شهوة نفسه ومرة تيجي من تزيين الشيطان وقلنا علشان نفهم الفرق تبطأ من المعصية دي من نفسي ولا المعصية من الشيطان لا يجرؤ عليك يا الشيطان إلا الأول إن عملت يعني حاجة كده يعني يقولك ده ديه فيه إيه فيه أمل يجي منه وبعدين افرض إنه اهتدى وبقى كويس وصالح يقول إنه حيفلت مني يروح له بقى في الطاعة ويقفلوا الوقف إياها بقى ويكرهوا فيها ولذلك إحنا قلنا زمان الشيطان ما بيرخش القمارة الشيطان بيقعد عند المساجد عشان يشوف الناس اللي فيها خيري إيه إنما ذوكهم نفسهم نفسها جاهدة فإذا الشيطان ساعة ما يشوف واحد ابتدى نفض الآيات يقولك ده فيه أمل يتبعوا بقى لمخافة أن يتعوية والآيات ثانية يبقى خصوص ولذلك قالك عايز تفهم دي من نفسك والذي من الشيطان اعمل إيه شوف إذا جات معصية ونفسك حديثتك بإنك أنت تفعلها ثم عزت عليك مغدرتش أي ظرف منه الظروب فإن ألححت عليها هي هي مرة ثانية فاعلم أنها شهوة نفسك إنما نعزت عليك وبعدين فكرتك معصية تانية يبقى ده الشيطان لأن الشيطان مش عايزك عاصي بمعصية مخلوطة الشيطان عايزك تايب المنهج وخلاص بدي ما نفعش وهاك في ايدي ينقلك في واحد إنما النفس النفس عايزة معصية هي هي تقض عندها فإن رأيت معصية وقفت عندها نفسك فاعلم أنها من نفسك وإن رأيت معصية بمجرد ما امتنعت عليك سبته وبعدين فكرت في حاجة تانية معصية تانية يبقى ده من مين من الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الغاوي هو أحنا بنقول الهدى الطريق الموصل للغاية مش كده ده الهدى اللي يشز عن الطريق الموصل للغاية يضل ولا ما يضلش يتوف بقى في الصحراء ويبقى ايه يبقى ده اسمه غاوي ولذلك العرب يسمه اللي ظال عن الطريق غاوي أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ومدام غاوين عن منهج الله يبقى حياة الشأ منه فساد ولا ما ينشأش منه فساد يبقى فسد في نفسه وإيه وأفسد غيره ووشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها لو شئنا لرفعناه بها هنا أمرين اثنين الرفعة وهي العلو والتسامي حيجي بعدها ولكنه أخلد إلى الأرض يبقى الرفعة يبقى الرفعة إلى علو والإخلاد إلى تسفل هنا الفعلين منسوبين لفاعلين مختلفين لو شئنا لرفعناه دي منسوب من الفعل ولكن أخلدناه في الأرض ولا هو أخلد نفسه في الأرض شفت بقى إيه يعني المراد قال لك لأن الرفعة معقول إنها تنسب لله إنما التسفل ما يصحش ينسب لله وإن كان كل ذا الرفعة أو بتاعه هو اللي هيسبب فيها صاحب الشاء هو ربنا يرفعه إلا إذا كان ماشي على المنهج يبقى إذا ما مشئنا يعني ما شئتني لو إننا عايزين نرفعه كانت المشيئة صالحة إنما المسألة تنقض الاختيار تنقض الاختيار وإحنا عايزين نبقله إيه علشان لما نعذبه نعذبه بحق إلا أنه لما يجي شيء فيه خير في الظاهر ما يصحش إننا ننسبه لمن من سمول الله إيه؟ را كده القصة بتاعة العبد الصالح فوجد عبدا من أبيل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لجلنا إيه؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ مش كده؟ مع إنه رسول مع إنه إيه؟ ولكن الرسول لم يتأبع على أن عبدا من عباد الله تقرب إلى الله بالمنهج الذي جاء به موسى تقرب إلى الله بإيه؟ إنما بقى دخل علشان يقول لك أن الإنسان إذا لحمه الرسول بربه بقى بينه وبين ربه بقى على طول كده ولذلك قال أنا أتيت من إيه؟ من عندك يعني مش من وسط مين؟ لدرجة إن الرسول اللي هو تقرب إلى الله العبد الصالح بمنهجه قال له هل أتبعك على أن تعلمني شوف ربنا بيعلم الناس الإيه؟ يعلم الناس الأدب هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ ماذا قال العبد الصالح؟ عزره قال له إنك لن تستطيع معي صدره وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره مش هتقدر تصبر قال له لا يدى أن تجدوني إن شاء الله صابراً ولا أخف قال له فإن شوف الشروط بقى الأول عزره قال له إنك لن تستطيع إيه؟ وبرر ذلك بيش نقص فيك إنما إنت ما تستطيعش إنك إنت تعرف حاجة ما خدتش بها خبر إنما أنا خدت بها إيه؟ خبر يبقى مش نقص فيك إنتي قال له لا أنا أتبع أنا خلاص أبقى وياك ولن أعصي لك أمر قال إنك إنتا جيت وياي لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من؟ أنا اللي أقول لك قال له خلاص اتفق ده كلام نظري أخذ ورد نظري لما وقعت المسائل إيه اللي حصلت؟ اتغير الموقف خالص كلام نظري قبل إنما لما جيه ركبه في السفينة وخرأه ما صبرش ولا حاجة أبدا قال له أنت تغرق أهلها لقد جئت شيئا إيه؟ إمرأة قال له رجعنا تاني أنا ما قلت لك إنك هلن إيه؟ قال له لا تؤخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمر عسرة بزيادة عليك الشاهد بقى لما جيه ألأ خرقتها والتانية بقى في حكايتها فأراد ربك أن يبلغ أشدهما مسألة اللي فيها خرق للسفينة نسبها لمين؟ نسبها لنفسك ولو شئنا لرفعناه بها لأن مشيئة الله مشيئة مطلقة يعمل اللي يريده ولكنه سبق منه أن جعل للاختيار جزاء لهذا ما رفعوش مع أنه مقالف لهذا ما رفعوش ليه؟ لأن سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ تبديلها هو وقال اللي يعمل عمل طيب أصعد به واللي يعمل عمل بطار أعمله كده فالتشريح بتاعه أول كده يبقى لكن المشيئة المطلقة محدش يسأل ربنا لو عمل كده محدش إيه؟ محدش يسأله ولذلك شوف سيدنا عيسى لما قال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال له إيه؟ قال له إن كنت قلت خذ على منك تصار كده ده بده يبين لنا علشان اللي حيسمعوها من الأتباع بتوعه يعرفهم أن السؤال سؤال تقريع سؤال تقريع عشان يقرع الناس اللي تخذوه إله إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وبعدين قال له إن تعذبهم طبوا بعدين وإن تغفر لهم الله كان يقوله فإنك أنت الغفور الرحيم ما جابش الغفور الرحيم إن تعذبهم فإنهم إيه؟ أمي وإن تغفر لهم أنت العزيز والحكيم طب دي مناسبة للمغفرة مش مناسبة للمغفرة زلك اللي يجي ساتح وقولك طب كان مناسب للمغفرة يقول إيه؟ فإنك الغفور الرحيم يقوله لا ما أنتش واخد بالك ده المتكلم يعني خلاص كده قال لك لأن هم بمقتضى ما عملوه لازم يتعذبهم إنما أنت ما عذبتهم شيء لك خبوص لك الحرية لأن محدش هيسألك وأنت عزيز أن تسأل وحكيم في كل تصرفك ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض إحنا عايزينه إيه؟ نصعد وهو عايز إيه؟ عايز إيه؟ إحنا قلنا زمان لو لاحظنا كل تكاليف الله لنا يقول لنا في كتابه قل تعالوا أتلوا ما خرم ربكم عليه تعالوا يعني إيه؟ إحنا فاهمين تعالوا يعني إيه؟ أقبل هي برضو أقبل بس أقبل إلى علوه لأنني اللي بشرع ما تلزمش منهج الأرض السفلة بل ارتقي إيه؟ وخذ منهجك مين؟ يبقى تعالوا يعني إيه؟ تساموا في أخذ منهجكم من الله الأعلى اوعوا تأخذوا منهجكم من بعض لأن دي يبقى تسفل ونزول إلى الإيه؟ إلى الحضير ولكن أنا أريد أن تأخذوا منهجكم من إيه؟ من السمن ولو شئنا لوفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يقالوا حملته على الكلب الكلب جاي وانت قاعد كده هو مقبل عليه ثم تقول إيه حملت عليه؟ يعني زجرته وتردته ونهرته ممشي اسمه إيه ده؟ تحمل عليه إن تحمل عليه طرداً أو إيه؟ أو زجراً يلهث أو تتركه بدون حمل عليه طرداً أو زجراً برضو يلهث فهو لاهث دائماً الحكاة دي في الكلب الواخد أنه يلهث دائماً يلهث يعني إيه؟ يعني يأخذ نفسه بسرعة زي ما احنا بنقول يعمل إيه؟ ينهج إيه كده على طول كده يلهث يعني إيه ينهج؟ بس ينهج مع إخراج لسانه زود دي يبقى يلهث يعني إيه؟ ينهج مع إخراج لسانه عادةً الحيوانات ما تنهجش إلا إن فزعت فجرت لأنها بدها تجري عشان تفوت من الألم؟ من الألم أو من العذاب اللي عايز صاحب الجري ينالوا بها فلما يجري إحنا عارفين إن الجري عايز طاقة وعايز دم وعايز القلب يشتغل كتير والقلب عايز رئة تديله هواء الهواء اللي في الصدف ما يقضيش حكاية الجري وإزايك لما تكون قاعد رتيب كده ما تدرش وإنت بتتنفس مش كده ولا إيه؟ الصدر بيتملي وبعدين بيدي للإيه؟ للبدن زي ما هو زي ما يقول لكن إذا جريت تجويف الصدر أو ساعة الصدر ما تقضيش إنها تعمل الأكسجير عشان تود الدم للحركة الجديدة دي يوم يعمل إيه؟ يحاول ياخد نفس كتير يعني بيدخل إيه؟ عشان يدي طاقة وإيه؟ هو أقول الحيوانات ما تعملش دي إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجة لكن الكلب وحده هو الذي يعملها جائح ولا شبعان عطشان ولا مش عطشان مزجور ولا مش مزجور تنتبت لأيه قاعد كده من عالو كده هو مش عارب إيه؟ هو قاعد عمال بإيه؟ عمال بإيه يلهز طب ده معناه إيه؟ بيشبيه بالكلب في إنه وابلد قال لك الذي بهذا الشأ تجده مكروب دائما هو متبع هواه يبقى هواه مسيطر عليه ومدام هواه مسيطر عليه يبقى الشهوات وهي المتحكمة فيه مش يفتكر في الشهوة ساعتها تتحقق له الآن يقول يا ترى حفظر حفظر بكرة أكل الأكلة دي برضه حيبقى عندي وأكلها بكرة انت في إيه؟ الشهوة عاملة في إيه؟ مش ملكة ظرفه؟ لا عايز يضمن بكرة طب ويا ترى أنا حفظر عايش لبكرة وتمتع بها كده يبقى اللي ينشغل بهم نفسه يبقى إيه؟ يبقى سواء كان مفسوط مكروب لأنه إما أن يخاف أن يفوته النعيم أو أن يفوت هو النعيم يفضل مكروب إيه؟ دائما كحال الكلب يلهسه آمنا أو غير آمن جائعا أو غير جائع عطشان أو غير عطشان فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثل إيه؟ اللي هو الذي آتيناه الكتاب ولا المثل بتاع الكلب داي كل من كذب بالآيات يكونوا هذا إيه؟ مثل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اقصص القصص آه يبقى فايدة القصص في القرآن إن الله لا يريد أن يعلمنا تاريخا وإنما يريد أن يعلمنا التقاط العبرة من تاريخ بدليل أنه يكرر القصة كذا مرة لتعدد ما فيها من الإيه؟ ولو أنه أراد أن يخبرنا عن الحكاية كان يقولها مرة إيه؟ مرة واحدة يبقى بده إيه؟ كل متيجة مناسبة لعبرة من عبر القصص يقولها فاقصص مش دي بس فاقصص القصص كل اللي تعرفه من قصص الحك مع الباطل من قصص المبتلين مع المحبين من قصص المعاندين مع الروس يبقى إيه؟ اقصصه ليه؟ لأن القصة أمر واكعي والتقنينه للمناهج أمر نفسي فبدي أقول له لا دي بقت مسألة وإيه؟ واكع وحدث كذا ولذلك تقوله وحدثت بالفعل لما تجي تقول له إيه وعا تعمل كذا حقا يحصل كذا وقولك وحدثت بالفعل في الحدثة الفرانية الله إذن واكع الحياة بيدل القصة القولية يديلها إيه؟ يديلها حرارة زي ما يقوله وسكونة ويتمثلها بقى واكع كده موجود علشان ما تتجارش إنه كلام إيه؟ كلام نظري واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية أنه سبحانه يؤتي علم منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه فمنهم من يأخذ منهج الله بالاستيعاب أولا وتوزيف ما علم ثانيا وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق السماء فالذي يعطيه الله ذلك ما كان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى السماء ليهبط إلى مستوى الأرض وذلك ما يفعله البشر يقننون لأنفسهم ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم وعلى وفق نظمه ويتركون منهج الله الذي صنعهم ووضع لهم قانون صيانته فكأن الحق يريد أن يرتفع بهم إلى السماء وهم يريدون أن يخلدوا ويهبطوا إلى الأرض ذلك كلام نظري له واكى في بلعم ابن باعراء هذا الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض أو لم يتبع ما علم فانسلق منه كما تنسلق الشات من جلدها يقول الحق فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس الذي يريد أن يرفعه الله إلى السماء ثم يهبط إلى الأرض يريد الله أن يصور حاله بحال الكلب الكلب يفعلها غريزة فهو غير مزموم فيها حين يلهس وهو مطروض ويلهس غير مطروض هذه غريزة فيه فلا يزم على هذه ولا هذه لكن الإنسان الذي ميز الله غرائزه بمنهج عقلي يصون حركته ما كان يصح أن يفعل ذلك إياكم أن تقولوا وما ذنب الكلب فيه أنه يلهس ويضرب به المسأل في الخطر نقول لا أنه صار مثل الكلب الكلب يصنعها غريزة وهو بغير تكليف فيفعل ما يشاء اللي يجيله غريزة فيه يعمله فالإنسان الذي ارتفع بفكره الذي يختار بين البديلات لا يصح أن يصل إلى هذا المستوى لأن هذا المستوى في الكلب محمود فيه طبيعته هكذا فهو أتقول بقى لماذا ربنا يضرب المسأل بأشياء وما ذنبها هي زي يقول ليه مثل اليهود لما يريد الله أن يشطهم والمسألهم كمسأل الحمار يحمل أسفار أيوة لأن الحمار حين يحمل أسفار أنا زمه لأنه لم يفقه ما في الأسفار لا لأن ليست مهمته أن يفقه ما في الأسفار إنما مهمته أن يحمل فقط وقد حمل ولا ما حمل شيء يبقى أدى أمانته فلا تكونوا مثل الحمار الذي يكتفي من الخير بأن يحمله ولكني أريد منكم أن تحملوه وأن تنتفعوا يبقى إذن له زم للكلب وله زم للحمار إنما زم لمن؟ لمن يتشبه بهم لأنه نزل إلى مرتبة هذه المرتبة الله أراد المسأل فيها بشيء لا تزم منه ولكنها تزم من مين؟ من الإنسان والإنسان الذي لا يتبع منهج الله يكون مكروب الحركة في الحياة لأنه مدام لا يتبع منهج الله إن كتل حالة بتاعته صراء يبقى كرب يجي منين؟ كرب يأتي من ناحية أنه معزول عن الله ومدام معزول عن الله يقول يا سلام السراء التي فيها أنا والنعيم ده أيدوم لي أو لا يدوم؟ يبقى في كربة من هذه طيب وإن دام لي أدوم له أو أموت يبقى حتى في حالة السراء يبقى إيه؟ يبقى مجهول برعب وخوف إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته إذن فهو مكروب دائما ذلك كالكلب يلهس حال راحته وحال إيه؟ وحالة عمل ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيتنا إذن حين يضرب الله لنا مثلا من الأمثال الواقعية في هذا الرجل اللي هو بلعب ابن باعوراء بيجينا المثل ده ليه؟ ليصوره لنا في واقع حدث بالفعل وفرق بين أن يكون كلام نظري كده قد يحدث وقد لا يحدث وكلام إيه؟ له واقع حين بقى بقول إذلك أي الذي يريد الله أن يرفعه بما علمه فانسلق من دينه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني لستم بدعا في هذا بأن الله يريد أن يرفعكم بمنهجه إلى السماء وأنتم تخلدون إلى الأرض لأن بلعب ابن باعوراء حصلت له وإنتم عملتوا سهمين كلمة مثل إذا سمتها الميم والثاء واللام بتنطق كما يأتي إما أن تنطقها مثل وإما أن تنطقها مثل مثل بكسر الميم وسكون الساء كده؟ ومثل بفتح الميم بفتح الثاء يبقى إيه الفرق بين مثل ومثل؟ المثل هو المشابه هو النظير تقول فلان مثل فلان في الكرم في العلم في الطول في العرض في اللون يبقى ديت من تشبيه إيه؟ تشبيه ما هو مجهول ليه؟ بما هو إيه؟ معلوم يجي تحدثه عن فيه نقول لك فلان ده منه؟ قول لك أهو أنت شفت فلان؟ أقول لك أهو أعرفه ده؟ أهو دي زيدة تماما يبقى ده اسمه إيه؟ مثل يبقى تشبيه شبهته مجهولا للمخاطب بمعلوم له يبقى ده اسمه إيه؟ مثل ومنه ليس كمثله شيء ما فيش شبه شئنا إيه؟ لأنه متنزل ذاتا وصفاته أفعل على الأول طب وكلمة مثل طب ما هنقول بهذا مثل وهذا نقول له ده بس فيها حاجة زي إيه الحاجة؟ إن المثل تي قد يكون شبيه غير متعالم ومعروف تقول فلان مثل فلان في الكرم ولكن فلان المشبه بقى الناس ما تعرفوش أنه كريم يعني مش شائع لكن إذا كان المشبه به زائع الصيط بحيث يجري اسمه في الكرم على كل لسان يبقى أنت تقول بقى ده مثل إيه؟ فيه ناس بزهود كتير إنه مثلا خدنا من الجدس أعلامه حاتم أعلامه إيه؟ يبقى لما تشبه واحد بحاتم أو تقول هو حاتم يبقى ده مش تشبيه بس ده من شهرته صار مثلا والفرق أنك إذا قلت فلان في البلد يشبهه في الكرم فلان يبقى بس يمكن أنت أول إخبار عنه إنما تجيب واحد له شهرة زائعة الصيط على كل لسان يبقى ده بقى إيه؟ مثل في الكرم تجيب واحد مثلا في الشجاعة اللي هو مثلا عمترة مثل في الزكاة اللي هو إياس مثلا عمر بن كل واحد منهم مشهور بإيه؟ مشهور بصفة يبقى لو ضربتها في الغير مش تبقى مثلي بقى تبقى ده مثل ولذلك لما مدح الشاعر الخليفة وقال له إيه؟ قال لك وشبهه المداعف في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر قادمه ففي جيشه خمسون ألفا كعمتر وفي خزانه ألف حاتمة تبقى تقوله هو زي حاتم وزي الدخل ده الخزان بتقع على البيت المال ألف حاتمة والفرسان بتقع ألف حاتمة تبقى تشبيه هو إزاي بدولي؟ ما تشبيه فما كان منه إلا أن أسافته زاكرته وبديهته فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا هم أقل منه صحيح لكن ضربت بهم المثل فيه ليه؟ قال لك لأن دون أصبحوا مثلا شرودا في الندى والباس والأمثال ما تخيرش فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي الله أحبه يبقى هذا اسمه إيه؟ مثل مثل بقى أنت تقدر في المثل تقول إيه من غير ما تقول فلان كريم تقول فلان حاتم وحاتم قضى عمره لأن حاتم بقى إيه؟ مثل شروط في النبي فلان عنطر فلان ده إياس يقول لك في إيه في الزاقة يبقى إذن وإيه لم يكن موجود تضرب به لإيه؟ تضرب به المقهو يبقى دراء ارتقى عن التشبيه بأنصار المشبغ به مشهورا معلوما متواردا على الألسنة كل واحد يشبه بيه ده اسمه إيه؟ إيه بقى ده اسمه إيه؟ المثل المثل بقى لما يجوا يعرفوه يقول لك قوله شبها مورده بمضربه إزاي يعني؟ الحالة اللي انت فيها الآن تشبه الحالة اللي قيل فيها المثل أولا فلأنه شاع على الأنصر تروح أيله يعني حينما أرسل مثلا عظيم من عظماء العرب خاطبة اللي بتخطب الستات لتخطب له أم إياس لأنه بلغه إنها جميلة وإنها وإنها فقال اذهبي حتى تعلمي ليه علم ابنة عوف إيه بنت عوف ديني اللي أم يزل يعني مشهورة أو كده فذهبت فخلت أمها بينها وبينها وقالت لها يا هذه هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض أمرك فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك به وثم أرسلت إلى خباء وشفتها كلها يعني زي ما الستات الخطبات بيعملوا وتبسها وتشم بقها مثلا وتمسك شعرها وكده وتشوفوا هو بتاعها دي اسمها إيه باروكا ولا شعر صح وتقول لها كسر النوزة زي ما عرفنا كده عشان تشوفت سنانها أولا طا فشافت الحكاية دي كله فلما ذهبت إليه وهو منتظرها على أحر من الشوق قال لها إيه ما ورائك يا عصام مهل خطبة اسمها إيه عصام ما ورائك يا عصام قالت أبدى المخض عن الزبت المخض هو ينق اللبن كده عشان يطلع الزبت واللبن قالتوا يعني المشوار جيه بإيه بفايدة أبدى المخض عن الزبت أدي كلمتين اتنين قالتهم أصبح العرب بعد ذلك كلما أرسلوا رسولك ذكر أو أنسة مسنن أو جمعا وبعد ذلك أراد أن يعلم يقول له ما ورائك يا عصام ولو كان رجل لأن الأمثال لا تغير تفضل على إيه وكل شيء الجهد فيه يجدي يقول لك أبدى المخض عن الزبت يجي يقول لك الولد نجح السنة دي وطلع مش عارف وجاب مجموع كده تقوم تقول إيه أبدى المخض عن الزبت ما فيش لمخض ولا زبت هذا ولد بإيه يقول لك إيه أي بقى مثل ولا لا يبقى لما ينشير على الألسلة يبقى مثل يضربه ولذلك لا يغير علفنا بقى أن المثل قول شبها المضرب بتاعه اللي بضربه فيه الآن بمورده الأصيل ولا يغير إيه ويضرب الله الأمثال للناس إن الله لا يستحي إيه أن يضرب مثلا ما بعوضة بالله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ده هم بيقولوا بقى إزاي ربنا العظيم ده يجيب المثل في البعوضة لن يخلقوا زبابا ولا يجتمعوا له هم فاهمين فما فوقها يعني أكبر منه لأنه هو ضرب المثل بالأقل يبقى يقول فما فوقها طيب إذا كنت ضربت المثل بالأقل يبقى فوقها من باب أولا ولا لا ما يؤخلش يقول لك فما فوقها في الاحتقار منكم والقلة مش فما فوقها في الله لا يعني أنتم بتقولوا إيه المثل البعوضة دي ربنا يضرب لا هيضرب مثل بإيه بما فوق البعوضة فيما تنكرونه وهو إيه الضآلة والإيه يقول لك فلان ده مريض تقول له فلان فوقه يعني فوقه في إيه فوقه في فلان فكير تقول له فلان فوقه يبقى فوقه هنا مش متفوق عليه زائد لا ده أقل منه في المنزلة ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كلام لليهود بقول انتم مثلكم مثل مين الريو الذي آتيناه آياتنا فانسلق منه طيب ما هي اتيان الآيات بالنسبة لليهود أم قال لك جاء لهم في توراتهم بشارة بمحمد وليست بشارة فحسب ولكنها سمات وعلامات بحيث إذا رآه إنسان يقول له هو ده اللي موجود عندنا في الايه في التوراة يعني ما فيش فيه ايه ولذلك يعرفونه كما ايه كما يعرفون أبنائهم لأنه مذكر لهم بنص وفلط شكلوا كذا وطولوا كذا وعرضوا كذا وللوا كذا وعلي شكل الله قاد ربنا آتيناه والآتي وكانوا يستفتحون به يبقى كأنهم اقتنعوا بصدق الآيات بدليل أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا لما يجي كفار قريش بقوا يدخلوا في جدل مع يهود المدينة يقول لهم يحنا حيجي يوم يأتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عادل وإيران طب ولما جاءهم ما ايه كفروا به يبقى بقول إحنا برضو أنتم زي الرجل اللي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها أو نحنا آتيناكم الآيات فانايه فانسلختم ايه فانسلختم منها ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وقلنا إن الآيات تطلق على ثلاثة معاني آيات كونية يراها البصر في السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والريح والمطر وكل دي دي اسمها ايه ومن آياته الليل والنهر والشمس هذه الآيات والآيات هي المعجزات التي يثبت بها الرسول صدق بلاغه عن الله تبقى اسمها ايه آية آية جاية من ربنا حاجة عجيبة عشان تثبت انه ايه وما منعنا ان نرسل بالآيات اي المعجزات المطلوء الا ان كذب بها الاولون ده كلامه والآيات تطلقه على الايه الجملة من القرآن المجتمل على منهج الله مش بلقول عليه آية يبقى فيه آيات كونية اه ادي وحك اللي بنشوفها بيعنينا دي وآيات اعجازية اللي بتيجي حجة للرسل وآيات حمل المنهج هم كذبوا دي نهوديا ودي الآيات كلها مكذبين ايه مكذبين بيه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اقصص يعني كل حكاية ما حدث ما كان بس مش تقول كل حكاية وانكتفها لا اقصص اللي يقال له ايه قصص والقصص اللي يجب يكون فيه ايه يكون فيه عبرة ويكون فيه حاجة تنفع حركة الايه حركة المجتمع لعلهم يتفكرون القرآن جاب حكاية التفكر وحكاية التذكر وحكاية التدبر كل حاجة لها وحكاية القضية التذكر بيزيح الغفل عن القضية المعلومة والتدبر ام قال لك التدبر هو برضو محسن عكري بس يقول لك ما تنظرش الى واجهة الاشياء ولكن ننظر الى كلية الاشياء واجهة وجوارب وخدف يعني دبره ما تعطيه المسائل من ايه ولذلك يقول لك دي خلف العبارة الكلام ده خلف الايه خلف العبارة يبقى ايزا التفكر عمل العقل لترجيح قضية على قضية بحيث يختار البديل الاحسن وبعد ذلك ان ظلت في الزهن يبقى مش عايزين تذكر وانغفلنا عنه يبقى تذكر يعني تذكر ما هو ايه معلوم وبعدين يجي ايه التدبر يقول لك لا تنظر الى واجهة الايه او زي ايه مثلا في الال احنا قلناها دي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا مع بعوضة فما فوقها بعضهم قال ايه قال لا هو احنا قلنا له على الفقه حاجة ده احنا بنقول له انت بتضرب مثلا بالاقل دي لايه فيه ما فوقها يعني ايه الاكبر منها نقول له لا فما فوقها في الضعف الذي انكرتمه يبقى انت من تنظرش الى معطى اللفظ وظاهره انظر لماذ انظر لدبر خلف اللفظ معطيات الالفاظ فاقصص القصص لعلهم ايه يتفكرون يتفكرون في اسلوب مواجهة المنهج بيوجهوه ازاي كده ما تشوف دوك عمل وشوف قلوهم علشان تشوف عمل ايه وكانت نتيجته ايه فانتو لما تعملوا كده تبقى لتيجدكم نتيجدكم ايه وده فائدة الايه القصص ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا طب هم يبقى الكذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بقول هو احنا ضربنا لهم المثل ببلعم ابن بعوراء اللي كان مواجه لهم وكان مشهور هم حيبقوا مثل همتين حيبقوا ايه بعد ما كان دوكها المثل اطلاغ دوكها وجيه مثل غطى على مين وخصوصا ان دوكها كان فرض وانتم ايه وانتم جماعة يبقى اذا ما تقولش بقى انه قال لك كذبوا بآياتنا هنا وكذبوا بآياتنا هنا والمسألة فاعتكرا يقول له لا دربكها المثل لفعلها فرد هم الفرد المشهور بانه اوتيه ايات الله فانسلق منها اتلقى واتنسى بيه كنتم يعني انتم بقيتوا ايه مثل اكتر ساء مثلا القوم ساء طبعا قبحة وبئسة يعني شيء ايه مزموم انت لما تقول ساء فلان ساء فلان يعني قبح امره اي امر من اموره قبح ساء صحة ادي وحر ساء حالة يعني بقى فقير ساء خلقا بعد بقى شرس يبقى لما تقول ساء لها جوانب ايه متعددة واحنا عايزين حاجة ايه زي ما تقول ايه مثلا اشتريتوا درهمها درهم ايه مسك ولا درهم دهب ولا درهم غالية اشتريتوا مثلا ايه كنتارا كنتار ايه اللي بيسموه التمييز بقى عايزين احنا ايه يبقى ساء مثلا ساء من جهة المثل الله طب وحال المثل في ذاته يسوك ده المثل ربنا بيضربه وحال يضربه الله عجب السيء طب مثل القوم والمثل فيهم ماله ده المثل فيه جاء عشان يعدل الغير اه يبقى ساء مثلا ايه حال القوم او اشخاص القوم هم اللي ساءوا منما المثل في ذاته مساشرين لان الله يضرب به والله لا يضرب بما يسوق والمثل في القوم برضو مش ذم للمثل انما ذم لمين ذم للقوم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كذبوا بآياتنا اياك ان تفهم انهم حين كذبوا بآياتنا عرقلوا منهج الله في الارض ولا عرقلوا كون الله ابدا الكون ماشي ولا يكذبون بآيات الله في الكون وآيات الله في الكون سائرة وحتفضل الشمس تطلع والبدر يطلع والنجوم تطلع والمي يتنسل وكل حاجة يعني تكذبهم بآيات الله مش حيضير ابدا انما هم اللي حيخيبوا لانهم ما خدوش منهم الفكرة في الخالق ووالى اخره طيب وان كانت الآيات المعجزات برضو هم كذبوا بالآيات المعجزات ديا خلت المعجزة ما تبقاش لنا الى الان باقيت الى الان يبقى ايه اللي حصل هم اللي خابوا مش كده وكذلك آيات الزبوا بآيات المنهج يبقوا هم اللي خابوا ولا ما خابوا انما هل الآيات الكونية او الآيات الاعجازية او الآيات القرآنية اصابها شيء ابل عملوا ايه في نفسه هم ظلموا نفسه ايه فيه مريض والطبيب جاه له متطور قل له يا شخص حيتك مش عجبان طعا لما اتشف عليك وجاب زملاءه الاطباء وراح ايه كاتبين له الدواء وجاب له الدواء من العينات اللي بسجيله مغرومش فيها حاجة خلاص وبعدين الطبيق المريض ما خادش ولا دواء منه يبقى هو عمل فصل في الطبيب ولا فصل في نفسه يبقى عمل فصل ما انك فخبتها خلاص يبقى الله اعطانا المنهج انت استقيم بيه حركة الحياة اللي ياخده ينفع نفسه اللي ما ياخدهش لان يضر الله ايه شربت الدواء اهلا وسهلا لما يشربتوش لان تضر لا التطبيب ولا الايه ولا الصيدالي انما انت ضررت مين انت ضررت نفسك ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون هم بيظلموا مين طب واللي بيظلم نفسه دي يبقى اول عدو لع نفسه واللي يبقى عاد الله ابد عاد رسول الله ابدا عاد المجتمع ابدا ده هو عاد ايه عاد نفسه وانفسهم كانوا يظلمون شب بقى حين تجدوا معمولا تقدم على عامل قاعدة نحوية فعلم ان في قصر يقولك يظلمون انفسهم مثلا ويعطفوا يظلمون الناس انما انفسهم يظلمون يعني لا يتعدى ظلمهم انفسهم يبقى في قصر هنا تخصيص زي ما تقول مثلا ايه لله الامر من قبل ومن بعد معنى لله الامر يعني ليس لا يتعدى الى غيره ابدا تقول مال لزيد وتقدر تقول ولي عمر ولي خالد وتعتف عليه انما تقول لزيد المال يبقى انتهى محدش ايه محدش الشرك فيه ابدا وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهدي الله فهو المهتدي هنا الاية دي هي الوحيدة اللي فعل المهتدي كلها من غير ايه كلها من غير الا هذه الايه الا هذه الاية اقرأ اية الاسراء دي من يهدي الله فهو الايه هناك في صورة الحش فمنهم مهتدي مش مهتدي مهتدي وكثير منهم من يهدي الله فلا ايه اه فلا هدي في صورة الاسراء وفي صورة مثلا طاعة وفي صورة الحش كلها موجودة كلها بدون ايه لياه الا هذه الايه الا هذه الاية حين المسألة بتاع من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل هي دي المعركة اللي أيمى من قديم ولا تزال برضو زيول المعركة موجودة إلى الآن خلاصتها إيه اللي بنكررها في كل ما تأتي آية دي عشان تستكر في مين في أزهان الناس وتخدم عقائدهم يقول لك مدام اللي ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل يبقى أنا بقى ما فابونا لما ما أضل عزيبني ليتر ما هو اللي بيعمل مش كده والسؤال حينما شاع وخدناه للمستشرقين بقى والفلاسفة يراد منه إيه يراد منه إيجاده مبرن للنفس العاصية كغير الملتدمة بس لأنه صعب عليه قوي إنه هو يعمل أشياء ويقول لك هو اللي بيعمل أنا مالش دعوة نقول له هنخليك كده طيب لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضرق قلت إذا كان هو اللي كتب علي أنني أسرق طيب يعزبني لما أسرق ليه مدام هو اللي كتب أنه ضلني بيعزبني على الضلل ليه طب ليه ما تقول المقابل بقى وهو اللي هداني كان الأصول تقول وبيديني سواب ليه مش تجيب لي اتنين ولا واحدة بس طب اختصارك على الأولى دون الثانية ده دليل عليك أن اللي جابت لك ما كسبت سبتيها قلت صاح واللي جابت لك دره عايز إيه تدفع يبقى هم دول المسرفين على السلطة خد بالك بقى أننا ضربنا أمثلة كثيرة علشان نفرق في هذه المسائل بين المختلفين الجهة عندهم منفكة ليه؟ أم قال لك حكاية يسمى خلق الأفعال الخلق للأفعال من الله ولا من العبد؟ الخلق للأفعال من الله ولا من العبد؟ شفت واحد قال من الله واحد قال من مين؟ يبقى ده نضح الخلاف نضح مين؟ نضح الخلاف شون تقول له ما هو الفعل؟ لازم تفهموا كم ايه الفعل؟ الفعل يعني ايه؟ توجيه طاقة لإحداث حدثين توجيه طاقة لإحداث حدثين طاقة اليد إنها تعمل أي عمل تريد منها تضرب بها واحد جائز ولا ما جائز؟ قائز تشيل بها واحد واقع على الأرض كده أو تطبط بها على اليتين جائزة ولا مش جائزة؟ إذن فيه طاقة وهي الايه؟ اليد تعمل دي وتعمل ايه؟ وتعمل دي ساعة ما بتحب تضرب بها واحد طب قل لي بالله أي عضلة تحركها حين تريد أن ترتفع اليد لتضربه؟ تعمل ايه؟ ده بمجرد أنت متعوز تضرب هاي؟ تضرب ما فيش عندك حاجة ما سامرت وروح للإنسان الآلي لما نحب نرفع مثلا نعمل زرار ونعمل مش عارف ايه زرار وده يتجي الى كده واللي بيفحص واللي بيفحص واللي بيفحص واللي بيعمل كلها بها لا طب انت قالتك ايه؟ او عايز تضرب واحدة او او عايز تطبطب على واحد ياتين قل لي ما هي الاعضاء او الاجهزة التي تحركها انت عشان تعمل العمل دي ولا شن الا انني اردت فانفعلت اللي خلق فعل 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 الفعل مين؟ يبقى ان نظرت الى ذلك فكل فعل من الله ولكن توجيه الجارحة الى الفعل هو محل التكليف توجيه الجارحة الى الفعل هو محل مين؟ يبقى انت مش بتتكلف لانك فعلت ولا خلقت انما مين الفعل؟ الله خلق العض وهو خلق كل الاجهزة بمجرد الارادة ترتفع اللي سات طاقة مخلوقة لبيان ما في النفس ان اردت ان تكون بها لا اله الا الله صلحت وصلحت عند الكافر ان يقول الله ثالث ثلاثة لا فيدي عصيت ولا فيدي عصيت يبقى من الذي خلق قدرة الجارحة على الفعل؟ وانت عملت ايه؟ وجهت الجارحة الواجل اللي بيعمل السلاح عمل سكينة وحدها كويس وانت اشتريتها خلاص انت ما جئت بحديدها خلاص ولا جئت بقالب اللي صبت فيه قالب السكينة ولا انت اللي حدتها ما عملتش انت حاجة انما انت فقط وجهتها الى واحد فقتلته او الى فرخة فدبحتك بس يبقى اذا كل الافعال مخلوقة لله وانما توجيه الطاقة للفعل منك فهل يحاسبك الله على انك خلقت فعلا ام على انك وجهت طاقة صالحة للفعل؟ وجهت طاقة صالحة ايه؟ الفعل واحد في جب بير ويعف بيه فاهل الخير ما الدولوا مين؟ حاب لما مدلوا الحاب صالح ان يمسكه فيشد خلاص؟ وصالح انه ما يسألش عنه ولا يمسكه ولا يعمل كده يبقى ايه ولا ما يويش كذلك الحق سبحانه وتعالى يهدي الجميع بالمنهج اللي يقبل عليه بنية الايمان يعينه على ذلك يبقى لما نيجي نقول لهم يا علماء ما يسرحش تختلفوا في مسألة اللي هي خلق الافعال ومش الافعال حددوا الافعال هي ايه؟ وحددوا كيف توجد وحددوا ما دور الانسان في الفعل لا هو دور بانه لا فعل ولا اي حاجة انما الفعل لمن؟ بدليل ان الله يسلب طاقة الفعل على الاحداث الحدث وانت تريده انت عايز فبقى ان هو يعمل شلل في الايد تبقى الارادة عايز سعين اذاك ما تقدرش لو كنت انت ما قلت تخلق كنت عملت ايه؟ كنت رفعته الله يبقى اذا انحل الاشكال ولا لا وعلى ذلك تكون الهداية نوعية هداية دلالة وذلك للجميع المؤمن والايه؟ والكافر هو دل المؤمن بس؟ لا دل المؤمن والكافر على ايه؟ على الايمان به فالذي اقبل على الايمان به قال له والله انت اهلي للمعونة مرحبا بيك يقوم يعمل ايه؟ يعينه احنا ضربنا المثل زمان ببتاع المرور انت ماشي كده وفي المرور ولا انتش عارف عايز تروح اسكندرية وبعدين يقول له عم الطريق الروحة اسكندرية طلق بط فيه جيت عند الاخر شارع الهرم كده ولا كده ولا رايع الفيوم ولا رايع يبقى دل لك ولا ما دل لك شيء؟ دل لك كذلك هدا الله كل الناس وقال منهي كذا والايمان بي وقال خلص فانت سمعت كلام العسكري بتاع المرور قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك هنا ده انا كدت حق ايه؟ كدت حتوه يقول لك والله انت راجل طيب بس هنا بقى في السكة التانية دي فيه برضو طريق تاني متفرد اما اقول لك حركب وايك بقى على حد ما تمر منه انتراح يبقى عمله معونة تانية معونة لمين؟ لمن امن به وبكلامه انما لو ان رد كلامه يشورن يقول له بقى اندعي انت كذلك الحق يهدي الله الناس جميعا بالمنهج فالذي يقبل عليه ايمانا به يعينه الله ويجعله خفيف على قلبه كده ويديله طاقة ويديله انشراح ويديله واتق الله ويعلمكم ايه؟ الله ويعلمكم الله يبقى اذا لله هدايتان هداية دلالة وتلك للكل وهداية معونة هداية معونة زي الراجل اللي في البير بقى ولمانالوا الايه؟ الحبل احنا رمينا الحبل وخلاص قد الدلالة على النجاح اللي يمسك الحبل ان كانوا اتنين مسلا في الجوب اللي يمسك الحبل انشه الجو يبقى حنعينه ولا ما نعينه شيء واللي ما يمسك شيء ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون واذا كان الله قد عمم حكما ثم خصصه يقوم التخصيص هو اللي يحكم على التعمير التخصيص هو اللي يحكم على التعمير ازاي يعنيه؟ قال ايه؟ ان ربنا بقول ايه اللي شاء هدايته يهديه واللي شاء ضلاله يضل اذا كان قد بين من شاء هدايته وقال لك انا ماهديش الكافر تبقى المعونة ولا لا انا ماهديش الظالم انا ماهديش الفاسر انه ماهدي من بقى اهدي المقابل الله تبقى ايزا هي دي مين؟ دي المعونة هداية المعونة اقرأ القرآن بقى عشان تعرف المسألة دي اما بالنسبة لهذه الكلمة لما يتعلق بالحق سبحانه فانه يقول اما ثمودوا فهديناهم خلاص وبعدين قال استحبوا العمى على الهدى فلو كاتل هداية هي الهداية بالفعل والبتاع دي ما يقولش استحبوا العمى يبقى هداية من دي بقى هداية الدلالة هداية الدلالة والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقوى وامسك فيما يتعلق بالرسول بقى احنا خلناه فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم والآية التانية اما ثمودوا فايه فهديناهم لو كات هديناهم يعني عملنا فيهم يعملوا الطاعة ما يقولش فاستحبوا العمى على الهدى يبقى لازم هي الدلالة بس غيرهم لما سمع الدلالة قال يا سلام الله الحمد لله اللي هدانا الكده ويعمل يقولوا عربنا ايه يعود طيب وسيدنا رسول الله بقى ما يتعلق بها في القرآن قال له انك لا تهدي من احببت يبقى نفع عنه ايه نفع عنه الهداية وبعدين يقول له وانك لتهدي الى صراط المستقيم يبقى نفع الهداية وايه انك لا تهدي من احببت لا تعينه على الطاعة لانه دي من قصائص ربك انما انت تهدي الدل بس المنحك بتعرف من اتدلهم عليهم باش ما عندنا الزوات احنا عندنا بتهدي الى الصراط المستقيم انما تهدي فلال الصراط المستقيم لا واذا رأيت فعلا او حدثا مصبت لواحد ومن في عنه والكلام من حكيم اعرف ان الجهة منفكت الجهة ايه اهي زي ما قلنا زبانة ايه تكروها وما رميت اذ رميت هو رمى ولا ما رمى شيء طب هو قال وما رميت يبقى نفى الرمى عنه ولا لأ طب واذ رميت يبقى اثبت له الرمى يبقى هنا نفى الرمى وهنا ايه طيب الرمى معروف والنبي هو اللي مخاطب فكيف يأتي لفعله واحد وينسبه الى النبي وينفيه عنه تبقى المسألة لازم الجهة منفكة ازاي اما قال لك لان بخصائح خط حفن التراب وضربها في الجيش فالحفنة دي وصلت الى كل الجيش قل له اخذك الحصى ده فعل رسول الله انما ايصاله لكل الجيش دي مش قدرة البشر بقى يبقى ما رميته از ايه از رميت امت رميت صحيح شكلية الرمى عملتها انما هل اوصلتها الى كل الجيش خلاص موسى ضرب بعصاه الايه البحر هو ضرب انما قال عنده القدرة ان يقول للماء يا ماء اه اجمد سيب سيولتك وستترحل مش شغلته بقى دي يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما رميت از رميت ثبت له الرمي ونفي عنه الرمي لكن الرمي المثبت غير الرمي المنفي لان الرمي المثبت هو اخذ حفنة من الحصى في يده جدا ورميها في الجيش والذي ينفي عنه انه اوصل الايه وانت احنا قلنا زمان ان الانسان منا الابن بيلعب يوم يقعد بقى يسرحبه عشان يزاكر قول له انا قاعد اهو امسك الكتاب ويزاكر قول له انا قاعد يزاكر في الايه يفتح الكتاب ويقلب الصفحات ويز راسه ويتمتم وانش عادي قاعد له ساعة وبعد انا ابو قال تعالى بقى ما شوفت عملت ايه يمسك وليسأله حاجة مفيش يقول له ذاكرت وما ذاكرت ذاكرت يعني فعلت فعل الايه المذاكر تحزين راسك وتقلب الصفحة وتمتم مبتعه انما حصيلة مفيش من يهدي الله فهو المهتدل ومن يضلل فأولئك هم الخاسر ليه لان الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونة عبده يبقى العبد بمواجه حركة الحياة بدون مدد من خالقه ومدم يبقى بدون مدد من خالقه يبقى حال تكرد سواء كان في يصر ام في ايه ام في عصر وهذا اذا نظرنا الى ان الدنيا هي كل شيء فاذا اضيف اليها ان الدنيا معبر للاخرة يبقى الخسارة ايه شكله ايه الخسارة كبيرة او او ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ذرأنا احنا قلنا هذا من ذرأ بمعنى بث ونشر عند قول الحق سبحانه وتعالى في اول سورة النساء وبث منهما رجالا ايه كثيرا ايه وهناك ايه خلق من مقد يزرأكم فيه يكسركم ايه تانية في القرآن يبقى زرأ بمعنى ايه نشر وبث وكسر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس احنا عارفين ان الكون فيه اشياء عابدة بطبيعتها وذلك ما عدا الانس والجن اللي دول في سلك الاختيار فاللي في سلك الاختيار الجن والانس اللي هو ربنا بقول عليه في سورة الرحمن استقلاه فالحق سبحانه وتعالى بقول له ولقد ذرأنا يعني نثرنا ونشرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس يبقى دل على ان فيه ناس حيروحوا ايه وكثير طبيب هو خلائهم عشان يروح النار نقول له لا هو خلائهم كما قال للعبادة وما خلقت الجن والانس ليعبدون ليعبدون يعني ايه يطيعون امري وينتقون عنه وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس وذرأنا قلنا معناها بثتنا ونشرنا وكثرنا كلمة كثير لا تعني أن المقابل قليل فقد يكون الشيء كثيرا ومقابله أيضا كثيرا الله يقول في كتابه ولله يزجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بإجماع الآراء يسجدون ويسبحون الله لكنها انقسمت عند الإنسان فقط وكثير من الناس أن يزجدوا ويخضعوا لله هل مقابله قليل وكثير حتى عليه العزاة يبقى ده كثير وده إيه وده كثير ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس طب أهو برضو الكلام حييجي تاني ده من انتقلقهم إيه لجهنم يبقوا هم هيعملوا إيه هم هيخرجوا عن الحاجة ما ده من انتقلقهم لجهنم نقول له لا ده فيه حاجة اسمها في اللغة لام العاقبة لام الايه العاقبة هو ما يقول إليه الأمر غير الأمر الذي كنت تكتبه إزاي يعني يعني إيه القصب في الخلق العبادة وما خلقت الجن والإنس ومعنى العبادة فواعة الأمر والكف عن المنهي عنه مدام فيه أمر فينا يبقى المأمور صالح أن لا يفعل وإلا لو كان بطبيعته يفعل ما أمرش وصالح أن لا يبقى الوصالح أن إيه يبقى إذن للعبادة حتستدعي وجود طائع ووجود مين ووجود عاصم على الأول حين تقول مثلا تجي سيرة واحد كده يقول له أخي فلان وقف منك موقف العداء ده مش هو ده اللي انت خدته ويكتل وزيفه وعملت له درجة وجبته من الحتة الفلانية وحطيته يقوم يقول إيه شوف بقى العبارة والله يا سيني زرعته ليقلعني هل كان وقت ما جئت بيه كنت عايزه يقلعك آه ولكن النهاية صارت كده النهاية إيه يبقى هو مش خلائهم علشان الجن ونار خلقهم عشان يعبدهم وبعدين حملوا إيه عصيب فلما عصيب يبقوا أقود مين تم اسمها لامل إيه العاقل أنا زرعته عشان إيه يقلعني الواجل اللي قال إيه وعلمه الرماية كل يوم الرماية يعني يرمي بالسهب كده فلما استد ساعده رماني هو أنا كنت بعلمه عشان يرميني ولا يرمي عدوي وعدوه يبقى اسمها لامل إيه العاقبة يعني ما صار إليه الأمر غير مرادك منه غير إيه نشوف كده حينما قال الله لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحدني إن ردوه إليك وجاعلوه فالتقطه قال فرعا ليكون لهم عدوة بقى هما التقطوا عشان يبقى عدوة ده هي قالت إيه كرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا يبقى علة الالتقاط إيه أن يكون قرة عين لكن من النهاية وصلت إلى أنه بقى إيه بقى عدو اسمها لامل إيه يبقى ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن مش علة الخلق مش علة إيه الخلق لأن علة الخلق في الأصل العباد والعبادة تقتضي طائعا وعاصيا فالذي يطيع ويدخل الجنة واللي يأفح يدخل الناس فاحنا خلقنا دي ما تيجي مثلا مدير مدرسة ولا عميد كلية يقول والله يقول له إزاي الحال وزير بتاعه إزاي الحال ليه؟ هل لأنه يتحكم في إجاباتهم؟ ولا لأنه عالما من تصرفاتهم ما يقولون إليه عالما من تصرفاتهم والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس يبقى نشغنا وبسسنا لجهنم كثير من الجنس بين الجن والإن والإن اللي هم مين؟ اللي هم هيعرضوا عن من هاجم هيعرضهم عن من هاجم ليه؟ رحين جهنم جاب الحيسية بقى لهم قلوب لا يبقهون بها هذه واحدة ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها والله إن كانت القلوب مخلوقة يبقى هم زنبهم إيه؟ والعيون مخلوقة عشان ما يشكوش يبقى ما زنبهم إيه؟ والأزم مخلوقة عشان ما تسمعش يبقى هم زنبهم إيه؟ اللي هم تزنب إذا؟ وتدعوض المسألة للإيه؟ أم قالك لهم قلوب لا يبقهون بها تجي تشوفهم كده الشيء الذي يستحوذ عليهم من شهواته عقلهم ما بيفكرش كده يخطط له يبقى يبقى القلب له فكر ولا ما فكرش؟ طيب ما بيشوفش الحاجة اللي كده تستهويه وبعدين يبقى مرايح كده ويهه ما بيسمعش الكلام الذي يزين الشهوة؟ هو بيسمع وبيفقى بس بيفقى غير مراد الفقه وبيرى غير مراد الرؤية وبيسمع غير مراد الإيه؟ إيه الفرق؟ بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الوزن قالك فقه القلب هو فهم القضايا التي تنتهي إليها الإدراكات الإدراكات بتيجي إزاي؟ الإدراكات بتيجي بواسطة الحواس الخمس إنت تسمع قولك الحرير ناعم طب إنت عرفت الحرير ناعم ده إزاي؟ باللبس أدي واحدة والله المسك رفته حلوة والله العسل النحل والملح إيه؟ أدركتنا بالحواس؟ ولا مش بالحواس؟ بالحواس على الأول وبعدين تقولي الشيء ده إيه؟ جميل أدركت بالإيه؟ بالحركة إزا لكل وسيلة الإدراك إصطدة بصوت البلبل حسن كل وسيلة إدراك بتربى إيه؟ من المحسن بعد ما تتكون المحسن دي تروب معطيها للإنسان خميرة علمية في قلبه يبقى يقول قال حرير ناعم من غير ما يشوف حلين في الوقت ولا يقعد يلمسه مش كل مرة يلمسه بقى قضية عقلية انتهنة منه النار محرقة هو قال النار محرقة ليه؟ لأن أول ولد بس النار عملك ده حرائته قد يكتفي بالتجربة بتاع الغيب وقد لا يكتفي إنه ينتهي حرائه بعدين يقول النار محرقة وإن لم توجد نار الآن يبقى بأت معاني يبقى بأت معاني إذن فالمعلومات وسائلها إلى النفس الإنسانية وملكتها الحواس الحواس اللي هي اللي احنا نقوم عليها الحواس بايه؟ الخمس الظاهرة احتاط العلماء في الحواس الخمس الظاهرة لأن الله يعلم أزلاً أن ابتكارات العقول ستنتهي إلى أن في حواس ثاني غير الخمسة ليه؟ 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 لها في حواس بزم الظاهرة قد أتها؟ ليه؟ في الحواس بزم الظاهرة طب إذا إنت شلت شيء وشلت شيء تاني وأدركت إن إذا أثقل بأي شيء أدركت أن هذا أثقل من هذا؟ بعينك؟ كنت تخليه مفرحه وشوفه كده طب بإيه؟ بأذنك؟ بمناخيرك؟ بلمسك؟ خليهم مفرحهم كده؟ ولمشوا بقول ده تقلوا ده مثال من قال إيه؟ إنما أدركت إن إذا تقيل ولا مش تقيل؟ أدركت بأي شيء من الحواس الخمسة؟ مفيش حادثة إيه؟ انتهوا إلى أنها حاسة ما حاسة العضل؟ أنت لما شلت دي أجهد العضل ديا أكتر من دي فاللي أجهد العضل أكتر بقى أدخل تبقى حاسة ولا مش حاسة؟ آه بقى أدخل أنت حينما ترى واحد قريب وواحد بعيد أم قالك بيسمها حاسة الإيه؟ حاسة البعد طيب مسكت القمش ده وكده هو؟ أو زي ما قولنا زمانها إيه؟ مسكت القمش ديه؟ وبعدين مسكت القمش التاني له قلت لأ دا دا أداء طب بالله أي معيان قال لك أن هذا أدخن وهذا أرق من إيه؟ هرفته؟ بعينك؟ بمناخيرك؟ بأنفك؟ بوضنك؟ دا حاسة اسمها حاسة الباية لأنك لما مسكت الاتنين دول بين الأمولاتين دول شوف الأنامل بقى حساسة لدرجة إيه؟ إن قال لك أن لما مسكت دي بقى البعد بين الأمولاتين أكتر من البعد بين دي إزاي يدركة ليه؟ يقول لك دي رقيق وده أهدي متنية هي مسكت دي كده ونمسك اللي بعدها كده نقوم نلاقي دي إيه؟ اسمها حاسة الباية يعني اللي بين الأمولاتين حواس كتير قوي فكل الحواس دي بتعمل إيه؟ بتربى عند المعاني والمعاني إما تتربى بقى في النفس الإنسانية وتتكون قضايا تستكر في القلب بقى هاستكر في الايه؟ ويبقى فاهمها وساعة ما يشوف النار ما يجيش نحية النار وساعة ما يعود وماشتقيل لما يروحك نحية الحنين وساعة ما يعود مثلا ناعم الملمس ولين يومعيك ترعد الصوم اتبعت قضايا ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على خلقه بأنه علمه علمهم ازاي بقى؟ أم قال لك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم؟ لا تعلمون شيئا خلاص؟ وبعدين يا رب عملت لنا ايه؟ جاكم السمع والأبصار والأفئلة هي دي وسيلة الايه؟ العلم لعلكم تشكرون ان دي وسائل يعلمك بها مين؟ يعلمك بها ايه؟ ربنا لهم قلوب لا يفقهون بها اذا الفقه هو الفهم ومدام الفهم تبقى قضية ترجحت وخلاص وانتهي اليها بتتكون من ايه دي؟ قضية دي من المراء والمحساس ومدام عنهم ما بتشوفش إلا مصلحتهم وهواهم ومدنهم ما يسمعش إلا ما يروقوا لهم يبقى لا حيسمعوا هدى ولا حيروا آيات يستدلوا بها على الخالط فتنشئ القلوب ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش ايه؟ فقه إنما لهم قلوب ولا مهدمش ولهم أعن ولا ما ألهمش ولهم آذان ولا ما ألهمش لهم بدليل أنهم فقهوا بها الأشياء ورأوا بها الأشياء وسامعوا بها الأشياء التي تروكوا للحرافين تروكوا للحرافين يبقى عايد مثلاً الحتة الفلانية وحيحصلوا فيها مثلاً نوع من مطلوبات نبتة عارفها وعارف الخريطة ويروح من هنا ويروح من هنا وهو ما تمشيش من ناحية دي عاكان مش عارب ايه؟ الله ثم انت لك قلبي بيت فأخوك ولك ايه؟ ولك أعينين إنما ما تتقهش النافح ولا تراش النافح ولا تسمعش بايه؟ النافح ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك اللي هم ورصفهم هذا الذي ذرأهم الله لجهنم ولهم قلوباً ولهم وقول أولئك كالأنعان بل هم أضل هنا وقفة ايه زنب الأنعان اللي هتشبه تشبه بهم الكفار هي الأنعام مكلفة هو أنت عايز إن الأنعام يبقى لها فلب يفتح؟ هو أنت عايز للأنعام عين تبقى لها عين بتفسر؟ مش كده ولا لأ ولها ودن بتسمع بدليل لها ما تشوف المرعة تجري عليه بتشوف الديب تفر منه يبقى بتشوف ولا ما بتشوفش؟ بتشوف طيب وتسمع يسمع الحمار يخار يمشي الحسن يسمع الشيء يمشي الله يبقى له واذني بيسمع بقى ولا لا؟ طب ازاي هم يشبههم بشيء؟ هو حاصل عند الأنعام قالك ده حاصل ليحمي حياة الحيوان بالغريزة بالغريزة الغريزة يعني ايه؟ يعني مسألة آلية ام قال لك لأني مثلا هناك حيوان يهتدي إلى أمور بإنه فعله وإلى أمور الضر بغريسه مش بعقله بإيه يجي مثلا زي ما قلنا يشوف الحيوان من دول يشوف الحكيش اليابس والنعنع لخبر أيهما يستميلوا لا دا يسيب النعناع ويروح للحشيش لأن دا ما يلقمش طبيعته إحنا ما نبتعيدش على الضر إلا لما نجربوا لقى الضرينة إنما دو كانوا غير تجربة بالإيه بالغريس غريسته لأن ملوش عقل له اكتيار بين البديلات ربنا فطروا على أن فيه مقومات فالحة يبقى مثلا يوجد كل بيئة يقوم الله سبحانه وتعالى يديله لون عشان فيه مثلا حيوانات أقوى منه مش عارب إيه يقوم يديله شوكة كده علشان تعمل قرائد كلها والجلب قلنا ما بالغريزة بيتخل نفسي يجي مثلا الحيوان مخلوقه عشان ينفع الإنسان ويلدم يتناسل عشان يؤدي ما يحتاج إليه الإنسان المتناسل المتكاتب يقوم العملية الجنسية عنده إنما العملية الجنسية غايتهم في ذاتها ولا هي بس وسيلة للناس وسيلة للناس بس بمعنى أن الفحر لو شم الأنسة فوجدها حامل ينصرف عنها يبقى بالغريزة ما يجيش ألم لا قلنا لما نيجي لأكله وكله وما لمطه برسيم أو فول وبعدين تجيب له عودين اتنين برسيم شو ممكن يقوله خلط تضربه ما تضربه لا يقوله ليه لأنه محكم بالغريزة ولذلك تجد الأخلاط بتاع أمعاءه ومعدته مش رحيتها قادرة دي أخلاط الإنسان أخلاط خطرية إحنا بناخدها عشان ننتمت بها الأرض ونجيب ناس يستلقوا مثلا البتاع بالعوامل ومش عارف ايه ونعمله وقود ونعمله اي حاجة ليه لأنه ما لأخبطش لكن الإنسان يأكل ويشبع وذي ما قلنا بقى يقول له والناب تشوف دي طباسي بقى جدا والناب تشوف دي اعملها مع الحيوان محكوم بغريزة محكوم ولذلك كثير من ظواهر الحياة المتعلقة بالإنسان تعلمها من الحيوان مش فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه نعم إذا ماهدي بغريزته إلى كل متطلبات طب إذا كان هو ماهدي بغريزته لكل فوهل هو ضال ما تقولش كان الأنعام بقى أو له لا كان أنعام لكن يختلف عنهم بأنه هو له ما فوق الأنعام اللي هو الأنعام يبقى إذا هو وضع نفسه موضع الأنعام إلا قاله مش بالغريزة أنت ليك عق عشان تختار فيه بين الإيه؟ بين البداية طب يبقى هو أضل بقى قالت هذا أضل من الأنعام يبقى أكني كلمة بل هو أضل علشان تبينينا لأن العام مش إيه؟ اوعى تاخدها لأنها ضلة ليه؟ لأنها محكومة بالغريزة في الاختيارة لها في إيه؟ لها في شيء الكفار اللي ربنا زرقهم لجهنم من الجن والإنس لا يعرفون ربه طيب أدي وحده ولكن الأنعام ولا مش الأنعام والجمادات والنباتات تعرفوا ربها تعرفوا إيه؟ دايما يقولنا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والشمس والقمر والنبال والنجوم والإيه؟ خلال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه يبقى عارفين ربهم وللأة ومسبحين وحمدين وللأة وبعدين يجي يقول في تانية كل قد علم صلاته وتسبيحه كل واحد منهم عارف الجماد عارف صلاته هي إيه؟ وتسبيحه هو إيه؟ كل قد علم إيه؟ صلاته إيه؟ وتسبيحه وبقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الله داودة الأيدي إيه؟ إيه اللي حصل منه إيه؟ إنه سخرنا الجبال ما يسبحنا بالعشي والإيه؟ الله ولذلك تتصننقوا القصة بتاع الناس العارفين بالله يقعدوا فيما بينهم كده يعملوا على بعض إيه؟ انت عارف حيه كلمة منظرة اللي بيعملها أولاد البلد على بعضها يعمل إنه يعني ديا بتتعمل فينا وسيلة بخر وسيلة تنشيط إلى غيات الأسعد ساعة ما يقعد واحد وهي واحد كده وده عارف بالله وده بيعبد كويس وده بيعبد كويس يقوموا يعملوا غير البعض ولذلك يستقبل الأحتم منه للضحف إنما الأحتم منه في أمور الدنيا بالتكفيره لك ويزعل منه لا يجي إيه؟ يقول له مثلا أتا اشتاقوا إلى ربك يقول له لا بالله إذا عكت ما تسمع لا دي تقول عليه إيه؟ هاي؟ بعيد يقول له لا قال له لا قال له نعم إنما يشتاقوا إلى غائب شوف المنزلة بقى وده ما بيغيبش عكت قال له لدوياي يجي واحد مثلا قاعدين كده فجاءت له كحة وبفائض البلغم بده يلقيها على الأرض فيعمل كده يعمل كده يعمل كده فزميله حس به فقال له ألقيها واسترح قال له كلما أردت أن ألقيها على الأرض سمعت تسبيح الترار فاستحيته أن أبسق عليه أم التاني المقابل بقى بده يبيني له منزلته أكتر شوي افتعل تنخيمة كده وأعجل جيبها بقى وبعدها عمل إيه؟ جيه كده قال مسبح إيه مسبح يبقى دي من كل بيسبح ولا لا أه أه أولئك كالأنعام بل هو أبن وأيضا بقى دوك ما يعرفه ربه على الأول وبردو الأنعام تفزعوا إلى أربابها افرض أن الواحد عنده كلبه هو اللي بيأكله ومش عارف إيه بتاعه حجزة دي وبعد أن أهل البيت مسألوش لقاله مش عارف يتعوز وبعدها جيه رب البيت يوم بتاعت ما يجي يروح جايله إيه؟ يعرف ربه عرف ربه اللي بيأيه؟ اللي بيشرب على تربيته وبيغذيه ودول لا يعرفون من رباهم ولا من خلقهم يبقوا أضل ولا مش مش أضل طيب الماشية تضل في بادية أو في صحراء إن لم يكن لها دليل عارس راعي إنما ساعة ما ييجي مثلا تقول كده يروح عليها بقى طيب دول لهم رسل ومع ذلك أضل يبقى أضل من المشي أو مش أضل من المشي؟ أضل من المشي ولا تظنن أن الضلال لعدم وجود منهج أو لعدم مذكر أو لعدم منذر ولا مبتر ده هي غافلة منه تبقى المسألة مش راجعة إلى إيه؟ إلى عدم المهج إلى القير لا ده غافلة بس علموا هي الغافلة هي إيه؟ إن الحاجة تبقى وضحة قدامك ثم أنت تهملها وترفل عنها أولئك هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى إحنا كلنا قلنا إذا قلت لزيد المال يبقى محدش يشاركه فيه لزيد المال يبقى محدش يشاركه طب لو قال الأسماء الحسنى لله نقول له برضو يمكن تكون لغير الله يا سيد إذا قلت لله الأسماء الحسنى يعني لا يوجد لغير الله اسم يوصف بأده من الحسنى وإن وجد فيه كريم شو حسن دي آه يبقى فيه وصف كريم شجاب حيي قال ايه تبقى دي أسماء حسنى ولا مش أسماء حسنى طب ما يوجد أسم الله وليقول لا بس أسماء الحسنى عارضة في حادث إنما دوك هلو الأسماء الحسنى لإيه أنت لك قدرة تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا ولله قدرة لكن قدرة حادثة من الأغيار بدليل لها تسلب فتكون عاجزا لك غينك ولله غينك يبقى إذا قيل الله الغاني أو المتاعي يبقى الأسماء الحسنى على يطلقها وإن وجدت في مين وإن وجدت في غيره ولله الأسماء الحسنى والحسنى صفة صفة مبلغة يعني تأنيس الأحد ولله الأسماء الحسنى يعني إيه طيب الأسماء الحسنى دي لأنها تعطينا أشياء جميلة أم قال لك لا دا الحسنى في صلاحية الألوغية لها وصلاحيتها للألوغية إزاي يعني أما أنك لما تقول رحيم طيح دا حسن عندي ليه لأنني أنظر إلى رحمته ليه وغفار أنبسط منها وحسنة بالنسبة ليه ليه لأنها هتعود علي طب وقهار وأنا مذنب تبقى مش حسنة بالنسبة ليه إنما حسنة بالنسبة لمين للإله لأنه لازم يكون له صفات جمال وصفات جلال صفات الجلال لمن أطاء وصفات الجمال لمن إيه لمن عصر ولذلك ما تاخدش النعم بمدنولها عندك كد النعم بمرادات الله فيها ساعة ما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ويتكلم سنفرغ لكم أيها السقلان سنفرغ لكم إيه فبأي آلاء ربكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يقول فبأي آلاء ربكم يرسل عليكما شواز من نار ونحاز فبأي آلاء ربكم يرسل علينا الشواز من النار والنحاز وبعدين تقولي فبأي آلاء ربكم ما تتكذبان يقول له آيوا دي نعمة كبيرة ليه؟ لأنه لما نبهك قبل أن توجد لك النار إن ناره قوية يبقى أدى إليك نعمة لعظة والاعتبار تبقى نعمة ولا مش نعمة مش سبك على غمات كده يبقى نعمة لما يجي التلميذ مثلا نقوله يا ولد تبقى تكملش دروس يا ولد استمع لأسدتك يوضع رجل امتحان وبعدين نتقول له يبقى تقريحك له نعمة ولا مش نعمة نعمة طيب يقول إيه؟ يرسلوا عليكم أشواز ونرها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن وبعدين يقول فبعدها فبأي آلاء ربكم هتكذبان بقى دي آلاء أيو آلاء لأن آلاءها على الكافر أنه لم يتركه في غفلته بل وعظه ونبهه وعظته وتمديهه قبل أن توجد للناس دي نعمة ولا مش نعمة وأيضا هي نعمة بالنسبة للمقابل لأن لم يكونوا الناس اللي أطاعوا ربنا في الدنيا وألزموا نفسهم بمنهج الله وكانوا ملتزمين عقل الالتزام وبعضهم المقابل لهم مش ملتزمين يبقوا خدوا راحتهم ولا ماخدوش راحتهم يبقى لما ييجي يقول إن إذن خد راحته في الدنيا بأنه خرج عن قانون الالتزام له كذا يبقى نعمة بالنسبة لي يبقى نعمة بالنسبة للمقابل ولله الأسماء الفثنى فادعوه بها طيب الحق سبحانه وتعالى عرفنا اسم ذا الاسم دا مما يعرفه بالعقل لا مسماه من القوة القادرة هي اللي تعرف بالعقل إنما العقل ما يعودش يفكر يقول ترى القوة دي اسمه ايه هي اللي تعرفتها بعديا مش ممكن إنما زي ما قلنا إن الناس عاديهم في حجرة وبعدين الباب طرق فلما طرق الباب أجمعنا جميعا على أن نطارقا بالباب لكن حين دقلنا في التصور اختلفنا رجل يقول لك لا دا امرأة مقرطة كفيفة دي مثلا صغير ومتقول لا دا نقرأ من فوق يبقى دليل على إنه كبير فيب جاي كده نزيل فبالك لا دا ما بيطرقش بشدة دا بيطرق بحنان كده دليل على إنه مقبض على شعور أمور عقلية كتير إنما أتستطيعوا أن تعرفه ومن يبقى حين تريد أن تعرفه من تبقى تسأله مين حضرتك يبقى هو اللي يقول عنه يبقى إذن الإسم لا يدرقه بالعقل إنما الصفاته تدرقه بالعقل اللي قال للخلق دا دا قوي دا قادم دا حكيم دا عليم لأنها تقتضي هذا إنما إسم الله أيدي اللي العقل منها رفعش بقى يبقى عايز توقيف ولا لأ يبقى أسماء الله توقيفية اللي يقول لنا دي اسمي نساءه ندعوه به واللي ما يقولش عليها ما لناش دعوة به ولذلك يقول يدعوه بها نداء وذكرا خلاص فإذا أنت نقلت هذه إلى غيره تب أنت مدعيتش بالأسماء الحسن بأن تنقلها إلى سوا مثلا كذاب اليمانة الكذاب مصيلمة مش سمى نفسه الرحمن يبقى ألحد في اسم الله نقل الاسم انتع ربنا إلى مين إلى ذات ما سموش اللاتة من الله ما سموش العزة من العديد ما سموش مناه من المنان يبقى ألحد في أسماء الله ولا نقاه يبقى لله الأسماء الحسن اللي تسمعه منه هو ولذلك يقول رب صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت بينا أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى إذن الأسماء اللي ربنا يبقى وضعها لإيه نفسه لأنها ما تتعرفش بالإيه فإذا نظرت إلى الأوصاف تقول الأوصاف المبدعة للخلق لازم بي تنعرف بكده تقول دا اللي خلق الكون دا قادر يا أخ عمل بكده إزاي دا احنا عشان نصباح واحد نشوف بنعمل فيه إيه وتتعمل مطانع إيه ومعامل إيه وزع رابط إيه وطاطات إيه ورمل نعمله إزاز وإزاز نفرغه من الهوش وغلعنة وبعد ذلك يبقى عمرها قد إيه دي شوية بصفة كده وصفة بفلك أعطب ما للشامت اللي عملها منوعه ولا دنيا للدنيا للدنيا ولا قطع خيار ولا مصنع ولا وشأة يبقى تقول دا قاهر بقى وكل حاجة بحكمة الكواكب عملة تصير كده ببعضها وكل وعد بفلك ولا بيصطدموش يبقى دهدل على إن معمولة ميزان بحكمة ولا لا يبقى إذن الصفات تستطيع أن تدركها بالعقل إنما ما جعلت من فتستطيعش تدركه بالإيه بالعقل مين اللي يقول عليه هو يقول على نفسه ولله الأسماء الحسنى فدعوها الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه دائما أن يذكروه لأنه هو الرب الذي خلق من عدم وأمدهم من عدم وصانهم بقيومية قيومية اللي موجودة لله يبقى إذن لما ديلك أي حاجة افتكر أسماء الله الحسنى وبعد ذلك نادي الله بها عايز تتقرب إلى الله مش تنذيب بالإسم اللي هو وضعه لنفسه نسم اللي وضعه لنفسه هو اللي تقوله عليه يعني ده هو العلم على إيه الأسماء دي فيه صفات وصلت إلى مرتبة الأسماء وفيه أسماء تدل على مجموع الصفات إذا قلنا مثلا زيت نقوم نعرف إن الإسم دي علم على الشخص ده اسمه زيت وبديل له صفات كتير هو تاجر وعالم يقوله في العلم وشجاع ويفهم في الهندسة كويس نقوم نقدر نجيب له صفات في قلب الزاد إيه في قلب الزاد دي إنما الإسم العلم اللي مش هيشترك وياه حد فيه هو ده الإسم اللي هو زيت لكن الصفات التانية يمكن غيره يعني ما يسألك فمدام الحق سبحانه وتعالى لو الأسماء نقوم نقوله الأسماء نوعان أسماء تدل على ذات الله الذات مجرد عن أي شيء ما لنجد دعوة اسمه الله ولذلك اسم الذات هو إيه الله لكن في صفات لله ده الرحمن والرحيم والملك والخدوث والسلام والمؤمن والمهيمن دي اسمها صفات بس صفات ارتقت في السمو والعلو لأنه ما بيش أعلى منها حتى أصبحت إذا أطنقت لا تنطرف إلا لله فلما أطنقت على الله إطلاق الكمال الأعلى بقت اسمها أسماء تقول فلان غني مش ساعد قول فلان غني وفلان كريم وفلان حكيه إنما تقول الغني على إطلاقه الله بقت وصلت للإيه والأسماء أدي اسم الزاد الله أسماء اللي هي نشأة من صفات مبالغة في العلو فيها لأنه الأكمل فيها هي صفات في الأصل لها متعلقات عليها ودي نوعين اثنين نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله ونوع يطلق عليه الإسم ولا يطلق عليه المقابل نجيب حاجات شبيهة في الاشتقاق مثلا فيه غني وفيه مغني ولا لا أهي غني صفة ذات ذاته غني قبل أن يجب من يغني إنما مغني ووجدت بعد إيه بعد وجود اللي حيغنيه طيب هل نجيب لها المقابل هو غني في ذاته غني في ذاته حي في ذاته ومحي لغيره تبقى مدم صفة فعل في الغير يبقى لازم له مقابل محي ايه ومميت إنما ما قلناش حي ومقابله ما قلناش حي وايه يبقى الإسم اللي تشوف له مقابل يبقى دي اسمه ايه صفات الثالثات صفات الثالثات هي التي لا يوجد لها الايه لها المقابل ضار ونافر مش كده ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يلحدونها يميلونها إلى غير الله يعني أسماء لله ينقلها المين المين لغير الله أو يجب اسم للغير ويطلقه على مين عل الله أو يجب اسم منش معنى مايفهامش منه معنى يبقى الالحاق هيجي الثلاث ايه ثلاث اشياء ينقل الاسم إلى مين إلى غير الله أو يجب اسم الغير إيه يطلقه مين على الله أو يجب اسم لله من غير أن يكون قد أنزله الله توقفيا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْبَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ طيب احنا قلنا ان العمل اسم للحدث من اي جارحة فلطق اللسان عمل وشم الأنف عمل وَسَمَاعُوا الْأُذُنِ عَمَلُ وَمَشُّوا الْجَوَارِحِ عَمَلُ لكن في حاجة تانية اسمها ايه قول وفعل قولوا ايه الفعل عمل الجوارح ما عدا اللسان والقول عمل اللسان الاتنين يبقى اسمهم ايه اسمهم عمل ولذلك لما تقولون ايه ما لا تفعلون يبقى القول مقابله ايه قبل الفعل وَالْجَزَاءُ هُنَا سَيُزَّوْنَا عَلَى الْفِعْلِ وَلَا شَعَلَى الْقُلْفِ عَلَى إِيهِ الْجَزَاءُ عَلَى لَوِذِهِ يبقى على العمل مَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ مَمَّنْ عشان تبقى الاسوى السلوكية في المجتمع بان الاسوى السلوكية في المجتمع هي التي ترب تربى العقائد العقائد المواجيد عند الصغير الصغير اللي لسه لا يعرف صلى ولا يعرف صعم ولا يعرف كذب ولا يعرف خذ لما يشوف كده أبوه ومساعة ما يسمعوا الأذان يقوموا ويعملوا ويتوضموا ويجيبوا السجادة ويصلم وقاعدين وحد يتكلم في سيرة حد يقول له بلاش مش عارف ايه ما تحبطش عساناتنا قبل ما يعرف اي تكليف يعمل ايه الاسوى السلوكية تنبح عليه بدليل ان الصغير اللي لم يبلغ مبلغ الفاهمة حتى اذا سمع المؤزم بعد كده هو من نفسه يعمل ايه يقوم جايب المثلة وفريشة لأبوه يبقى الاسوى السلوكية وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون اي في حكمهم على الاشياء وبالحق يعدلون اما ان يكون العدل في نفي الشرك واما ان يكون العدل في مسألة الكبائر واما ان يكون العدل في مسألة الحقوق بين الناس اذا كان لله اسماء كثيرة هل لنا ان نأخذ من فعل الله في شيء اسما له من ذلك الفعل طيب احنا بسنا نقول ايه وعلم ادم الاسماء كلها يبقى حدث منه تعليم ولا ما حدثت وعلمك ما لم تكن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عليك اقرأ وربك الاكرم الذي علم علم موجود هنا علم وعلمك ايصح ان نأخذ من علم ادم الاسماء وعلمك ما لم تكن تعلم علم الانسان ما لم يعلم نقول الله معلم ونقف عندما ورد من ايه من الفعل والحدث بس لما يقول مثلا واكيد كائد يبقى نسمى رب نقوله كائد ويمكرون ويمكر الله نسميه ماكر يبقى اوعى بقى تغلب فالان رأيت فعلا نسب الى الحق سبحانه وتعالى فقف عند الفعل ما تخذ منه اسمه تعمله اسم المين ما تقولش منه اسمه تعمله اسم لله وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون شوف امة ما قالش يا الواحد ولا بتاع لا لان صفات الكمال المنهجية اكثر من ان يحط بها واحد ينفذها كله فكل واحد له ايه يقوم لما نجمع في الامة ده والله مثلا في الصدق وده مثلا في الشجاعة وده مثلا في الكرم يبقى الاسوة فضلت ولو في ايه وفي مجموع الصفات لانا مش كل واحد حيجمع صفات الايه صفات الافاء لك امة ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن ابراهيم على ربينا وعليه السلام يقول ايه ان ابراهيم كان امة امة يعني ايه يعني جامع الاخصال الخير التي لا توجده الا في ايه الا في مجتمع الوسع وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون امة يهدون بالحق وبردو ايل في قوم موسى ومن قوم موسى امة ايه يهدون بالحق وبعدين جات امة محمد وامة محمد ما فيش رسول بعدها يبقى سيظل امر هذه الامة الى ان تقوم الساعة ويبقى امة محمد مأمونة على صيانة منهج الله وممن خلقنا امته يهدون بالحق ولذلك اذا رأيت الحادا انتشرت فاعلم ان لله مددا كلما زاد الناس في الالحاد زاد الله في المدد يبقى لما تكون بلد كلها فسكة وكلها يمكن فيها واحد جامع كل هذه الايه الصفات ويخدها بصورة ايه مدام كل ناس ما له في الاحاد يبقى ربنا يزيد في الايه ليه لتبقى شريعة الله مصرونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقرون بها الى اخر الاية بيّن ان الله لم يسلم كونه للذين ذرأهم من الجن والانس للنار لان ما دام الله قد زرأهم للنار فلا يعملون الا افسادا في الارض ومدام لا يعملون الا افسادا في الارض ايترك الله ملكه والخلافة فيه للمؤمنين الصالحين لامثال هؤلاء فقال لا اطمئنوا فانني كما زرأت لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم كذا ولهم كذا وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون اذا فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد ان يصنع وان يصنع الشر واحد يقول لي ولزمته ايه لا ما لزوم هذا في كون خلقه الله على هيئة محكمة نقول لولا ان الناس يضارون بالشر ما تنبهوا الى حلاوة الخير فاذا لو ان الانسان لم يصد من اصحاب الباطل بسوء ما تحمس للحق ولا عرف ان الحق يجب ان يتأصل في الوجود اذا فالشر رسالة ايه في الوجود ان يهيج الى الخير مهمة الشر ان يهيج الى الخير فكما زر الله لجهنم كثيرا من الجن والانس قال وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون في الحق عدلا في القمة وهو ان لا يتركوا بالله شيئا لان اول مخالفة لقضية العدل الشرك لانه ظلم عظيم نقلت الامر من مستحقه الى غيره مستحق كذلك تحريم ما احل الله او تأوت او حل ما حرم الله كل ذلك ظلم كذلك الحقوق بين الناس ان الحكوم قوى بين الناس ان لم يحصنها عدل من حاكم وولي ومطلق كل واحد يضن بجهده في الحياة ويصنع على قدر حاجته فقط لا يترك للظالم ان يأخذ منه شيئا يبقى يدوب كده من الو البؤ فاذا ما حدث ذلك فالضعاف الذين لا يقدرون على الحركة الانتاجية وهم يستهلكون في الحياة من اين يعيشون؟ اذا اراد الله ان يضمن بالعجل عرق كل واحد ويقول له ان ما تكتبه من هل هو ملك لك لله حق فيه وانت لك الايه؟ وانت لك الباب لماذا؟ حتى يكون الضعيف الذي لا يخذر على حركة الحياة يجد له من يقوته ويقول له انك اياك ام تستكشر ام تتفعل الضعيف لماذا؟ لان قوتك التي اتيت بها بالمال عرض لا يدوم لك فان اخذنا منك وانت قوي قادر على الحركة سنأخذ لك من غيرك ان كنت عاجزا لا تقدر على الحركة فذلك هو التأمين والعدالة وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها فيكم ايدي امتكم كنتم خير امة اخرجت للناس وكلمة انا للناس ما يدعلش خركوا للمؤمنين بس خركوا للناس جميعا مؤمنا او ايه؟ او كافرا وممن خلقنا امة يهدون بقولنا امة ليه؟ لكن لان خصال الخير لا يمكن ان تجتمع في واحد بل كل واحد يأخذ لمسة من خير هذا فيه زكاء وذاك فيه شجاعة وذاك عنده مال وذلك له خلق وذلك كل واحد حسنه انما كلمة امة فكأن الامة المحمدية وجد في افرادها ما يجمع كل المواهب الصالحة للخلافة بالارض مقابلهم ايه؟ هم من خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون ايه اللي يقابلهم؟ قالوا والذين لان مجيء الشئب مقابله ادعى الى ان يتمكن من النفس لما تجي تقول دا فلان كريم وفلان مش عارف ايه وفلان ايه وفلان ايه تقول اما فلان فلان يا راجل بكير ثم تجيب المقارن يعمل ايه؟ يوم يحسن ايه؟ يحسن ايه؟ يحسن تحت للمفاركة وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دُولِ مُقابلٍ للميه؟ لممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدل المقابلهم ايه؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقُلْنَا آيَاتِنَا جَمْعِ آيَةٍ وقلنا الآيات اللي في الكون ثلاثة آياتٌ تنظر لتهتدي بها إلى من صنع ذلك القوم بذلك تلك الدقة وذلك الإحكام آياتٌ تلفد قلنا ومن آياته الليل والشمس والقمر وآياتٌ أيضا تخرقنا موسى الكون لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله وآياتٌ قرآنيةٌ تحمل منهج الله فالذين كذبوا بآياتنا يعني الآيات الكونية فلم يعتبروا بها ولم يستمدتوا منها وجود إله قوي قادر حكيم إلى آخر وآيات مؤجزات لصدق النبوة كذبوها وآيات قرآنية لم يعملوا بها ولم يتمستكوا بها والذين كذبوا بآياتنا ما حكمهم أول حاجة يقول لهم دخلهم النار ده أول حكم يجي على البلد لأن دخل لهم الجناب أدول لهم إيه؟ أم قالك لا لهم عذاب أقرب من ذلك أقرب من ذلك يعني فين؟ في الدنيا ليه؟ أم قالك لأن المثالة لو أدلت كلها للآخرة كان الظالم يستشري الذي لا يؤمنه بحياة الآخرة ماذا يصنع؟ يستشري إنما اللي بيؤمن بالآخرة هو اللي حيبقى مؤدب في الكون وحركته حركة جميلة إنما اللي مش مؤمن بالآخرة دي يعمل ايه؟ يعرضت في الكون فنقوله لا لازم نجيله ايه؟ حاجة في الدنيا كذب وإن للذين كبروا عذابا دون ذلك يعني أكبر قبل الايه؟ قبل الآخرة لكن فينا بيتكلم بقى عن الحكاة بتاعت الدنيا بقى سنستدرجوهم والذين كذبوا بآيتنا سنستدرجوهم من حيث لا يعلموه شوف نستدرج إنت لما تقول أن استدرجت فلان يعني استدرجتوا أعاسي كده تحتال عليه ويجيبوا شوية 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 لقد ما يقرب زي وكيل النيابة ما يقعد يحق أول مجرد ويجيبه من هنا ويجيبه من هنا ويجيبه لحد ما يطبيبه في ايه؟ تم طب قدي الاستدراج يبقى الاستدراج من الدرج الدرج اللي هو السلم السلم ده وسيلة للانتقال في قاعدة العلوم من أسفل إلى أعلى ومن أعلى ليه؟ لأن مش ممكن واحد يعمل خطوة من هنا يروح للدور الخامس ولا للدور الأول حتى يعملوا له ايه؟ يعملوا له مستويات متعددة المستوى المتعدد ده يعملوه على وق الحركة العادية للنفس من حاجة من قات يقولك ده يبقى طول العلو والدرجة مثلا 12 سنتي وعلى قد الرجل كده تبقى تاعتين سنتي يعني كل حاجة محسوبة بحيث لما تشير رجلك كده تبقى حق ما تريقش ما تريقش النفس بدليل انها لما تبقى أكثر ترهيك الايه؟ ترهيك النفس يبقى اسمو ايه؟ بنستدرج العلوة على ثان نوصل للايه؟ للعلوة بقى ايه زا مأخوز نستدرج يعني مأخوز من درج الايه؟ الدرج السلم ده اما اعلاء واما انزال اعلاء او او انزال الا انهم خصوا في الاخرة الجنة بالدرجات العليا والاخرة بالدركات قال والله ما نخلي الاسم بتاع الدرجة دي ما نخليشت لاي اسم الجنة ابدا هنقول دي درجة ودي ايه؟ انا الايه ملاب في الدرجة الايه؟ الاسفل من النار ما نقولش لهم درجة ابدا لان درجة دي بتشعر ان له اكيان في الايه؟ في الوجود سنستدرجهم قلنا بقى ناخدهم درجة درجة ندي لهم ايه؟ ايه؟ نعمة ولذلك ايه؟ قلنا زمان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ادنالوا بركة في صحة وبركة في مال وبركة في ولد ومشعرف ايه؟ حتى اذا فرقوا بما اوتوا ايه؟ اخذناهم ايه؟ ليه؟ ام قالك لان الله حين يريدوا ان يعاقب واحدا على قدر جرمه بعأفيه الانسان في الحياة الدنيا يعمل في ايه؟ ان اخذوا كده من اول حاجة تبقى الاخذة لينة انما يرسلوا من ليله بقى علشان ازاي ما قلنا مفيش واحد يقعوا من على الحصيرة نفيش نقوم نعليه بقى علشان ايه؟ زي اللي مسك واحد كده وعمال بيقامل بيتشكله يا بعض اممسكوا ايه؟ علاكن هو علاها ليدلله ولا علشان يبقى الهدر هدر جامل كذلك الحق سبحانه وتعالى حتى اذا نسوا فلما نتوا ما ذكروا ليه فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما قوتوا اخذناهم علشان تبقى الاخذة اخذ ايه؟ تبقى تصعب عليه نستدرجهم من حيث لا يعلمون لان كن بشر يستدرج بشر يمكن البشر الثاني برضو نزكاء ويعرف ان دي تحمى معموله انما لما يكون ببنا هو اللي بيستدرج بقى نلاقي حد يعرف حد يعرف عن الحاجة دي طب انه ها يستدرج وقال ذلك حد العلم قال من حيث لا ايه؟ لان البشر يعلمون استدراج بعضهم لبعض وبعدها وقال ذلك تيجي واحد يكلمه كده يقول له الله انت ها تترح بي يعني فهم انك بت ايه؟ بتجرجروا في الكلام انما ربون حاجة هيقدر يقول له انت بتترح بي لا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين واملي لهم الاملاء هو الامهار هو التأخير ما ياخدهمش كده مراحلة زي بعض زي ما قلنا ايه؟ علشان ساعة الراير ما يكون الفاسد في المجتمع يعمل اشرار كتير يقوم اهل الخير يقولك يا سلام ده كأن الخير ده عملية الامان ده ضرورية ده لو كانش الامان كانت الناس عملت ايه ببعضه؟ يقولون ده بيعمل ايه في المؤمنين؟ يدينهم يقين بضرورة وجود الايه؟ بضرورة وجود الامان لكن اذا ما كانش منهم شر الا شر بصيص وربنا ياخدهم بعضه الناس ما تتأثرش واملي لهم ان كيدي متين اهي دي بتشرح بقى الاستدراج من حيث لا يعلمون واملي لهم ما تفتكرش الاملاء ده اهمال وانما هو امهال بس وبعدين يأخذهم اخذ عزيزين ايه؟ مقتدر اهه هنا بقى واملي لهم بيقول لنا واذا قلت فاستدريت وساملي فاعلم ان كيدي متين كيدي يعني ايه؟ احنا كنا زي ما قلنا الكيد هو المكر طب المكر ايه عمليته؟ العملية خفية تسوق الممكورة بيه يدبر تدبيرا خفيا يسيق الممكورة ايه؟ يسيق الممكور بيه؟ ليه؟ وتدبير خفي ليه؟ ام قالك لانه لما يدبر تدبير خفي ما يكونش عنده ملكات الدم جدام فاذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيرا يخفى على بعضهم وحين يدبر الله للكافرين مكيدة او مكرا هل يستطيع واحد ان يفهم منها شيئا؟ ادي معنى كيدي ايه؟ متين متين يعني قوش والمتانة مأخوزة من المتن المتن وهو الظهر المتن ده وهو الظهر مكون من عمود فقري مش كده عظام العمود الفقري ده لو بس عظم كان اي حملة عليه يقوم ربنا من تجليات رحمته وقدرته يعمل للمسلح الحديد ده هو اللي هو العظم؟ حواليه من هنا والهنة لحم اللي احنا نسميه كده في عرف الجزرين الفليتة اللي بيسميه هو ده اللي بيحمي مين؟ علشان يأخو يبقى شوف بقى المتين ده اللي على الجنبين ده اللي احمل المتين دي ايه اللي شايله؟ العظم وايه اللي حامل عظم؟ المتين يبقى ربنا جعل ديك وديك هالأول ان كيدي ايه؟ متين يعني قوش واذا نظرنا الى كلمة متن نجد المتن هو الشيء العبوديه في الاشياء في العلم مثلا بندرس فقه وبندرس نحن يقولك ده المتن ده في الفقه المتن في الفقه يعني كلام موجة زي التليغراف يجيب الاحكام كده ازاك يقعد بقى لما يحلو يقعد يحل فيه والبعدين تيجي عليه شر على المال وبعدين تيجي حاشية على المال وبعدين تيجي تكرار على المال انما الطلب ايه؟ الطلب اللي هو الايه؟ المال ان كيدي متين ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين المسألة واحدة المرحليات القريبة للبشر الرسول المبلغ والرسول المبلغ هي القوة العليا اللي هو مين؟ يبقى اول ما يفكر يفكر في الرسول ده صادق ولا متصادق علشان يخدم ايه ده يوديه الى مين؟ لإيمان بايه؟ القمة هم مش عايزين يسمعهم فعلشان يجدون لأنفسهم مبررات النقوصة عن المنهج يقولوا ده مجنون يقولوا ايه؟ ما احنا قلنا مرة يقولوا ايه؟ مجنون مرة يقولوا ايه؟ مرة يقولوا ايه؟ مرة يقولوا ساحر مرة يقولوا كاهن مرة يقولوا ايه؟ شاعر كل الحاجات اللي يقولوا يوم ربنا يرد على ايه؟ على كل حاجة قال طيب المجنون ما هو المجنون؟ هو فاقد التوازن الفكري في الاختيار بين البدائب فاكر دي حين اخذ الله منه هذا قلنا ما هوش اهل للتكليف مش اهل للتكليف ليه لان التكليف فيه اختيار ان تفعله كذا او لا تفعل ايه اللي يرجح بقى يقول فاكر نعمل دي ولا اعملش دي لا دي اولا دي اعتر فاذا كان فاكره يبقى مينفعش التكليف وياه ولذلك كل الحق فى الحنوى تعالى لم يكلف الانسان الا حين يبلغ بعقل طب ليه يبلغ قالك لان حين يبلغ يبقى له زاتية مستقلة زاتية مستقلة عن من عن اهله عن ابوه وعن امه وكلا يبقى واحد واحد ولذلك تلاحظ الولد وصغير تلبيته زي ما انت عايد وتأكله زي ما انت عايد وتقوله مش عارف ايه وبعدين لما يكبر كده يتنع يقوله عليه تنع يقوله لا دي ما عملهاش ما البث دي ما عملش دي ما كنت رئي بقته زاتية والزاتية دي ايه يعني الزاتية قالك والزاتية توجده فى النبات وفى الحيوان وفى الانسان بمجرد ان الفرض منها من النبات او الحيوان او الانسان قادر على انجاد مثله يبقى مدام نتجوز واحده يخلف يبقى بقى ايه بلغ مبلغ الرجال واصبحت له ايه واصبحت له ذاتية طب اذا اصبحت له ذاتية فى الانجاب والبث انما ما له ذاتية فى التفكير ما عندهش العقل بس فيه قوة تانية اعلى منه تقوله لا يا ابنال ايه ما تعملش ديه يبقى مكره يبقى التكريف ساكت عن كم واحد الذي لم يبلغ المجنوب المكره المكره بايه باقوى ايه باقوى منه يبقى ده ساكت مين دي العدالة بقى دي هي عدالة الايه عدالة الجزاء وقلنا ان ساعة الواحد ما يكون له ذاتية خلاص حبله بقى على غربه ولذلك قلتلك زمان انك من عجائب التكوين انك انت فى الفكهة مثلا اذا جبت بطيخة والراجل كسرها لك وكسرتها كده لقيتها ارعى تلاقي لبها ايه شكل ارعى ولما تكون مستوية يبقى لبها ايه شكل اهي ما استودش وبقت حلوة الا لما البذرة اللي جواهه اتربت بحيث لو كدتها كده تزراها تطلع سجرة كذلك الانسان كذلك الايه الانسان بدن بقته ذاتية طادر على انجاب مثله السمرة حين تنضب وتنمي البذرة بتاعتها انك تخوكة ولا منجاية ولا مش مشها ولا اي حاجة ان لم تكتفها انت سقطت لك تقول انا قدت ايه انا قدت مهمتي والبذرة استوت ونقدر نبقي النوع باننا ناخد البذرة ليها بنعملها ما تسعنهاش اللي عندي مين يا اخي انا بقى راجل كبير وحاجة انا اشعارت يعني بدن ايه فان عز عليك وقالك لا ان ما تطلبنيش ان رحت للمحكمة او للقاضي هقول اللي حصل خلاص كده وبعدين في يوم من الايام جيت شاهد ده امامك وانت حكم في قضية تحترم شهدت ولا ترفض ايه احترم شهدت اذا القيم هي الايه ايه القيم حتى عنده ولذلك قلت ايه شاهد الزور صحيح يرتفع رأسك على الخصم بشهادته مش تاللي بيحتل ما هو شيء الزور والمحكمة خدف بكلامه يرتفع رأسك على الخصم بايه وتدوس قدمك على كرامتك نعم ولا ونعم نعم فاذا كنت كده انا عايز تقوموا لله مسنى وفرادا قل انما اعزكم بواحدة ان تقوموا لله مسنى وفرادا ثم تتفكروا ما بفاحبكم من جنة اوعوا تعملوا حكم جماهيري وغوغائي ليه لان حكم الجماهيري والغوغائي دا يدرى فيدي ان حصلت حاجة مخالبة اقولك لا مشاني دا يقول لا 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 من اعرفش انما عايزين لي حديدين قوموا لله مسنى وفرادا يقعد اثنين كل اثنين ويا بعض يقولك رجل دا مجنون ولا عائض وابحثوا كده امور وشفوه ولا كل واحد يقعد لواحد يقعد يقعد قل انما اعزكم بواحدة ان تقوموا لله مسنى وفرادا ثم تتفكروا الباب صاحبكم من جنة على الاول وايضا محمد دا اللي انت كنت بتسموه الايه الامين دا قبل ان يتصل به الواحد قبل ان يتصل به ايه الواحد يوم لما يجي الواحد الواحد يخيبه يبقى طيب ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام الرحيم نوت والقلم وما يفطرون ما انت بنعمة ربك بمجنود وانك لعلى خلق عظيم على خلق عظيم قال لك اهل لان الخلق هو ايه ما معنى الخلق هي الصفات التي تؤهل الانسان لان يعيش في مجتمع سليم مجتمع سالم قال الخلق وما دام خلقه سليم يبقى معيار الحكم سليم ولا مش سليم يبقى معيار الحكم وبعد ذلك اما قلوا سيحر احنا كنا ردين عليها زمان يقوله ساحر ده ساحر لولاد ده ساحر فلان وخلاه يؤمن تقوله بلاش خيابت بلاش خيابت جدل ده جدل خائب ليه؟ لان يقدر اللي انت بتقوله كده ده ساحر فلان وخلاه ايه؟ يؤمن بو تقوله طيب اللي ساحر فلان ما يسحلكش انت لو تؤمن وننطب طيب ما يسحلك انت راخد المثالة ما يسحني بقى اولا يتفكروا ما بصاحبهم من جن ايه الجن اللي عنده دي؟ الجن اللي تبتقوله اللي هي منتهى العقل ومنتهى القلوب فمنتهى ان هو الا نذير مبين ان هو الا نذير طب هو نذير وبشير انما دول يستحقوا مش بشير بقى دول يبقى لهم ايه نذير ونذير مالهمش بشارة بشارة ايه؟ اهو لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض يبقى الجدل انتقد من الوصول اللي هو المباشر لهم الى مين؟ ما هو الرسول بيأخذ بيادهم الى ايه؟ لالايمان الاعلى يوم يتبقى البال ولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ولم ينظروا ولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض التفكر في اعمال عاقل علشان تقول ده مجنون ولا مش مجنون وتقول ده بخلقه سليم ومشان تصرفاته انما النظر في الكون ده ده مجرد النظرة الوحدة مش عايدة فكر خالص ساعتما تشوف كده مثلا السماء مرضوعة بلا عمد والارض مش عارف مبخوطة والمطر ينزل للأرض مش عايدة مش عايدة تفكير ده او لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض الله اذا فيه سماء وفيه ايه وفيه ما بينهما وفيه اللي فوق السماء وفيه اللي تحت السراء يبقى كم حاجة في الوجود سماء وارض وما بينهم وما فوق السماء وما تحت الارض اللي انت بتشوفه كده الظاهر ده يسموه ملك الخفى عنك اللي فوقت تجيبه بمعادلات واتطلع النتائي واتقال يبقى ملكوت او الملك هو ان تملك انما غيرك يملكك انما غيرك يملكك انما الملكوت ما غيرك منك الله سبحانه وتعالى يأخذ ملكوت انما اوزع ملكه على الانبك شوية وده كذا وده كذا انما الملكوت ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول سيدنا ابراهيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات كلمة ملكوت دي معناها مبالغة في الملك زي رهبوت الرهبة الشديدة ورحموت وجبروت كل دي صيغة فعلوت دي معناها صيغة المبالغة اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض الله وما خلق الله من شيء طب السماوات والارض دي كبيرة وشايفينها وبطوع ام قالك يا بس اللي انت شايفه ده هو اللي فيها عظم والسكر ده فيه اشياء دقيقة جدا بلغت من اللوف انها لا تدرك بالنظر ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق انت تشوف ساعة بيك بنج دي والله اسمها ايه شوف ساعة كم قطر ايه وكان اه اريبها ادي ايه ساعة اهو لما عمل ساعة ايه هي الاجهزة اللي تهنات ايه اللي هنا طب ولو عملها فاص خاتم الله تبقى كل ما دقت ايه يبقى الشيء يعظم خلقه لانه ضهر فوق ادراكات البشر كالسماء والارض ولطيف دقيق لقيق لا تستطيع ان تدركه انت بمجرد النظر قولي الناموسة او الزبابة او الميكروب اللي بيأخذوا الجسد مش فيه كل مكومات حياته حتى اللي ملوش معدة عشان يأكل طعار ويمثله دم ويديله القوة يقوله لا انت مسعش المعدة احنا نعملك ايه ايه انت تمتص دم جاهد تمتص دم ايه وتمتصه من مين من اللي قادر بعقله يجب دي وياكل دي ومش عال ايه وتيجي الناموسة بقى تقف عليك نموسة وتقف عليك ده الناموسة كلها لو كانت نيبر ما يقدرش يخرق الجلد انما انت تبتكل بقية لها زي الشعرة كده بتاعها ادخم الشعرة خرطوم وراح نفد منين نفد من الجلد ويقربتك ايه دي كلها ايه ده قد كده يبقى ايه ادي كلمة وما مش اتسمى والارض بس وما خلق من شيء من اول شيء يقال له شيء من اول شيء يقال له ايه شيء مدام بقى شيء ومحكم عليه وجوديا انظر ايه انظر اليه تقوم تجد عنده الاجهزة اللي تديله الحياة وتعينه وتعمله بل بالعكس تديله الات استشعارية في ذاته صاحبه العقل لا يقوى عليها احنا قلنا زمان انه لما يجي الزلزال في ملد اول ما يفر ميه الحمير الحمير اللي احنا بتقول عليهم ده مش حال بقى ايه قاعدوني عليهم نديله الاتف ايه استشعارية ودلوقتي البحث في عالم الحيوان وعالم البحار يديك اشياء العقل ساعة ما يوقف كده يوقف بس يفكر فيها لازم يحصل له حاجة ان ما كانش يستند الى ايمان هو اقوى منها اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض مش بس كده العظمة دي اللي انت شايفة كبيرة دي ساعة بيكبين لا وما خلق الله من شيء احنا قولنا ساعة ما تيجي من ديا تدليني على الايه على البداية مهما قلت على البداية يمكن مثلا وما خلق الله شيئا مثلا والذي خلقاه الله شيئا يقول لك ده شيء ده يبقى كتير كل ماهي الشانت شيء والقمر شيء والنجوم شيء وانت شيء انما اللي بيقول من شيء من بدايات ما يقال له شيء وضربنا المثل ده وضحناه في ما عندي مال خلاص ما عندي مال نفد ان يكون معك مال مش معنى ذلك يعني انما معكش جنيه ولا معك نصر جنيه ولا معك عشي القرش انما لما تقول ما معي من مال اي من بدايات ما يقال له مال ولو نصر مال ليم اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان كان هم مفروفين عن النظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء يراعوا مصلحتهم في انهم ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم طب ينظروا فيني بس ازاي ام قال لك الانسان جنس وله نوعين نوع زكورة ونوع انوت وبينهما جنس مستبع اللي بنسميه الاخنسة مثلا خلطها الاجناس دي لها افراد افراد متعددة الفرد دا والفرد دا والفرد دا والفرد دا والفرد دا والفرد دا طيب الافرد دول كل واحد له ايه كل واحد له خلق وكل واحد له موهبة وكل واحد له ايه له مهمة الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلبه منا يقولك اياك انت استصغر شيئا منك ضد غيرك اياك انت استصغر شيئا منك ضد غيرك واياك انت استكثر شيئا منك لغيرك فيجب عليك انك انت تعمل ايه تجعل كلمة شيئ ديا ايه المقياس من شيئا ولذلك قلت لما تعمل حسنة اوعى تستكسرك قل ايه يا ليست شيئا ليست ايه وان واحد عمل سيئا ويقولك ويعني ايه عمل سيئا فكلمة شيئ لازم تحكم الايه لازم تحكم الكون انت بقى اذا نظرت هذي المسألة تاقي لنقول ايه واحد مثلا ضئيل التكوين نقوله هو ضئيل التكوين صحيح يعني مش عنده بصة كده في الجسم والبتاع انما من الجائزينو موهبة متين التكوين ليست عنده يدي له ربنا فكر يدي له ربنا حيلة يدي له ربنا موهبة في اي ايه في اي شيء يبقى لما تنظر الى شيء قليل في اي انسان انظر الى الشيء الكبير الذي فيه هو مدار عنك في نفسك بالعجل وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم اما ايه حكاية اقترب الاجل بهم قالت ايوه لان احنا مدام افراد يعني احنا جنسين او تلت اجناس الانسان وبعدين الجنسين او التلت اجناس اجناس دول مكونين افراد الافراد دول اللي ربنا قال عليهم دول هم الحيب اخلفة في الارض طب يا اخي ابن الله يبقى خليفة في الارض جاء عشان يقروا في الارض وربنا يموتوا سن شهر ويموتوا سن السنة ويموتوا سن سنتين ويموتوا سن كمسة ويموتوا سن سبعة ويموتوا سيقص ببطنه قال لك يجب ان تتنبه الى اننا نجهل الغاية من الوجود نجهل الغاية من الوجود ليه؟ قال لك لان غاية المتساوي لابد ان تكون متساوية غاية المتساوي ايه؟ دخلنا طلب كلية الحقوق غايتهم منهم ياخدوا ايه؟ لسانس الحقوق وبعدين ام قال لك الغاية لازم في ايه؟ تبقى متساوية طيب اللي ربنا خليقهم في الكون دي متساوين في ايه يقول؟ ده دا طويل وده أصير وده بيض وده أصمر وده ذكي وده غبي وده قوي وده ضعيف وده سنه حيبقى كده وده سنه حيبقى كده وده يرد الى ارض للعمر مش حاجة مضاي يبقى ايه؟ ما هو الشيء المتساوي فينا؟ عشان تبقى ديه غاية الوجود لان قولنا غاية كل متساوي انت بقى ايه؟ لازم متساوي تقول له ما بيجل الموت يبقى الموت هو الايه؟ هو الغاية دا يموته هو بطن ابنه دا يموته هو طفل دا يموته هو فتا يموته كل نت انما في ما بقى بعد ذلك نختلف ولا ما نختلف شيء اللي احنا متساويين في ده هو الايه؟ هو الغاية المؤمن والكافر يرى هذه الاشياء امامه ولا لا؟ يرى هذه الاشياء امامه مش الكافر يقول لك لادر مش بيت لا يا خاضي تموت طب ومدام هو بيموت طب ما تفكرش بلاش تنظر يا سيدي في السماء والارض بلاش تنظر في الملكوت وتنظر في شيء روح مصلحتك شوف مصلحتك انت وان عسى ان يكون قد اقترب اجلك انت متعرفش هيجيلك الاجل امت ولذلك ابهام الاجل من الله لنا اشاعة للاجل اوضح الابهام هو اوضح انواع البيانة شوف العكس ربنا لما بيت بيوضح حاجة توضيح كامل يعمل ايه؟ يمهم شوف الابهام منه بقى توضيح ولا مش توضيح ليه؟ ام قالك لان الله لو جعل للموت سنا يبقى محددا انتهت خلاص لو جعل له سببا مش كده ولا لا ما فيه يبقى لا جعل له لا دي ولا دي ولا دي يبقى اشاعه في كل زمن يبقى الواحد عربا من استقبل الموت ايه؟ في اي لحظة ان لم يكن بسبب فبغير سبب بجنون واحد يجي بسيارة كده هو ماشي روح اطلع على التالة وار ولا حاجة غير حاجة كده يبقى ربنا ابهم الموت ليه؟ عشان انت تقول استقبله في اي وقت وماذا من الموت هتستقبله في اي وقت اما تستحي ان يستقبلك الموت وانت على معصية مع الله تاخده كده وانت عاصي كده ما توقع لنفسك اوقع تقول داني مش عيار داني مش عارف ايه داني مش ايه لاني فيه اسباب كثيرة للايه؟ للموت والموت من دون اسبابه هو السبب مات لانه يموت مدام مات لانه يموت يبقى ما تفكرش بقى مدام متى المسألة كده يبقى كل واحد يجب يحط المسألة دي على باله ولا لأ نجي نقول للكافرين يا كافرين منكم اللي مات سنه سنه سنته واللي مات سنه ثلاثة واللي مات سنه اربعة واللي مات ظالم واللي مات مسلوط بالله لو انت مفيش حياة تانية تبقى ايه لعبة الحياة دي يبقى ايه ذنب اللي ما عاشي في الدنيا دي الا شهر ولا بتاع يبقى لازم تعرفوا ان فيه غاية تانية تنتظروك غايات الفردية في اجال الناس بزواتهم واجال اجماعيا اللي هي يوم الايامة وان عسى ان يكون قد اقترب ايه اجله فباي حديث بعده يؤمنون اذا كان هذا الحديث الذي انزلته اليهم وفيه ما فيه من الاعجاز والابداع والجمع لكل انواع الكمالات عايزين بقى مين يجيب لهم هو واحد منهم ايه لهم كتاب ولا عمل لهم منهج ولا وضع لهم قانون من البشر ده ربيهم اللي عمل القانون يبقوا عايزين من مين بقى مفيش اعلى من كده بقى فكان يجيب لهم ايه يتقدموا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له يكررها كتير ليه؟ لان الاشياء التي قد يقف العقل فيها او تأخذه مذاهب الحياة منها يكرر الله دائما دائما يدق على ده يدق على ده والدق على شيء معناه اهتمام به وتكراره حتى يصادف وعيا من الثاني لانه يمكن لو قاله مرة ما كانش ذهني انما كل ما تجيب نسبة ايه؟ كل ما تجيب نسبة ولذلك شوف كده لما ربنا يعدد نعمه بصورة الرحمن يقول ايه؟ كل ما تجيب نسبة ايه؟ علشان تستطيع انك انتت ايه؟ بيدوب ايه على المتكرر عشان يستقرب ايه؟ يستقرب الزهن من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمون يعني ما بيرغمش واحد على انه يهتدي لانه لما يرغم واحد على انه يهتدي كأن الكل ان مهتداش حيث حيث خلال لا يقول عنك مهتديت انت مهتديت فلي ايه؟ زي ما قولنا حكاية الطبيب الطبيب جيه والكوميسون وعمل مش عالف ايه لا او ايه؟ وكتب الرجدة لما كتب الرجدة دي وسيلة العقل ومدام دي وسيلة العقل بالله لما الاطباء يراكم الوحد طبيب يروح يتوه وخد الدواء وراحل بيه لو مشربش الدواء يبقى عمل فصل في الاطباء ولا فصل في خيبته وهو ايه؟ او كذلك من اجو الله من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون طب هو بيضل كده بالمذاك كده قالك هم قالك لا والذين هستدوا وزيداهم بودا واللي بيعد عن ربنا يقول له امام مع السلام انت مش عايز في القربية اهلا يا أخوة زيلة الكوفي يا أخوة اكبر زي ما انت عايز ولذلك يقول لك اوع تشرك بالله شيء في اي عمل لان ربنا يقول انا اغنى الشركة لان معنى الشركة هي ايه؟ جماعة عملوا شركة بشيك الشركات اللي بنشوفها ديه يا مال الواحد لا يكتل اقامة الشركة يبقى انا محتاج للمال دا وللمال دا وللمال يفرض اننا عندي مال ما عنديش العكل والموهبة المديرة مثلا نقوم نقوى ايه؟ نقوى بعض مجرد وجود شريك لله يجعل ربنا يرفض العملية دي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي شيئا فهو ايه؟ فهو له يبقى يروح لخلص كلا اشرك معي شيئي بابتاعه انا خلاص تنازلت عنه ومدام تنازل الله عنه عن بعيته وعن قيميته عليه يتعب ولا ما يتعبشه؟ ما يتعب من يقبل الله فلا هادي له اذا حين يحكم الله بضلال شيء او بهداية شيء فلن يستطيع البشر ان يعدل على الله ليجعل شيئا من ضلال هو هدن او شيئا من هدن هو ايه؟ هو ضلال من يغلل الله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم ايه؟ ما هو في قلوبهم مرض فايه؟ مش عايز انت يا طانش انت مريض كده مش عايز ربني دابه الله ايه؟ ادك اللي على كيفة؟ ويزرهم في طغيانهم يعمهون العمى ده نبقى للقلب والعمى للعين يسألونك عن الساعة ايان مرتاها يسألونك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفاعل السؤال من؟ الأمة بتاعكم أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة يسألوه عن الساعة أم قالك إما أن يكونوا اليهود لأن اليهود عندهم في كتابهم ان الساعة ما فيش حد يعرفه فقالك اللي عمل أبو العرف ده ويقوله على كل حاجة ده ما نسأله عن الحكاة دي فان كان بقى سايق فيها وأبو العرف في كل حاجة حيقول لنا امت فلما سألوه لا يعلمها إلا الله قالك ده ناطح ده صحيح هم بفاهمين الحكاة زوفة كلام من زوفة كلام دي حق بيبلغ ولا يطعن فيه أنه لا يعلم لأنه أبقى تتمة الكمال إلى الكمال الأعلى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض يسألونك المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل إما هم اليهود الذين سألوه عن الساعة وعن الروح وعن ذي القرنين فكان الجواب منه مطابقا لما عنده وقلنا إنهم ظنوا أن الكلام يأتي منه جزافاً بدول ضابط من رب ينزل فلما أجاب بما عندهم في التوراة علموا أنه ما ينشي الكلام دا من عنده ولذلك لما سألوه أيضاً عن أهل الكهف عن جماعة كانوا في الزمن الماضي حصل لهم الكهف وبعد ذلك اتفأوا ويعلى كل حاجة إلا على الزمن الثلاثمائة سنين وزادوا إيه تسعة ألف تلتمية نعرفها والتسعة ما نعرفها إذن فجوابه لأسئلتهم كان موافقاً لهم إلا في هذه الجزئية الجزئية اللي هي مسألة الزمن قالوا إحنا نعرف التلتمية أنهم قعدوا تلتمية سنة وزادوا تسعة وما علموا أن الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق عصابات الكون لأن ربنا بقولنا إن عدة الشهور عند الله مش عندكم إثنى عشر شهور خلاص كده فإذن التوقيتات كلها بالإيه؟ بالعرب ومدام التوقيتات كلها بالعربي يبقى لما نيجي نبص الأل التوريخ التاريخ الذي يريدون أن يحكموه حكماً دقيقاً يؤرخون له بالهلال كل عالم البحار إنسان بات المائية كلها بالإيه؟ بالهلال لأنه أدق من الشهور وأيضاً فالهلال آية تعلمنا كيف متى يبدأ الشهور إنما هل الشمس تعرف منها متى يبدأ الشهور؟ الشمس دلالة يومية تدل على النهار والليل والقمر دلالة شهرية مجموع الاثناشر يبقوا الدلالة الايه؟ السنوية فهم ما فطنوش إلى هذه وخذوها على التلتمية بتاعتهم شمسية فقالوا ازدادوا تسعة لأن التلتمية الشمسية لو حسبتها بحساب العربية تزداد فتع سنين كل سنة احداشر يوم وكاسر كده تقوم لما انت تجمعت لها ايه؟ يبقى هم تلتمية سنة ما قالش هو تلتمية وتتعة هم تلتمية بس التلتمية ولدهم تسعة سنين يبقى جاه من مئة ما قالش تلتمية وتتعة إن العدد تلتمية وتتعة سلاثة مئة سنين ايه؟ ازدادوا يبقى ايه اللي ازداد؟ التلتمية تلتمية يبقى ايه اللي ازداد؟ مادة السؤال في القرآن ظاهرة صحية في الإيمان ليه؟ لأن الإيمان إنما جاء ليحكم حركة الحياة افعل كذا بلا تفعل كذا يبقى في ظاهره أنه مشاكة بيقولك اعمله ولا تفعلش كده في ظاهر المتاهل وتقبل عليه ويقولك ما تعملوش إذن جاء عشان هناك شهوات مين؟ شهوات النفس اللي مش عايدة تعملوا يقولها ايه؟ أعملي واللي عايدة تعملو لا متى فإذن فالأسئلة ظاهرة صحية السؤال لرسول الله من أمتي ورد بصور متعددة ورد بفعل مضارح وورد بفعل ماضي فعل مضارح ويسألونك فعل ماضي وإذا سألك هي مرة واحدة وإذا سألك إنما الكثير ايه؟ المضارح يسألونك لأن المضارح للحال والاستقبال يبقى إذن في الصيغة المضارح جي خمستاشر مرة والماضي جي مرة واحدة لو نظرت إلى الخمستاشر مرة تجد كل مرة منهم جاي علشان تبين مثلاً يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس هذا واحد يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتة أكبر من القتل طيب أدي واحدة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس يسألونك تاني ماذا ينفقون قل العاف ذكر ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير جاهد المصر إنما المنفق هو إيه يسألونك عن إيه عن اليتان كل إصلاح لهم خير يسألونك عن المحير قل هو أدم فاعتزل النساء في الإيه في المحير يجي بقى قد اتنقلنا من صورة البخرة وكفرت المائدة يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات وبعدين نجي بقى في صورة يسألونك عن الساعة أيانا مرتادا قال كلهم علمها عند رب وفي الآن نفسه يسألونك أي عن الساعة برضا بس ما جاتش إليه كأنك حفي عنها خلاص كده وبعدين قال إيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وبعدين قال إيه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه إيه يسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نفسه وهي في صورة النازعات يختمها بقى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها كيما أنت من ذكرى خمستاشر آية يسألونك آية واحدة وإذا سألك نمسك المضالع كل جواب فيه مصدر بقل يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت الله يسألونك عن الشهد الحرام قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن الأنفال قل فكل سؤال يصدر الله الجواب فيه بأمر للرسول قل كذا لا قل كذا إلا آية واحدة إذا سألك عبادي عني ما قالش قل يقول إني قريبا وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل إني قريبا مع أن السؤال كله إيه؟ قل 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 لأن الله يعلم طب محمد لأمته وحرصه عليهم ولذلك يقول له علك باخع النفسك ألا يكونوا مؤمنين علك باخع النفسك إيه؟ يبينوا بهذا الحديث آسف ولذلك لما علم الحق علم وقوعا أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغول به إيه؟ حبي يدي له المنزل بتاعته قال له يا محمد لو شئت جعلت أمر أمتك إليك إيه اللي تعمله؟ النبي قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني شوف لباكة الإجابة أنا أخل لهم إنما أنت رب ما يمكن قلبي يتغير عليه شوف حرصه على أمتك فلما علم الحق حرص رسول الله على أمته أراد أن يكرم أمته من نوع ما كرم به الرسول ففي كل شيء يقول كل قال له دي أنا عايزة أكرم أمتك ففق الخطاب منني له مباشرة الله الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدي واحدة من ناحية قل وعدم فإذا جيت وجدت قل بدون فاق في الأربعتاشر بإيه؟ قل بدون فاق وآية واحدة جابل فيه ويسألونك عن الجبال فقل ينسقها ربي فيه نتفا الله يبقى يسألونك خمستاشر كلهم كل أربعتاشر منهم مفاش فاق ووحدة فيها فاق إيه الفاق من دوني أمقلك لأن الأسئلة التي زجرته إلها رسول الله بالفعل وأراد الله أن يبين لمحمدٍ ولأمته أن الله يعلم أنا ليس نستنى لما تسألوا أنا عارفوا أنتوا هتسألوا إيه كمان فالأربعتاشر دولي نسألهم رسول الله إنما التانية ما كانش نسأل ويسألونك عن يعني حيسألوك عن مين؟ عن الجبال مشاني نستنى لأنا عارفهم ما هيسألوا وقلوا إيه طيب يا أخوة وسألوا بالفاق عن الجبال قال فكل ما قالش قل بقى ليه؟ قال لك لتدل الفاق على أن السؤال لم يقع بعض فكأن الفاق دلت على شرط مقدر إن سألوك فقل ينصفها ربي لا شاء كل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يجليها يعني يظهرها نحن عندنا حاجة اسمها الجلوة والخلوة الجلوة الواحد يظهر للناس الخلوة يختلع عن الناس وهناك فلما تجلى يعني ظهر لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها يصدموا اللام دياً عندهم في اللغة العربية يسموها لام التوقيت لام التوقيت مثلا يقول الحق أقم الصلاة لدلوك الشمس وهي بمعنى عند أقم الصلاة لدلوك الشمس ومعنى دلوك الشمس إنها تتجاوز نصف الشم السمت ده وتميلوا للمغرب شوية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إيه؟ فاللم دي نعمل إيه؟ يبقى لا يجليها لوقتها أي عند وقتها إلا هو سكلت في السماوات والأرض سكلت ما هو سكلت؟ تقول يعني إيه؟ الشيء ده تسقيل علي يعني إيه؟ الكتلة بتاعته أكبر من الطاقة اللي تحمل لأن الكتلة مدامة الطاقة تبقى تحتمله وتنفي إنما تسخل عليه يبقى معنى كتلتها إيه؟ أو إن الطاقة اللي بتحمل مغدرتش على جذبية الأرض يبقى الشيء ثقيل طب السقل ده قد يكون أمرا مادياً كما يحمل الإنسان مثلاً على ظهره أردب يوم لما يحمل أردب ونصر يبقى سيئل على إيه؟ على ظهر الطاقة ما تحمل في يوم ينخ سكلت في السماوات والسقل بأس مادي قال لك لا قد يكون السقل ثقلاً فكرياً عقلياً يعني يجي واحد يدي واحد تمرين هندسة ولا تمرين جابر ولا تمرين أي حاجة والودي يدوخ فيه ويقعد يعمل كده يبقى تقيل على إيه؟ على فكرة مش قوة بقى أو طاقة لا ده تقيل على الفكر يعني عملية صعبة شوية وقد يكون سقيلاً على النفس في ملكته مش عمر فكري يعني حاجة كده زي الهم كده مجاسم على طاقة وتقيل عليه ومش عارب إيه؟ أما قال لك هو ده أقسى أنواع الثقل أقسى أنواع الثقل إيه؟ اللي هو ثقل النفس اللي يجي في الصدر دي ولذلك الشعل القديم يقول لك إيه؟ ليس بحمل ما أطاق الظهر اللي ظهرك يطيكه ده مش حمل ما الحمل إلا ما وعاق الخدر هو ده بقى الإيه؟ هو ده إيه؟ الحين كويس أول يبقى عندنا ثلاث إيه؟ أسقال سقل مادي سقل فكري سقل إيه؟ نفسي طب سقلت في السماوات تم السماوات اللي يضعوا فيهم الملايكة أما قال لك إيه وقت سقلت في السماوات لأن الملايكة برجو مش عارفين تيه طب عايزين يعرفوها ليه؟ أقه دي شهوة الفكرة بقى مع أنهم هم مش مكلفين أم إن الملايكة التي تخدم البشر أن الملايكة اللي سجدوا الأدم هم دول الموكلين بمصالحهم وبحياتهم قال لهم ده جاء سيدهم جديد للكون فكونوا جميعا في ايه مسخرين لفيه خدمتهم باعدول يخدمون بقى مسخرين يقوم اللي بيمشى على منهج الله زي هم ماشيين يفرحوا بيه واللي يمشى ضد منهج الله يزعلوا منه يقولوا نحن كنا عايزين نعرف متى يجازى هذا بالثوامر متى يجازى هذا بالعقاب يبقى ساكلة لكن مفيش ما يعرف عجل ربنا يبقى ساكلة في ايه في السماوات والارض الارض صح ايه لان كل واحد بيخاف من الحكاة ديا وامتى هتحقل وامتى مش عارب ايه وامتى هتحقل وخصوصا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدي لها صورة ما هو يقول لا تأتيكم الا بحثة والذي نفسي بيد ان الساعة لتهيج بالناس يعني تعمل فهم ايه هيجان وطر الناس ايه سكارة وماهم ايه سكارة لتهيج بالناس حتى تأتي للرجل وهو يصلح حوضا وتأتيه وهو يعلق ما شئته يعني شوف في الوقت اللي هو منه وتأتيه حينما يتناول لقمة فلا تمكنه ان يدخلها فما يبقى ديك حاجة تخوف ولا لا يقول من الناس ايه انت دي انت ديها ساكلت ولا ما ساكلت فيه ساكلت في السماوات والارض او ساكلة الهول فيها وتضع كل ذات حملا ايه حملة ادي ساكل الهول فيها او ساكلت ساكلا لا يحتملها ولا يحتمل ما فيها البشر ساكلت في السماوات قلنا السماوات اللي هي ملايكة هتساكل عليهم ليه ملايكة اللي هم سجدين للانسان وهم اللي المدبرات امره والحفظة وكرام مكاتبي كل اللي كان لهم الف بمين لهم الف بالفلق الف كارك للعافر و الف ايه محبوب للطائح ولذلك الطائح عندهم اللي يعمل اي حاجة اذا وقعت منه زلة كده يبقوا ايه غيرينه نفسه ما تؤعش ولذلك بعض الناس قلت ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما يطلع اي نهار يصيح ملكاه اللهم عجل لمنفق خلفة ولممسك تلفا قالوا طب بس يا الملايكة معقول يدعو على الناس طب يقولوا يديهم ولا بتاعوا عجل لمنفق ايه خلفا ولممسك ام قال لك اه ده بغيرة على الممسك ليه ام قال لك لان المنفق هياخد شواب انفاقه واللي امسك ده ما امفقش يقول ربنا يديله ما التلب فيصبر عليه اميد ربنا يديله اجل يديله ايه يديله اجل سكلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغدة بغدة يبغت يعني جاءه من غير ايه استعداد نفس الاستقبال يسألونك قال التانية ايه يسألونك برضو عن الساعة يعني لانه ما جبهاش لانها ايه يسألونك كأنك حفي عنها كأنك حفي عنها لا ايه يعني حفي حفي دي هنا الحفاوة والحفي هو الملحل في طلب الاشياء واحد يكون مثلا تلميز وحاجة وقفة بزهنه يقول يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده يبقى ايه حفي بالسؤال عنه اللي حافي بالسؤال عن الحاجة دي لازم تجيله فحفي تقدي كأنك عالم بها علمه سببه ايه لانك انت ايه الحكة في السؤالة السؤالة عليها احنا لما نيجي نشوف مثلا ايه اه فلان يحتفي بفلان او فلان حافي المادة كلية يقول لك تعالى الامور التي يعالجها الانسان اما ان يعالجها وهو مستقرب في مكانه كان امور الفكرية او العضلية الموقتة بمكانه شلدي اعجوه وقاعد وقد يكون امر بعيد عن مكانه ويريد ان يعالجه يعمل ايه مدام بعيد عن مكانه يبقى يعمل ايه يقطع المسافة الى المكان السابع الى وزاولة المهمة مدام حيقطع المسافة اما قالك قطح المسافة دي امر طارق على القاعد كان قاعد اما قالك حيمشي يسعى على رجليه طيب يسعى على رجليه اما قالك النعل اللي لابسه يدوب من المش لما يدوب من المش يبقى ما فيش رجله لها ايه يبقى حافي ولذلك يقولك فلان حفي على ما وصل للشيء فلان مش قولوا كده فلان ايه حفي يعني ساب مشاور كتيرة قطعت النعل بتاعه حتى خلته يمشي ايه يمشي حافي يبقى كأنك حفي عنها معني بها دائم السؤال عنها يبقى تبقى عارف يسألونك كأنك حفي عنها لا يسألونك عنها كأنك حفي كأنك انت يعني ايه عاملها شغل ده برضو قل انما علمها عند الله دوك قال علمها عند مين عند ربي وقال دي علمها عند الايه الربوبية متعلقة متعلقة الخلق والرعاية بالقيومية لمصالح البشر تربية يعني انما الانوهية دي للعبان وللمنج فجاب مرة لدي ومرة والاولى هي علتة للثانية انتخذت الله معبود ليه عبدته وقطعته ليه لانه هو اللي خلقني وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا دي كايه علمها عند ربي وشوف بقى علمها عند ربي ربي مش ربكو حتى ده ربي المحبوب يبقى لازم مش حيدخل وز انه يعمل له ايه يعمل له كل حي قل انما علمها عند الله ولكن اكتر الناس لا يعلمون لا يعلمون ايه قالت لأنهم مدام بيسألهم يبقوا ما كانوش يعلمهم ان دي ربنا دارا ايه اخفاها اكادوا اخفيها لتجزى كل نفس قل انما علمها عند الله ولكن اكتر الناس لا يعلمون لا يعلمون ميخته ولا لا يعلمون ان علمها عند الله علمها عند الله لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب فلستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا انت بتسألون عن الساعة انا بشر متلقي بك الارسال ييجي وانا ايه ابلغه فانا ما عنديش علم بتاعتك الحكاة دي لانني لا املك لنفسي ايه لا ضرا ولا نفعا لا يملكه يعني ايه لا يملكه ان يجذبه لنفسه وانما حين يلقي الله النفع او يلقي الدر يبقى يملكه ولا لا يبقى يملكه ولكن العاقل حين يملك يلدي ملك عربي لا امن ان ينزع مني ولذلك قل اللهم مالك المل قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله الا ما شاء الله ان املكه ده في عرف الايه في عرف البتر ولو كنت اعلم الغيب استكسرت من الخير وما مسني السوق انا احاربت ومر ايه انتصر ومر انهز وتجرت مره ربه ومره ادبر الامر الذي لم يكن فيه منهج من السماء فمره اصيب ده ومره اخطئ لكن ربنا يلحقني يصوبلي عال اوه يبقى انا لو كنت اعلم الكلمة كنتش غيعت في الايه في المساعد هم كانوا قالوا له بقى احنا اريبك ده قريش احنا ايه اريبك وتقول لنا على الساعة دي امته اللي يعني علشان قبلها بشوية يستعدوا ايه يستعدوا له اه يستعدوا له ولو كنت اعلم الغيب لستكسرت من الخير وما مسني السوق ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون دي كالنذير بس ان هو الا نذير مبين انما دي نذير وبشير لان الكلام في مين في المؤمنين مش معنى المؤمنين قال لك لانهم هم الذين ينتفعون بالنظارة وبالبشارة فاللي بينزروا بيه ما يعملوش واللي يبشروا بيه ايه تعملوش وما مسني السوق ان انا ان انا ان لما تشوفها كده مرة تبقى شرطية ان ذاكرت تنجح ان حضرت لفلاني وكرمك فلان مثلا ومرة تبقى نفسي نرة تبقى ايه نعم ان انا ولذلك بتجل بعدها اسم على طول يعني ما انا الا نذير وايه وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة اللي هي من زي ما قلنا زمان اللي هي آبا وخلق منها زوجها اللي هو مين حوال شو بقى العبارة هنا بقى الاداء فيها ايه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها اي من النفس الواحدة زوجها اللي هي المرأة كل الضمير هنا عيد مؤنسات ولا مش مؤنسات اهيه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها مش منه زوجها وجعل منها زوجها ليسكن ما قالش بالتأنيس الكلام كله بالتأنيس اللي هنا ليسكن جابها بمين ليسكن وإليها إذن فصل الزكورة عن الأنسة جايه عند مين ليسكن فكأن الكلام في النفس الجنس لأن بني آدم جنس اللي بنسميه الإنسان ومنه زكورة ومنه من حيث يكونهم نفس شيء واحد فالعبارة عنه بالتأنيس حينما يتكلم عن الزكورة كذكورة والأنوثة يعمل ده بضمير المذكر وده بضمير مين بضمير المؤنس ليه أم قالك ليسكن إليها لو قال لتسكن يجبها بالتأنيس طب من اللي تسكن لمين أم قال لك ده هو بده يقول إن الرجل المرأة جعلت له سكن ومعنى جعلت له سكن لا يقال سكن له إلا إذا كان متحركا يبقى كأن الحركة للرجل والكبح في الحياة لمين ويجي يعمل إيه؟ يرتاح بقى هنا يسكن بالحنانة بالعطف بالرقة بقوائل مصالي حاجة كل دي يبقى كن مهمة المرأة إيه؟ أن تكون سكن يسكنوا إليها الرجل مش بقى يسيب الميروحة البيت علشان يبقى بره أحتله ما هو ده اللي بيحفر تبقى المرأة مهمتها أنها تكون إيه؟ سكن وجعل منها زوجها إحنا صبعا قلنا أن آدم انخلق من الطين وبقى من الصلصال وبقى بكذا إلى آخره وبعدين ربونا نطق فيها الروق ومش عارف إيه بتاعه طب وحواه طب يذكرها في هذه المسألة لكن هو قال أنا جعلت منها إيه؟ منها يعني حتة منه؟ أو ده اللي قال ده خلقت من ضلع إيه؟ ليه؟ أم قال لك إيه؟ اللي بيرجح هذا بيقول لك لأن الله يريده أن يجعل السكن ارتباطا عدويا فهي بعض منه بعض أنت بسحب ابنك له لأنه بعض منه فإذاً دي لتقديم الألفة خدها منه طب والتاني قال لك ده هي مش ده هي اتقلق زي آدم برضا طب وش معنى جب ذكر آدم ولا جابش ذكر حول ما هو قال لك إن آدم ده الصورة في خلق مين؟ الإنسان مش خلق الإنسان من إيه؟ من طين طب ما هو الإنسان يعني يبقى مين ومين؟ بس جاب قصة آدم لأن آدم هو الرسول والله حيبقى مسجود له وهو اللي حيبقى أكله والمرأة دائماً مبنية على التكريب مرأة مبنية على الإيه؟ على السبتر ولذلك حتى عندنا في الفلاحين لما يقول ما يقولش مراطي مثلاً مراطي يقول الجماعة يقول لأولاد عايزين كذا والله أهلي مش عارف إيه راحوا فين ما يجيبش إيه؟ حتى الإيه ما يجيبه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها طيب لما يقول جعل منها هي من هنا تبقى تبعطية إن خدناها من الضلة طب ونكت مخلوقة زيه كده برضو من طين وتعاملت الحكاية دي كلها تبقى منها زيه تيجي منها زيه قال لك ده مين بيانية؟ مين؟ بيانية يعني من جنسها ليه زي ما ربنا أقول إيه؟ أنه الذي بعث في الأميين رسولا من منهم يعني بعضهم كده على الأول طيب من أنفسكم خد بقى رسول اتخذ من أنفسكم ولا من جنسنا ليكون إلف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله واح مستقنسين ببعض ولذلك قلنا إن ده بيفسب الجماعة اللي يقولهم إن ما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسولة كل في الرد عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا طب والملك أنت بتشوفه على حقك توق طب معنى كنا نحن أعمله راجل بر وما دام راجل يبقى المسألة مختلطة أو مش مختلطة يبقى هي ليسكن إليها فلما تغشاها تغشاها تعبير مؤدب مهزب عن العملية في الوظيفة الجنسية في الوظيفة الزوجية مع بعض تغشاها يعني إيه الغشاء والغطاء انت تجيبها كده يعني نابع كده كالترخيرك اللي قلت بابه جامعة أحسن ما كنت تقول حاجة فاني طيب فلما تغشاها آه لأن دي ما أقول خلافة وخلافة بيقول حيوة بسة منهما رجالا كثيرا فطريقة البس رجال كثير والنساء تيجي ازاي لازم تيجي بالتلقيح والعملية إياها فلما تغشاها حملت حملا خفيفة حملت حملا خفيفة يبقى هي حملت بس تقعد مدة مش درية بأنها حامل لحد ما تروح مرة للدكتور كده وتلاقي أحرافك وقول له سح النوم ده انت حامل طب ازاي الله أسل الحملة لسه إيه النمو بتاعه بطيء بطيء مش شعر بيه فلما أسقلت آه خلاص بقى بطنها كبرت وتمشي تتهزي وتعمل بقى وحاسبهم إيه لا ويه دي ألما أسقلت يبقى مرت به يعني راحت وجدت وقامت وقعدت دون أن تشعر بإيه دون أن تشعر بأنها عامل إلى البعدين لما ييه تسقل أو تكون عندي دكتور ما زالله لا ده انت إيه أنت عامل فلما ترشاها حملت حملا خفيفة فمرت به فلما أسقلت قالت يا رب ماذا مني حبلة بقى هاي أيا راجلا لأنني حامل قاموا أععدوا وبعضوا رفعوا ديهم من ربوني يجعلونه ولا بإيه صالح صالح إيه في تكوينه البدني جايز صالح في القيام بالقيم والمنهج جايز لما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلما أسقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما طبعا هذه المسألة بقى إزاي والآدم وحول وبعدين تغشاء وحمل حمل خفيف ومش عارف موضوع إيه أم قال لك انت خط على أن آدم وحوّقها يشركهم يبقوا مشركين لكن لو نظرت إلى أن الكلام انتهى عند قوله سبحانه والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجتا ليسكن إليها مدام انفصلت زكورة وأنوسة عند يهازكن كانت الأول نفس وبعدين فيه زكورة وإيه وأنوسة مدام فيه زكورة وأنوسة يبقى كأن الأمر الخاص بآدم ده انتهينا منه ثم جاء الكلام للذولي وخصوصا إن حوّقكت بتحمل زكر ومين زكر ومين زكر ومين لهم بعصل أصل التواجد وأصل أصل التواجد قال لك سيد هو فيه كلام يبقى يتكلم في حاجة ويسيبها كده ويتكلم في حاجة تنهل حاجاتك ترقاو فهو الذي يسيركم في البر والبهر خلاص حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفريح جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم بحيطة بإم ما جابش سيرة البر خالص يبقى تكلم بالبر والإيه والبحر وبعدين عمل إيه راح نقل للحكاية بقى الله لك أمامك وأيضا لك لو نظرت إلى قول الحق ووصينا الإنسان بوالدي بإيه إحسان ها هتبقى وصينا الإنسان بوالدي الوالد اللي هو لأب والأم حملته أمه وحمله وفصاله حتى إذا بلغ أشؤال وبلغ أربعين قال رب أوزح ما جابش سيرة الرجل قابلا كل الحيثيات لمين كل الحيثيات للأم ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرفون ويروى أن هذه نزلت في قصي جد من أجداده صلى الله عليه وسلم أول ما دخلت الأسماء عبد منافو وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي أول ما دخلت دخلت ركا ليه لأنه هو لما قصي جيت طلب من الله أن ربنا يدي له زرية صالحة فلما ربنا دالوا الزرية الصالحة سماها بأسماء مين بأسماء العبيد بأسماء العبيد مش بأسماء مين ما قالش عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد كذا أو عبد كذا أو عبد كذا فجعل له شركاء شركاء التسميع يعني شركاء التسميع جعل له شركاء وليدلنا على أن الإنسان في أضعف أحواله يعني حينما يكون ضعيفا عن استقبال الأحداث يغطر ببلو ربنا ليه لأنه لا يحب أن يسلم نفسه يقول لا دني لي يا رب بيعيك ولما يدلوا أنه هو عايزه ينسي ويدعو وإذا مسى الإنسان الضر دعانا لإيه أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه يبقى إذا فايدة الضر أنه يعمل إيه بقى أنه يخلى ربنا يجي على بل ولذلك أحسن ما يكون الإنسان ذكرا لله وتصبيحا لو حينما يكون في الايه شدة في المرض في أي حاجة المرض يقول لك آه ولذلك المريض لو قدر نعمة الله عليه في مرضه مش هقول ما يحب يستطيل مدة المرض لا بقى ما يبقرش منك ما نقولش ما يحبش يستطيل إنما ما يبقرش ايه منه لأن رسول الله يعلمنا قال ولكن معافيتك أوسحه ليه إنما لو أنه هو بقى ساعة يوجد المرض يعد في النعمة إنه هو كل حركة من حركاته الله يعني يعني كلها ايه ذكر الله وأيضا طاقات الاندفاعات الشهوانية خمدة فيه فيبقى عنده ايجابية علوية وسلبية مادية يبقى دي احسن ايه احسن احوال ولذلك يقول لي مثلا لما تجي تعد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قلنا الحديث القدسي إن ربنا سبحانه وتقوله يقول يا عبدي مريضت فلم تعودني أو كيف أعودك يا رب أنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده قل لي بقى مريض يستشعر أن ربه عنده يبقى هو في المرض مع المنعمة وفي الصحة مع النعمة يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يعني مش ربنا يبقى له شريك بمجرر أنت ما تعمله شريك سيدة تعالى على هذه المسألة أي شركونا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ده مش بس ما يخلقوش ده هم نفسهم إيه مخلق هنا بقى وهم يخلقون فبالجماعة اللي أشركوا بالأصنام إنما وهم دي تدل على العقلاء على الإيه قال لك لأنه نزلهم منزلة هم بيقول لهم يعني كان الأصول لازم كانوا يبقوا عالة فكان ده ضرب المين يعني أنتوا عاملينهم عالة وهما مش إيه مش عالة أو وهم يخلقون اللي هم اللي بيتخذوا الأصنام آله أي شركونا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولذلك نكفي الآية التانية إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا جبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا لجمعوا التكتل ده كله عايزين يشوفوا الخلية الحية دي ليصين عشان يشوفها ازاي ما ممكن إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له ثم تسامى فقال ده المسألة مش خلق ده المسألة أن الزبابا لو وقع على طعامهم وأخذ على جناعه أو في خرطوم حاجه ما يستطيعوش أن يستلدوها من ضعف الطالب والمطمود أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وكل إن ذلك جاء بعد أن قال الحق فلما آتاهما أي الزوج والزوجة ولدا صالحا كما طلبوه جعل له شركاء فكأنهم قابلوا نعمة الله عليهم بخلق الولد وجعله صالحا بالجحود فيه أم توجهوا إلى غيره فقال الحق أي شركون أي بالله ما لا يخلق شيئا الخلق أول مرتبة من مراتب القدرة فإذا كان هؤلاء أي الأصنام التي اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئا ولا تخلق شيئا بإقرارهم هم بدليل أنهم حتى لا يتناسلون بل إذا أرادوا أن يزيدوا صلما زاده العابدون هم اللي يجلبوا حتى الصلم ويحطوه أي شركون هذا تعجب والتعجب ينشأ عن إنكار ما به الاستفاء يعني أمر منكر وأمر منكر على وفق الطباع العادية زي ما يقول لنا في سورة البقرة كيف تكفرون بالله كولوا لنا ما الطريقة التي تكفرون بالله وتسترون وجوده مع هذه الآيات البينات الواضحة فكأن ذلك أمر عجيب عجيب وحينما يتكلم الحق بإنكار شيء لأنه أمر عجيب يتوجه مرة إليهم فيقول مثلا أتشركون كذا كيف تكفرون ومرة يتوجه الكلام إلى غيرهم أيشركون الكلام لمن للمؤمنين لماذا لأنه يريد أن يعطي لقطتين في الآية ألقت الأولى أن ينكر ما فعله هؤلاء وأن يزيد القوم الذين لم يفعلوا ثقة في نفوسهم وفرحة بمواقفهم طمانية حيث لم يكونوا مثل هؤلاء أيشركون ما لا يخلق شيئا هنا وقف لفزيا يعني في الأسلوب الأسلوب العرب نفسه أيشركون ما لا يخلق شيئا ما أي الذي لم يخلق شيئا طيب هنا يخلق مفردة كم مقتضى القعدة السطحية اللي نصفهمها مؤسطحيين بدون تعمق في قواعد اللغة أيقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق إنما يقول أيشركون ما لا يخلقه وهم يخلقوا يبقى هذا كلام المفرد عملوا إيه؟ جمل قال له الذي يقف هذه الواقفة ويلحظ هذا الملحظ إنسان سطحي الثقافة في العربية لأنه لو علم أن ما ومن وأل تطلق على المفرد والمفردة وعلى المثنى والمثنى وعلى جمع الزكور وجمع الإناث لما حبوا قعدها ومن وما وأل تساوي ما ذكر يعني تقولها لمين للمفرد وللمفردة وللمسنى فتقول جاءني من أكرمته وجاءتني من أكرمتها وجاءني من أكرمتهما وجاءت من أكرمتهما وجاء من أكرمتهم خلاص وجاء من أكرمتهم يبقى إذن من تطلق على مين وكذلك ما إذن فقول الحق ما في ظاهرها ويخلق ظاهرها مفرد راعة فردية اللفظ ولما كان اللفظ اطلق على المفرد والجماعة جاء في الأمر الثاني وراعة الجماعة إذن يخلق للمفرد وهم يخلقون لجماعة وأجبون جيه مفرد ودي جماعة نقول له لا أصلي من صالحة لمين صالحة لإيه للجميع ومنهم من يستمع ده واحد إليك حتى إذا خرجوا من عندك طب هو قال منهم من يستمع إليك كان يقول حتى إذا خرج من عندك لكن قال منهم من يستمع أدي واحد حتى إذا خرجوا أدي إيه جماعة يبقى إذا رأيت ذلك في من وما وأل فاعلم أن هذه الألفاظ يستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع الزكور وجمع الإنس أدي الاحتراض الأول أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون برضو هنا وقف لغوي هم ده هم وهم هم دي لا تطلقوا إلا على جماعة العقلاء واللي بيشركوهم بهم أصنا فكيف يطلقوا عليها إيه هم آدي إيه لأن الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر وأنها تنفع وأنها تفعل كذا مش قالوا إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قالوا كده إذن هم بيظلوا فتكلم معهم على وفق إيه ما يعتقدون ليه علشان يرتقي معهم في رد الإنكار لكل سلالم الإنكار لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قالوا هم لا يخلقون شيء وهم يخلقون تبقى أول مرحلة إيه لا يخلقون وبعدين تاني مرحلة في الإنكار وهم نفسهم مخلوقين وبعد ذلك يترقى قال لك لا يخلقون وهم إيه يخلقون وبعدين حيجي تاني يقول برضو إن ما يقدروش ينصروكم ما يقدروش ينصروكم الله إذن فهم معطلين من كل ناحية من ناحية أنهم لا يخلقون أدي عجز ومن ناحية أنهم يخلقون أدي عجز إيه أخ طيب يا سيدي جايز يبقى كده وكده ولا يقدروه ينصرهم أم قال لك دا ما يقدروش ينصروا غيرهم وبعدين ترقى تركية أخرى وقال ولا ينصرون أنفسهم يمكن يقدر ينصر إنما ظن بنصره على الغير إنما هو لما يقع في حاجة ينصر نفسه يبقى هات كم مرحلة الآن لا يخلقون هم يخلقون وبعدين لا ينصرونكم ولا ينصرون أنفسهم تبقى كم مرحلة أربع مراحل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصره ينصروا غيرهم ولا أنفسهم ينصروا طيب الأربع مراحل دي من الجائز إنها تيجي لا يقدر ينصر ولا يقدر يتنصر لنفسه ولا يقدر يعمل الجائز ولا يقدر يبقى عنده قبول أن يتعلم شيئا من هذا قبول العلم فيه فجاب المرحلة الخامس قال إيه بقى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ويبقى إذن فيه كم مرحلة دلوقتي بقى خمس مراحل من الجائز أنه هو ما يخلقش ومن الجائز أنه هو يخلق ومن الجائز أنه ما يقدرش ينصر لأنه ضعيف وما يقدرش ينصر نفسه برضا لأنه أضغف ومع ذلك إن أردت أن تهديه إلى شيء من ذلك أو إلى شيء من العلم فلا يقبله منك ولا ينفع يبقى غير قابل لهذه المسألة وأنتم حينما تفزعون إلى أمس روحوا له وتقولوا يا هو بل يا مش عارف يا لاتا يا عزة وإذا لم يصبكم أمر ما تجيبوهم تسكتوا قال فخلوا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم أدعوتكم لهم مش هكفت حاجة زي ما تكونوا سمتين لكن الأسلوب هلها مختلفة سواء عليكم أدعوتموهم كان يقول أم سمتتم أدعوتموهم أم سمتتم لكنه قال إيه أم أنتم لأن الفعل يقتضي الحدوث وكأن يكونهم يفزعوا لهم عند الأحداث ديا يعني بس أنما بقية الوقت ما بيزق بها ما بيكلمهم شي خالد يبقى صامتون لازمة ولا مش لازمة يبقى الفعل اقتضى الحدوث والتجدد والاسم يقتضي السبوت والإيه والاستمرار ومع ذلك سواء دعوت أم لم تدعوا فعدم الاستجابة متحقق منهم وعدم النصر متحقق منهم ولا لأيه ولا لأنفسهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ثم تكلم عن قضية الأخرى فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله دعوة تدعونا فيها معنى ولها معنى تالسة تدعونا يعني تتخذونهم آلهة وتعبدون أدي واحد فيه تدعوناهم يعني تطلب منه حاجة حييجي المعنىين في الآية إن الذين تدعونا من دون الله عباد أمثالكم هم عباد العباد دي أول الواحد ما اسمعها يفهم إنها من إيه من الجنس المتحقق الحي هم تزيبوا عباد قال لك إيوة أنت بتخذها على شهرة اللفظ لكن لو أخذتها على تحقيق اللفظ وتطعيده العباد العباد دي مأخوذة من إيه من التزلل ومن الإيه ومن الخضوع طيب ألم يقل موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني إيه أزللتك طب ودولي عباد أمثالكم في إنهم يزلهم أم قال لك نعم لأن تلكت التلاء شوية سلجهم راحوا موقعين الإله على وشه انكسرت رقابته يقوموا يقعدوا يجيبوا الحددين والمش عارف إيه علشان يعملونه إيه مصمار يمسكوا الرقابة في البتاعة الله وبعد ذلك يتكسر طب ودي يا عباد أيضا إنتم لأن عندكم قدرة وقوة تستطيعون بها إن جاء لكم ضر أن تدفعوا الضر لكن دول ما عندهم شوى هذه القدرة خالص يجي أي واحد ولا عمل لهم أبدا يحطموا يكسروا يقلبوا يعملوا ولا لي ما يعملش أي حاجة يبقوا أضعف منكم ولا مش أضعف تبقى كلمة عبادهم أمثالكم ده ترك على فرض كده أنهم يبقوا عباد زيكم نقوله برضهم أبقوا عباد زيكم ليه لأن العبد من الأحياء حينما يأتي شيء له يستذل يستطيع عن إيه أن يدفع عن نفسه بعض الشيء إلا إن كان الشيء قويا فوق إيه فوق طاقة يبقى عبادهم أمثالكم أي مذللون مسخرون وإذا ما نظرت إلى هذه المسألة وجدت الإنسان نفسه اللي احنا بنقول عليه عباد الرحمن النزين نقول العباد دي إن أخذتها على معنىها الإطلاقي يبقى هو كل مسخر مزلل من العباد بس فيه واحد مزلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه وفيه واحد مزلل ومسخر فيما له فيه اختيار أيضا إيه الفرق بالاثنين الكافر فيما له اختيار يؤمن ولا ما يؤمنش والإنسان المؤمن حتى يطيع ولا يعصى لو اختيار ولا لأ لكن هناك أشياء تجري عليه لا اختيار له فيها يمرض يقدر يقول لا ما امرض شي يموت يقدر يقول ما موت شي واللي يبقى خاضر يموت له يهلك ماله تنحرق داره كل الحاجات اللي هي قهرية عليه دي مزلل ومسخر ولا لا اهدى الكافر والمؤمن فيه سواقه ولكن المؤمن يزداد شيئا وهو ان ما جعله الله له فيه اختيار يقول له يا رب انا برضو حللي الاختيار وحشوفك برضو انت عايز ايه وحسخر نفسي لمطلوبك واجعل ما ليه فيه اختيار مثل ما ليس ليه فيه اختيار ادي ادي فايدة الايه فايدة الايمان يبقى المؤمن خرج عن الاختيار المخلوق لله الى مراد الله ومنه في الايه في الحكم يبقى استوى بكل شيء متخر ولا لا يبقى استوى بكل شيء متخر ولذلك نقول للذين يكفرون اكفرتم ايتأبيتم بما خلق فيكم من الاختيار عن الايمان بالله ليه كديد ربنا عملها الكديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومدام انت بقى رجل متأد بكده ومستكبر على حكم الله اذا لك رياضة على التمرد يعني تقدر تتمره طب ليه لما جت يعيه قلت لا امنش عيان يبقى انت ما انطلقتش الا في منطقة الاختيار اما منطقة عدم الاختيار فانت ايه عبد وايه مزلل يجب ان تعتبر بدي اما الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم في منطقة عدم ايه الاختيار فادعوهم تدعونا وادعوهم دكة تدعون عبادة دكة وادعوهم يعني طلبوا منهم انهم يعملون لكم اي حاجة فادعوهم فاليستجيبوا لكم اياكم تقولوا انه عدم الاستجابة دي تسخيرية لا انا امرت فاليستجيبوا ايه انا قلت لهم ايه يبقى مش تسخيرية بقى يبقى مش ايه مش تسخيرية ده لانهم ما يخضروش لانها لو تسخيرية انا قلت انا قلت اه يقولك مثلا انت مختلف مع واحد كذا يقولك كذا يقولك طب اديله كذا اعمل له كذا الله انت بتعمل فيه هيد انت بتتحدى فليستجيبوا لكم ليه لان مدام بتعبدوهم دون ليه يبقى فيه خصوم ومدام كده بتدعوهم كده كان يصح انهم يعني يخرجوا على امر ربنا وقولوا والله هنديكم هم ما يخضروش يده ما يخضروش يده ليه لان تسخير لا انا قلت فليستجيب اذا ما استجيبوش ليه لان طاقتهم وطبيعتهم ما تقدرش تاستجيب ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم ان كنتم صادقين ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وبعد ذلك اراد بعد بعقال عباده الامثالكم اراد ان ينزلهم منزلة ادنى منهم قال لهم ارجل يمشون بها بقى وانت لجنة لجنة تمشي بها ولك ايد بترتش بها ولك ودن بتسمع ولك عين بتبصر هم لهم حاجة من دي ما لهمش يبقى اقل من اقل منك يبقى يا اقل الاقل اللي تعملوا اله في الاكبر ايه الخيبة بتاعتكم هلهم ارجل يمشون بها وكلمة يمشون بها ويسمعون وها الى اخرج لانهم ربما صوروا التمثال له رجرين ولو ايدين ولو عينين ويحطوا فيها خرزة كده خرزة كده عشان يعملها زي الحدقة ولما تيجي تبص له كده يخيل لك انه ايه انه يبص لك ولذلك حيقول ينظروا لك وهم لا يفسرون بعدين حيقول كده الهم ارجل يمشون بها احنا قلنا ساعة الحق سبحانه وتعالى يعرض الاسلوب في استفهام يريد ان يحقق اصله على اقوى طريق ليه قالك لان الاستفهام لان فيه فرق يقول ربنا يقول ايه ليست لهم ارجل يمشون بها يبقى الكلام من مين الكلام من الله والكلام من الله عمد الكافر يحتمل الصدق ويحتمل الكذر لان قلنه ليه كويس او فاذا اراد الحق ان لا يكون الحكم من جهته بل الحكم من جهتهم هم يبقى اقرار والحكم من جهتكم الهم ارجل يمشون بها لما تجي تجاوب السؤال تقوم تبص ما تلاقيش الحكاة دي تقوم تقول لا ما لهمش ارب يبقى زي ما قرر بنا ما لهمش ايه ارجل لكن من مين من غير المتكلم وهو الله يجي واحد مثلا ينكر عليك انك انت عملت بيه بر تقوم تقول له لا انا عملت معك بر انا عملت معك بر يوم كذا حصل كذا ويوم كذا حصل كذا ويوم كذا حصل كذا انما انت اللي بتقول يقدر هو يقول ايه لا تقوم انت تقول لا انا عايز هو اللي يقول الم اصنع معك يوم كذا كذا الم احضر لك كذا كذا من الملابس انت بتستفهم منه واثقا انه اذا ادار ليجيب لم يجد الا نعم ثقة من ايه من المتكلم بان الفعل ايه بان الفعل حاصل ولزي يقول لك الم نشرح لك صدرك اما كان يستطيع الحق وشرحنا لك صدرك خلص قال له الا انا هخليك انت بتقول انا ما شرحت الصدرك الله يقول ما فيش اللي الجواب يقول ايه شرحت صدري يبقى هو اللي قالها بس مش ايه مش ربي قال لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان ايه يسمعون بها وانتم لكم ذلك اذا انتم اعلى منه مرتبة فكيف يجوز في عرف العقل ان يكون اعلى مرتبة مرضوبا للأدنى مرتبة ذلك لون من الحلق قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنزروني رسول الله جاء ليعاند ايمانهم بهذه الاليهة ولو يسفيها احلامهم فيها يبقى اعلن العداوة ضد مين ضدهم العابدين وضد مين المعبودين تبقى خصومة ايه وقعة قال لما دم انها بقى في خصومة وقعة ما تتعملوا فيها حاجة كده ما تكيدوني كده وتعملوا فيها حاجة تأذوني تتعيبوني تحوشوا النصر اللي جايلة تتزح في الاسلام اللي قدام ده ما تعملوا عملية زي دي ام كنتم يعني عندكم قدرة وعندكم ضر وعندكم ايه وعندكم نفر قل ادعوا شركاءكم بس مش دعوة وعملوها كيدا كيدا يعني تدبير ايه تدبير خفي محكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى اجرى على رسول الله اشياء ليثبت بها اشياء مثلا يقول ده النبي واحد سحر صح على فرض انه حصل يقولك ازيه انسحر النبي ام قالك سحر ومن الذي قال انه سحر ده ربنا اللي قاله انك كذا وكذا والسحر موضوع في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا ومكان كذا يبقى دي عشان يبينهم ان الكذا اللي بيعملوا حتى بواسطة الشياطينين برضو مفضوح عند مين مفضوح عند الله يمكروا ايه يمكروا بك الذين كفروا ليه ليثبتوك او يخرجوك او يمكروا مك كده خفي وقالوا عجل النظام وضربة وحده ومش عارب ايه ونعمل ايه عشان يتضرق ده في القبائل ومش عارب ايه ربنا قال لهم انتم ويتتم طيب انا حوالي له التبييت وقلوا كذا وعمل له كرس يبقى اذا ليثبت لهم انهم بالمواجهة لن يستطيعوا مصادمته في دعوته ولا بالتبييت البشري يستطيعون ان يصدموا دعوته ولا بتبييت الجن اللي هم اقوى منهم تصرف يستطيعون مواجهة ايه مواجهة دعوته يبقى مدام يعرفوا لاهم ولا هم ظاهرين ولا هم ماكرين ولا هم ساحرين ومستعملين ايه الشياطين يبقى اذا ييأسوا ولا ما يأسوشي ولذلك قال لهم ييأسوا من تنسكسين ما عملوش قال لهم لا دا تحدهم قال كيدوني كيدوني وما تأخرونيش يعني زي ما تقول زي ما انتا تقوله كده ايه الحمرة في خيلك اركب يقوم لما ما اركب شي تعرف انه ايه انه عجز قول ادعو شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون يعني ايه من انظره يعني ايه اخروا ما تستناش علي ان كنت تقدر تعمل فيه حاجة هلا بسرعة ليه بيقول كيدوني والعملية ديهم ام قال لك لانه قاوي الى ركن شديد قول ان وليه الله بس يبقى دم ان وليه الله يبقى يقول لهم ولا ما يقول لهم شي يبالي بهم ولا يبالي بهم ليه علتها ايه ان وليه واحنا قلنا الولي الولي هو الذي يليه وانت لا تجعل احدا يليك الا اقربهم الى نفسك و الى قلبك الله ولا يكون اقربهم الى نفسك و الى قلبك الا اذا انست منه نفعا فوق نفعك وقوة فوق قوتك و علما فوق علمك اذا انت او ان وليه الله بتنتهي الى ايه ناصري ماذا من المسألة كيدوني واعملوا يدخلوا اياه تبقى المسألة مأخذة من مين ان وليه الله اي ناصري ناصري ليه لان وليه وليه يعني ايه قريب مني واني قربت منه ليه علشان صفات الكمال اللي موجودة فيه لانني لما اكون عندي خصلة ضعف اروح لللي عنده ايه خصلة ضعف ولذلك قلنا ان ذلك هو عمدة الانبياء عند مواجهة المكروب تعذوا عليها اسبابه ما يخدروش عليك يوم يقولك الله هو ان الوحدي ده انا مش لوحده افرض ان واحد كده ولد صغير والناس درابو في الشارع ما اخدرش يعني فهم حاجة يوم يتنى وراجح على ايه على ابو ولا على اخوه الفتوة ولا على عم ولا اي حاجة له سند ايه له سند فبيقولهم اعملوا انيليا ايه انيليا ربي يعني ايه ولذلك قلنا في قصة موسى عليه السلام انه لما قم فرعون مشوا وراه التفت قومه وجدوا قم فرعون ايه قالوا انه لايه انه لمدركون مدركون يعني ايه يعني عدونا حي ايه حيلحقنا صب ما تجري عشان ما يلحقك قال له قدامنا البحره البحر قدامنا يبقى حيدركونه ولا مده ما نقدرش احنا ننزل الايه البحر وهم ورانهم فلو قلنا فيه فسحة من امامية المعركة كنا نقدر ننزل لكن ما فيش اللي اني محبوزين بايه البحر وذلك ابن ذال قال ايه العدو من ورائكم والبحر او العدو امامكم والبحر ايه ما عدش لكم انفق الا المين الا ان تصمدوا امام هؤلاء على الاول فلما موسى قال قومه اننا لمضعكون لم يكذبهم في ذلك لان المسألة واضحة انما قال ايه قال كلا كلا يعني ايه نفى ان يدركه قوم فرعون طب نفى ان يدركه قوم فرعون المسألة هذا البحر وهم هو رانهم كيف يحدث منه هذا قال لك شوف الحيسية الحيسية خرجت عن اسباب البشر وانتهت الى الركن الشديد الذي يأوي اليه الرسل قال كلا بميلء فيه ان معي ربي سيهدين فما يقول هاش كده لخصومه وقال لمن الا اللواسق تمام السقة ولذلك احنا قلنا مرة ان المرأة الغربية التي اسلمت لانها كانت تقرأ سيرة الرسول كبطل من ابطال العالم بطل من ابطال العالم عمل الانقلاب الكبير دي مش نابه حد طيب فلما مرت في تاريخه صلى الله عليه وسلم بان صحابته كانوا يحرسونه من خصومه واعدائه يعملوا وريات يعني يجبوا يأفوا كده عشان محبش يارب له من مين الى ان فجئوا في يوم قال اذهبوا عني فان الله انزل علي والله يعصمك من الناس ساعة مأرس الاهي دي مسألة نمر بها جميعا انما ديك مرت بها مرة استوقفتها ايمانيا وقالت الله هذا الرد ان اراد ان يكذب على الناس جميعا ما كذب على نفسه مش ممكن يقول دي ويسلم نفسه كده العداء ويقول بدون حراسة الا اذا كان واسك من ان الله انزل عليه هذا وانه قادر ان يعصمه وانا ما يذكلش نفسه في ايه في تجربة شوفي احنا بنقراها وهي عملت فيها ايه خدت منها لخصة الابرس اهدين اللي بيقول فيها ايه ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ادعوا شركاءكم عشان يعملوا معايا معايا وكيدوني يعني بالتبييط باي نوع من انواع الاعتب ولا تتأخروش في الحكاية دي لاني مستعجل عليه ان ولي الله ادعوا الله ان ولي الله الذي نزل الكتاب اأنزل علي الكتاب لابلغه للخلق ثم يسلمني الى عدو لا يمكنني من بلاغه وده معقول بقى ينزل علي الكتاب ويقول لي بلغ وبعد ذلك يسلمني مش ممكن ان ولي الله الذي نزل الكتاب ثم لا يجعل ذلك خصوصية له بل يقول لكل واحد من اتباعه كن صالحا في أي وقت وامام اي عدو فان الله سيتولاك بالنص لانها لو خدت خصوصية له تنتهش ام قال لا وساعة يعمم الله الحكمة بينشر الطمأنين الايمانية في قلوب اتباعي صلى الله عليه وسلم ان ولي الله وعلتها بينصرك ليه يا سيد لانه نزل علي الكتاب ومدام نزل علي الكتاب فلزم يضمن لحياتي علشان بلغه طيب وهي دي مكسورة علي لا كل من يحمل من امر دعوتك شيئا سيكون له هذا الايه التأييد ويقول برضو ان ولي الله الذي جعلني مبلغا عن منهج رسول الله لانه يتولى من الصالحين صالحين لعمارة الكون لانما ربنا عامل الانسان خليفة عايزه خليفة يعمل ايه لازم يصلح في الكون واول مراتب الصالح ان يبقي الصالح على صلاحه او ان يزيده صلاحا ان امكن ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لان الذي لا يستطيع نصرك يجوز يكون ضليل مش عايز ينصرك لان حب لك حب لياه او لانه عايز يحتفظ بالايه بالمسائل نفسه طب واذا كان بقى عنده يعمل وياه كده لا ما يعملش وياه كده يبقى لما ما ينصرش نفسه يبقى ما عندوش ادوات مين ادوات النصر والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وقلنا ولا أنفسهم ينصرون يعني لما يروح المعاول كده في يوم الفتح لما جات المعاول وكسرت الات وكسرت الاسنام فيه صنم مثلا تنح كلها كده نعم نشبت كده والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى هذه المرحلة التانية ولا يقدروا يتقبلوا أنك تقول لهم حاجة يعملوه هو ما يعملش هو ايه؟ لكن حتى لما تيجي تعلمهم أنه يعمل حاجة ما عمدوش ما عمدوش ما عمدوش القبول وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون اللي احنا قلنا عليها أنهم كانوا يعملوا بعض الحيل تشوفوها في المعابد اللي في الهند ولا حاجة إن شفتوا فيلم ولا حاجة معابد الهند تقوم تلاقيهم جايبين خرز كده وبتاعه ألوان ويحطوه برضو حدقة بيضة وفي هناها سواب ونن ومش عارب إيه ويوجه الحدقة كده يملها كأنه بيقه كأنه بيبصلك وتراهم ينظرون إليك وهم لا يفسرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بقى مع أنه ولي الله ويقول لهم كيدوني ويقول لهم كذا وكذا يقول له لكن أنا أحب أنك أنت تاكل العفو إيه شرقا إيه دي إيه التعليم ده معركة هنا معركة إيه وبعض ذلك قال له إيه خذ العفو كلمة العفو بترد على ألسنتنا وإحنا مش داريين من لها يعني معنى أصيل في اللغة يقول لك إيه والله ده الشيء ده أنت جبته من إين وقوله والله الشيء ده جالي عفوا كده عفوا يعني إيه يعني بدون جهد وبدون مشقة وبدون سعي إليه ولا احتيال الاقتناعي جالي إيه والشيء ده جالي عفو الخاطر يعني إيه أنا مفكرتش فيه عندما جات للفكرة كده سهل ميسرة أدي معنى إيه العفو خذ العفو يعني إيه الأمر الميسر السهل اللي ما فيش فيه تكلف ولا اجتهاد ولا أي حاجة ليه فأناك التكلفت من الناس سهلت عليهم أمورهم ولم تعكدهم إنما حين تتكلفوا الأشياء ولذلك يقول إيه كل أسألكم عليه أجل وما أنا من المتكلفين ما أنا من المتكلفين اللي يتكلف أنه يعمل إيه الحاجة بل يسيب الحاجة تيجي إيه عفوا كده إيه سهل ولما نسيب إحنا الحاجة تيجي عفوا سهل كده يبقى ما فيش لدد بين الناس لأن اللي بيعمل اللدد إيه سمحاً إذا اقتضي منه يعني في كل أموره إيه سمحاً ويأخذ العفو معناً آخر وهو أن تعفو عن من ظلمت طب ما يتعفو عن من ظلك بتؤدي إلى تيسير الأمور برضو يعني خذها أمر إيه أمر سهل أمر بسيط كده ما تعدهاش خذ العفو ويأخذ العفو معناً آخر وهو الأمر الزائد ويسألونك ماذا ينفكون قبل ما يتنزل الزكا يسألونك ماذا ينفكون قل العفو يعني الأمر الزائد عن حاجته ما تقولش دي أدي كده ودي أدي كده ودي أدي كده بعدين اتحددت كلام على الأول برضو كلها تلتقي في الأمور السهلة ولا لا لأنك إنت لما ما تاخد شلت زائد من عندك تبقى الأمور سهلة واقعة إنما تأخذ حاجة هو محتاج لها ولا ما تبقى دي أمام خذ العفو وأمر بالعرف إيه أمر بالعرف ما هو العرف إحنا برضو نسمع كلمة العرف دي العرف جار على كده مش كده نقول إحنا ده شيء جرى به العرف ولذلك ما يجري به العرف عند الجماعة المؤمنة بيعتبر بزا من مصادر الأحكام طيب وإيه هو تعرفه بقى هو الشيء الذي تعرفه العقول صوابه والنفوس تطمئن إليه ويوافقه شرع الله ليه يسميه عور أم قال لك لأنه حيتعرف عليه ما حدش يستحي منه الناس يستحي أن يؤلم عنهم أنهم زنان لكن ما يستحوش لما يروح يخبط على واحد ويقول لدينا بنتك عشان تجوزه مش الغاية وحده أبت ولا فيه أي حاجة ولذلك يقول لك الشيء اللي يبقى متعارف عليه يبقاش فيه إيه ما يبقاش فيه حرق ولا إيه ولا حياة يبقى الشيء تعرفه العقول صوابه وتطمئن إليه النفس ولا يخالفه شرع الله شرع الله خذ العب وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثلاث مراحل عفوا والعرف وبعدين تعرض عن الجاهلين الإعراض عن الجاهل إحنا قلنا ما هو الجاهل يظن الناس أن الجاهل هو الذي لا يعلم ولذلك يقول لك ده أم جاهل تقول له ده الأم بس لا يعلم إنما مش جاهل ليه لأن الجاهل مش أن لا يعلم لا أن يعلم قضية تخالف الواتع هذا اللي يسمى إيه جاهل ولذلك هل الأميين منهم المشاكل ولا الجاهل هو منهم المشاكل الجاهل لأن الأم ما يعرفش قضيات قولها له خلاص انتهت مع مرحلة عقلية واحدة ما عندوش وانت بتدي له القضية إنما اللي عنده قضية مخلفة للواقع يعيز كم عملية عقلية كم قضية لازم تشيل منه الايه اللي عنده القضية وتدي له الايه تبقى عمليتين تشيل منه دي هي اللي فيها الايه هي اللي فيها النزاع واللي فيها الايه الكلام بقارب عن الجاهلين إنه إذا كان بقولك يعرض عن الجاهل اللي عنده قضية مخالفة للواقع ومعتقدها ومتعصب لها يبقى اللي ما عندوش يبقى من بابي أولى ولا مش من بابي أولى يبقى من بابي أولى طيب الإعراض عن الجاهل قال لك إيه قال لك لا تكافئ السفهاء بسفه ولا تمارين تمارين يعني تقعد تجدلهم لأنه مدام متشبع بقضية وهو عارفها ومش عارف حيقعد إيه يدافع عنها تبقى جدل مش هيؤدي إلى حاجة ولذلك منقول لنا الذين يواجهون قضية التديل ما أراش ولا كتاب دين وأرى في كتب الانحراف ألف كتاب عنده ثقافة وسعى في الشيوعية وفي الإلحد والوجودية ومش عارف إيه ولا أراش ولا كتاب واحد دين نقول له الحكم بتاعك ده غلط مش تساعده في المسائل طيب زي ما قرأت هنا إيه إقرأ هنا علشان تبقى يعني تبقى راجل إيه تبقى راجل يعني عادل ومنصف إنما تجد أو عايز تبحث قضية بحثا عقليا يؤدي إلى عقيدة ذاتية في النفس اخرج اللي في قلبك وادرس الأمرين بعيدا عن قلبك ودخل إلى قلبك اللي ترتاح له إنما يبقى حاجة في قلبك وبعد ذلك تجادل تناقض منطقي ما جعل الله لرجل مش قلبه حيروح في ديوحر هو قلبه واحد حيز واحد لليقين وللإيمان ومدام حيز واحد ما تشغلش أنت بباطل وبعد ذلك تبحث مسألة الحق بل أخرج الباطل من قلبك أولا واجعل الباطل والحق خارجا وابحث بعقلك الذي ييسر ليك أن تدخله فأدخله يبقى أعرض عن الجاهلين لا تكافئ السفيها بسفه أدي وحفر ولا تماريه خلاص كده لأنه مدام عنده قضية حتطهر في قلبه مش حتقدر عن أول وعفه عنه خلاص ويعمل ايه كمان وأن تصل من قطعك ولذلك حينما نزلت هذه الآية خذ العقوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال له ودي تجيزاي المسألة دي أين يا رب الغضب الغضب لما غضب على حاجة كده فسأل جبريل ربه ونزل له قال له ايه اللي تعمل قال له تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن إلى اللي أسألت هذا ايه الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا قضية إيمانية إنسانية الذي يخالف منهج الحق مصاب وأنتم في المصابين في أبدالهم تعاونونه ما تلاقي واحد مرمي في الشارع ومغمع ليه بتعمل ايه طب اللي مصاب في قيمه أولى بهذا ولا لا أهل هذي العفو وأمر بالعرس وأعرض عن الجاهلين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية مكارم الأفلاك كما قال سيدنا جعفر الصادق لنا خاطر في قول الله خذ العفو كلمة خذ مقابلها أعطى أعطى فلان وأخذ قلنا قد تعطي أنت ولا يأخذ لأن دي حاجة مش كمصلحك لا يأخذها فإذا قال الحق خذ يبقى أمر عائد نفعه إليك فإن كان العفو عن من ظلمك في ظاهر الأمر ينقصك شيئا فاعلم أنك تأخذت العفو لنفسك خذ العفو خذ العفو معناه أن أثر العفو يعود على مين يعود عليك أنت ويعود عليك انت ليه أم قالك لأن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده أن عبدا آخر إذا عز عليه يزل إذا عز أخوك فهل يعني أخوك مسلا عمل عليك مسلا من أين كده تقول أنت ما تعملش أنت أي من تراخر وإلا المعركة تستعب إما ليعمل إيه هو عنده ظرف يوجد عمل فيه كده فخلك أنت إيه إذا عز أخوك فإيه ليه لأنك إذا عز أخوك فهنت له يجازيك الله بأنك إذا عززت على الناس جميعا هانوا عليك يبقى يجي الجزاء كده وحين تأخذ العفو كأن الله يقول لك أنت لا تعطي بالعفو دمت بتأخذ ولذلك سيدنا الحسن البصر حتى يجلي هذه المسألة بيقول إيه أن تحسن إلى من أساء إليك هذا قول الرسول فقالوا له كيف نحسن إلى من أساء إلينا أم قال ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا طب ما أقول لأساء إليك خلى ربنا في صفك وضربنا المسأل قلنا لما تدخل وتلاقي ولدين عندك ولد أساء أقاع قلبك مع من وعطفك وبرك مع من مع من ظلم ولا مع من ظلم يبقى إذن ربنا أهو إحنا بالنسبة للأبناء وعياله لما يجي واحد يظلم يبقى ربنا في جانب مين في جانب المظلوم طيب ربنا جيه في جانبك بعمل مين بعمل الظالم طب ما تحسن ليه بقى بقى اللي خلى ربنا في جانبك ما تحسنش إليه يجي مثلا يقول له أن فلانا اغتابك بالأمس فيسمع ثم ينادي بالخادر نقول له جاء أنا طبق باكورة من الرطب باكورة يعني أول الرطب ما يجي وأول الحاجة ما تجد أذى يعني ندرة اذهب به إلى فلان اللي هو مين اغتاب فالخادر استعجب إزاي تبعت بو قد اغتابك قال أفلا واحتم إلى من جعل الله في جانبك قل له يقول لك سيدي بلغه أنك قد اغتبت فأهديت إليه حسناتك وهو أهداك رطبات إن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كل ما إن رسول الله سمع الآية دي بقى بعد المعركة إياها وكيدوني وحياتهم وولية الله وسألها عنه فنزلت المسألة دي في إيه في حينه أم أنت يبقى يا رب كيف الغضب طب أقابل الغضب زيه الغضب دائم فعال نفسه غلا يندمه ومش عارب إيه وبتاعه وحاجة دي دي فقال له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله كلمة نزغ ينزغ نزغ هي بالضبط قد كلمة نخس يعني مسك حاجة كده وإيه معنى نخس يعني إن فيه بين الناخس والمنخوس وسيلة ومسافة طب ومسة تبقى مباشرة بس ما أدركش لنعومة الممسوس ولا حرارته ولمسة أدرك النعومة وأدرك مين الحرارة يبقى كم مرحلة ثلاث مراحل نخس أدن نازل مس لنس معارك الحرب كله بتدور في الحتة لما يكون العدو بعيد وأنا عايز أبعد عنه عشان ما يصبنيش بنباله وسهامه أبعد وأجيب النبل واربيه به يبقى النبل يوصل وهو بعيد عنك زي ما بنرمي بالطيارة للوقت ويرمي القنابل ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما يبتشرش لله ولذلك ده عمدة الرمج أقوش إيه؟ إن كنت تدعم الخزق ولا تمكنه إيه؟ ولا تقترب منه ولذلك حينما قال الحق سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال رسول الله ألا إن القوة هي الرمج ألا إن القوة هي إيه؟ الرمج ألا إن القوة هي الإيه؟ ليه؟ لأن الرمج يمكنه قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناولك طيب المسألة اشتدت شوية يعني زحف علينا قال لك يمسك الرمح بقى الرماء على قد ما يطول الرمح كده طب التحمة الحكاة وبقى الصيوف يبقى إيه؟ يبقى إيذن كلها فالنخف بعيد المس أكبر شوية اللمس على الأرض هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رب كيف الغضب قال له إما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعز بالأرض أولا نبحث المسألة دي بالنسبة للرسول واحد قوله والشيطان حينغزلنا يجي ينخس قال له هو قال له إذا ولا قال له حينزغك وقال له إيه حصل وما يحفرش مش كده؟ تبقى إيه بتاعة الشيطان زي إيه؟ لأن أشبكت لا يحبطنا عدوك يبقى ما يحصلش الشيطان ولا يحبطش العم أدوى على الأول طب يفرض إنها ناخس كده وإيه إيه للنبي قال لك وليه؟ يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذة مجابهة الشيطان يدينه دي عشان برضو يصرع الشيطان وإلا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده لا يقلون إيه؟ والنبي عليه الصلاة الثلاثة مش قال إن كل نفس لها إيه؟ قريم من الشيطان إلا أن الله أعانني على شيطاني فأسلم ووالله لقد هممت أن أربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينة ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إذن ممكن وإما ينزغ لك من الشيطان نزغل فاستعز بالله الاستعازة طلب الملجأ من الأرض وأنت لا تطلب ملجأ إلا ممن كان أقوى من الذي يريد أن ينالك بإيه؟ ينالك بشر طيب الشيطان واخد خصوصيات كتيرة وخفة الحركة والتغلغل ومش عارب إيه بتاع أما قال لك إيه؟ إنما أنا بستعيز بمين؟ البستعيز بمثله أو بدونه من الإنس أو بخالقي هذا وخالقي هذا وخالقي هذا خلاص هو اللي خالقي عطل الأكادي بتاعه ديه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعج بالله استعج بالله إنه سميع عليه طيب السمع له متعلق والعلم له متعلق إيه يعني ملاقتها بالله؟ أما قال لك يعني ما تقول إيه؟ أعوذ بالله وأنت مستحضر معناها أنني ألجأ إلى من خلقني وخلق ذلك الشيطان وإن كان الشيطان له قوة علي فليست له قوة على خالقه يبقى لازم تستعيز بالله بلسانة وقلبك إيه؟ مشعونا بهذه المعاني كلها يبقى سميع لقولك خلاص؟ أعوذ بالله وعليم بما في نفسك من معنى هذه الكلمة وإلا فواحد يقولها كده ولا تخطر إيه؟ بس